اشتركوا في القناة 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 كان 3-1 للنجم الساحلي على النادي العالي خلينا نقول إحصيات الأهل والنجم الساحلي في أفريقيا فقط النادي العالي كان 10 مواجهات ما بينه ما بين النجم الساحلي مرتين فوز للنادي العالي 3 مرات فوز لفريق النجم الساحلي اتعادل 5 مرات والأهداف 7 للنادي الأهلي أيضا 7 للنجم الساحلي ونفس الموضوع أكبر نتيجة فوز كانت 3-0 للنادي العالي في 2005-31 للنجم الساحلي في أفريقيا ترتيب المجموعة الرابعة كان النادي الأهلي تأهل إزاي بقى يتدي في مصور الفرقين كان النادي الأهلي تأهل ثاني المجموعة في الرابعة بعد الوداد المغربي كان عنده 12 نقطة ونادي الأهلي خصل على 11 نقطة عشان يتأهل للمواجهة اللي في الأدوار بعد كده اللي قابل فيه فريق ترجيء التونسي خلينا نقول أن النجم الساحلي كان هو متصدر المجموعة برسيد 12 نقطة وكان بعضه في رفيارو في المركز الثاني بـ 8 أهداف فهدفي الفرقين في البطولة ديجو فارياس أكوستا البرازيلي بـ 4 أهداف وفي النادي الأهلي النيجيري جونيور أجاييل إن شاء الله يكون له دور كبير جداً النهاردة في مواجهة دفاعات النجم ومشوار الأهلي في البطولة الأفريقية مشوار مهم جداً هتجي مع حضراته في الأهلي بيتبس وبعد كده مر لأدوار المقبلة طبعاً المجموعات كانت فيها مواجهات مهمة جداً كان أبرزها مواجهة الوداد المغربي اللي دلوقتي وصل للدور النهائي وده بيبين لك أن مجموعة النادي الأهلي كانت طوية عشان كده النادي الأهلي تأهل في مشواره لم يكن سهلاً بقول لحضراتكم ما فيش بطولة النادي الأهلي خد في دورة أبطال أفريقيا إلا وكان فيها العديد من المراحل الصعب خلينا نستعرض مع حضراتكم رحلة الجمهور الجمهور العظيم جمهور الأهلي اللي هو المحرك الرئيسي لبطولات النادي الأهلي عبر تاريخه الجمهور اللاعب رقم واحد الجمهور اللي لما يكون موجود بيكسر الدنيا كلها ورحلته هو رايح ملعب برج العرب حاجات جميلة جداً جمهور النادي الأهلي جماعة لما تشوفه تحس بحاجة تانية ممكن تبقى أهلاق وسهو جمهور النادي الأهلي لأن عشقه وأغاني وأماني وكل حاجة حلوة أنت عايز تشوفها في كرة القدم تشوفها مع جمهور النادي الأهلي نطلع ونشوف جمهور النادي الأهلي ونرجع ونكمل تلام مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان هنا طبعاً من محط الترامسيس وتجمع جمهور النادي الأهلي قبل الصفر إلى برج العرب ومبارات الأهلي والنجم السحلي في إياب بالدور نصف النهائي لدور الأبطال الأفريقية بالطبع جمهور النادي الأهلي في كل مكان بتحتشد منذ الصباح الباكر للصفر الاسكندرية ومسند التفاريق النادي الأهلي وهنا من أمام مسجد الفتحة تحديداً في ميدان رمسيس معي عينات من جمهور النادي الأهلي لتستعد من الآل للتجمع وركوب الحافلات للتوجه إلى ملعب المباراة منذ الصباح الباكر برحب بيكو قولي فكرة أنك تسافر من الصبح بدري أولاً أنت اسمك إيه وعندك كم سنة؟ اسمي حمد حسن سلام عند 14 سنة حمدت عندك 14 سنة فكرة أنك تجمع نفسك أنت وصحابك وتروح الماتش وتجيب تسكرة ويتفكروا فيها إزاي وشايفينها إزاي وهل مكلفة مادية بالنسبة لكم بتفكروا فيها إزاي؟ والله يقول له في دا الأهلي يعني إحنا الأهلي فوق رأسنا كلنا لو هو فين هنروح وراءه والله يعني أنا عايز أقول له حضرتك يعني للأهلي فوق أي حاجة يعني أنا طبعاً أنا في الجامعة مأجز من الجامعة ومأجز من شغلي عشان أروح الماتش أنا نازل من الساعة 6 وأعرف إلا أنا أوبال موصل إسكندراها تكون الساعة 2 يعني أوبال ما نخش اللي استدعت بأربعة بس كل حاجة يعني الحمد لله يعني هتروح لما الأهلي يكسب أول ما الأهلي يكسب طبعاً الواحد مش يحس بأي تعب مش يحس بأي حاجة مش يحس اللي يوم مروح تجمع بالتذكرة بكل حوالي 150-170 أنت في دراسة أو الله أصاب معهد تجمع نعم نظم معلومات الظروف الاقتصادية الحالية لما تجمع 150 جنيه في رحلة في مواطش ده بالنسبة لك ما تفرقش قدام الأهلي طبعاً ما يفرقش ما هو قدام الأهلي ما يفرقش طبعاً 500 جنيه ما هو قدام الأهلي ما يفرقش أي حاجة طبعاً هو الأهلي فوق أي حاجة ما يفرقش معها 500 جنيه أو 11,000 جنيه بإذن الله أرى الأهلي في أي مكان مش يتفرق فلوس المهم اللي احنا نسالت فريقنا أصبحت يعني أصبح الأهلي الوحيدة والحاجة اللي بتفرحنا في مصر بصراعة في زل الظروف اللي بتحصل في البلد دي الكرة اللي بتفرح الواحد بتفرح الغلابة أول حاجة الناس اللي ما تتم برح بتوع الشرطة الله أرحمهم كلهم وتحية ليهم كلهم تاني حاجة الناد الأهل إن شاء الله يكسب النهاردة وبأداء حلو ووليد أذر هو الله يساعدنا إن شاء الله ونشجع الأهل ليس نشجع لعيبة احنا بنشجع الأهل ليس بنشجع لعيبة عمد ميت عب زي أذر وزي أجاي زي أي حد في الناد الأهل أي لعب في الأهل إن شاء الله يكسبنا النهاردة أنا في دراسة حالياً بدرس وبشتغل الحمد لله دلوقتي خلاصين شغل كلنا بالليل وصهرانين لغاية مجالزنا نفسينا يبناش لغاية دلوقتي وعن أفضل صهرانين ويوم واثنين مقابل أن الأهل بس يفوز ويوصل الهدف اللي احنا عايزينه كلنا حاجة كويسة يا قال من احنا نقف جنب الأهلي وكده احنا نقف جنبه عشان يكسب ان شاء الله ان شاء الله اللي علي يكسب اتنين سيف مش مهم مع اي حاجة المهم حب النادي الأهلي وان شاء الله هنستعد ونقصب ونقض افريقيا ان شاء الله ان شاء اللهladه اتتعال ان شاء الله بإذن الله هنقصب اتنين سيف وان شاء اللهاله يتفضل طلع عمري فوق وان شاء الله التتعال هو بيروح على طول موتوشة على طول تعالى لكن المرة دي انا قلت له اعزو روح معاك الموتشي له انت كده متطامن وطرايا هتشجع باب راحتك ولا ايه واتنين سفر الاعلي بازن الله اشتركوا في القناة كل مشاهدي ومتابع قناة الاهلي في كل مكان وخلاص الاستعدادات على اهبها طبعا بالنسبة لنادي الاهلي قبل هذه المباراة الهمة جدا 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 امام قريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دور اطال افريقيا وقبل بالتحديد اقل من 3 ساعات على انطلاق هذه المباراة خلاص كل العب النادي الاهلي جاهزين بنسبة 100% ان شاء الله انهم يقدم مباراة قوية ان شاء الله من خلالها يقدروا يفوزوا من خلالها يقدروا يتأهلوا للدور النهائي من دور اطال افريقيا ومن ثم تحقيق هذه البطولة الهمة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن فريق برنامج الفريق النهاردة الامور كان يتمشي ازاي بالنسبة لفريق النادي الاهلي النهاردة طبعا كان فيه معاد الفطار معاد القادة طبعا بالتحديد كان فيه تمام الساعة الثانية ظهرا بعدها طبعا كل اللعاب النادي الأهلي توجهوا للغرف الخاصة بهم هيكون فيه بالضبط بتحديد بعد نصف ساعة من الآن المحاضرة الأخيرة من كابتن حسام البدري للعابين واللي هيكلم فيها عن التشكيل اللي هيبتدي بها هذه المباراة لشكل تكتيكي السيناريو اللي هيحدده إن شاء الله من خلاله النادي الأهلي يقدر يتأهل الدور النهائي محاضرة يمكن هتستغرق حوالي نصف ساعة بعد المحاضرة مباشرة هيتم التوجه لإستاذ الجيش ببرج العرب واللي هتقام عليه هذه المباراة الهمة طبعا اللعبية النادي الأهلي هيوصلوا إن شاء الله للإستاذ قبل ساعة ونصف بالتحديد من انطلاق هذه المباراة واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبة لنادي الأهلي التشكيل مش باين خالص ما فيش أي ملامح واضحة بالنسبة تشكيل للنادي الأهلي خصوصا في آخر التدريبات وبالتحديد التدريب الأخير بالأمس ولكن على الملعب الرئيسي بإستاذ الجيش ببرج العرب كابتر حسام البدري يمكن ما كانش أو ما حددش الشكل اللي هيلعب بيه أو التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة خصوصا في الزل تواجد بعض الصحفيين التونسيين واللي بيأزروا أو اللي كانوا مرافقين للبعثة الخاصة بفريق النجمة الساحية فطبعا كابتر حسام البدري يمكن ما محبش إن هو يوري الجميع شكل التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه هذه المباراة ولكن الأقرب لتعويض غياب حسام عشور هيكون هو رمي ربيع على لعب النادي الأهلي مدافع النادي الأهلي حسوسا أنه أدى في هذا المركز في أكثر من المناسب وشكل أكثر من رائع فالتالي رمي ربيع هو الأقرب لتعويض غياب حسام عشور اللي هيعود غياب أحمد فتحي خلاص هو محمد هاني لعب النادي الأهلي الواعد وله أخير ده لعب مهم جدا من نسبة النادي الأهلي ولعب جيد جدا لكن إن شاء الله أي تشكيل هيختاره كابتر حسام البدري لأداء هذه المباراة هيبقى تشكيل جيد ومهم جدا من نسبة الفريق من خلاله وإن شاء الله يقدروا إن هم يتأهلوا الدور النهائي طبعا تواجد الجمهور النهاردة حوالي 50 ألف متفرج هيكون شيء جيد وإيجابي جدا بالنسبة للعبين إن شاء الله يكون حافظ قوي بالنسبة للعبين إن هم يأدوا مباراة قوية جدا أمام فريق النجم السحلي وأكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبة لنادي الأهلي إن هو يأدي مباراة قوية ويتأهل الدور النهائي النهاردة إن شاء الله لكن خليني سريعا أخذ أراء بعض الجماهير وبعض أعضاء النادي اللي دايما بيكونوا متواجدين بيأزروا النادي الأهلي دايما في أقوى المناسبات وطبعا لسأياما مباراة الأهلي والنجم السحلي في إياب دورنس في النهائي أستاذ ناصر برينس طبعا برحب بيك وأكيد مباراة قوية مباراة مهمة وكون مهور كتير إن شاء الله هيأذر النادي الأهلي الحمد لله رب العمين إن شاء الله ربنا يكرمنا من فضل النادي الأهلي أولا واللعيبة واللعيبة الأفاضل إن شاء الله ربنا هنصعد إن شاء الله من غير مواطعة وهنقسم من فضل النادي الأهلي وجمهور ورأساء وفضل رب رب سبحانه وتعالى أولا وفضل المشجعين الجمال اللي معانا دول والتشجيع وربنا ينصرنا إن شاء الله وقناة الأهلي دي حاجة جميلة بتوصل الناس أول بول وحاجة ممتعة يعني بجد الله يعني حاجة جميلة جدا شايف مين يكون مؤثر النهاردة من العابد نادي الأهلي في المباراة والله أنا حاطت أمل في ربنا سبحانه وتعالى ويعني مثلا عرف اللي هو اسمها تلاب متع بينزل مش عارفين لسه طبعا نحن نحن نسه مش عارفين لكن وارد إن متع بيتقلق بالمناسبة في التدريبات بشكل جيد جدا وجاهز بدنية بشكل كبير جدا ممكن عبد متع بيكم يعني فيه فيه حاجة ناس لعيبة كتير جدا ومتعب حنا سمعنا لشعبس إن شاء الله ربنا عشان هو برضو رجل أفريكي كتير وعنده خبرة وربنا يكرمنا بيه وليسي ليمان سمعته هو ينزل برضو وإن شاء الله ربنا يكرمنا وعبد الله السعيد سمعته هو ينزل وإن شاء الله حاجة جميلة وكله جاهز رحمت في غياب وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله ينصر الجمهور اللي جاي من آخر الدنيا ده وهيمنا لزيزة يمنتخب مصري كده وهنفرح وإن شاء الله ونفرح بلدنا إن شاء الله أنا متوقع بس والله النتيجة يعني مسلا إيه أنا متوقع نفس بس إيه يعني واحد سفر ونكسب بسنة معاهم وممس بالخشب في الاتنين سفر ودي بقولها من قلب وصراعه يعني وحلمت بها مبارح وطبعا وطبعا ونعز الشهداء طبعا بلدنا والأفاضي اللي هم بيحمونا الشرطة برضو ربنا يكرمنا إن شاء الله والفوز والفضل ربنا وفضل الجمهور الجميل اللي وقف ده عايز أخذ تواقعتك المباراة إن شاء الله 2-0 يعني أجيك كده كده ومتفاعل وإن شاء الله طبعا أفريقيا التسع بس مطلوب إيه من لعبة النادي الأهلي مطلوب من نستفاد من أول عشر دقيقة ودفعت الجمهور إن شاء الله وأول عشر دقيقة نجيب جون إن شاء الله إن شاء الله من نستغل أول عشر دقيقة هجلنا فرص إن شاء الله شايف مين من لعبة النادي الأهلي اللي ممكن يتألق النهاردة ممكن يكون لي دور كبير جدا إن شاء الله النادي الأهلي يفوز أنا شايف النهاردة أجيي وعلي معلول هم أهم مفتاحين اللعب عندنا وأظر إن شاء الله لو مركز النهاردة هيقدر يعمل حاجة كويسة إن شاء الله إن شاء الله توقعتك للنتيجة أمير النهاردة قولي النتيجة كام وشايف مين من لعبة النادي الأهلي اللي ممكن يكون عامل قوي بالنسبة للفريق من خلاله يقدر يفوز هو طبعا إن شاء الله النهاردة 1-0 يكون إن شاء الله عماد متع بينزل ويفرح جمهور الأهلي وجمهور مصر كله غياب طبعا أحمد فاتح وحسام عشور ده ضربة أسمى النادي الأهلي بس إن شاء الله الرجال الموجودة يكون قد المسؤولية وإن شاء الله نفرح كلنا النهاردة إن شاء الله كامل نتيجة 1-0 إن شاء الله إن شاء الله شكرا طبعا دي كانت بعض انطبعات وأراء جمهير نادي الأهلي قبل هذه المباراة الهمة ومهتكبة طبعا غياب أحمد فاتح وغياب حسام عشور أكيد هو شيء مؤثر بالنسبة للجاز الفني لكن في نفس الوقت النادي الأهلي مليء باللعبين الجيدين اللي يقدروا يعوضوا غياب لعبين كبار زي أحمد فاتح وحسام عشور خلاص كل فريق خلاص بقى مستعد لهذه المباراة نتمنى في النهاية إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق ويحقق النتيجة المرجوة اللي من خلالها إن شاء الله نتأهل لنهائي دور أبطال أفريقيا ووراة صعبة من السهلة رغم أن الأهلي يعتبر محقق جوزي كوائز ومن داخل هدف هناك هذا شيء جميل يعتبر في فيمبورات يذهبوا العودة أنا شايف إن المباراة فين هوت هتبقى الأهلي يلعب على إن هو يخطف هذا في الدهاية الأولى يقدر يحقق بيها الفوز ويصعب بيها للمباراة النهائية عشان خاطر إن نقدر يعيد تاني من قلتة لأفريقيا الأمور يمكن صعبة شوية في نصف ملعب عن النادي الأهلي لكن أنا شايف إن هي عودة عبدالله السعيد وده يكونه القايمة من جريد ده ممكن يكون أحل من الحلول اللي هو يخليه في أفريقيا درق المباراة القواية جدا فريثين من أكبر الفرق في أفريقيا يعني اللي كنين مرشحين بقوة لنفوز باللقب في النصحة الحالية نتيجة مباراة الزهاب برضو يعني مخلية للمباراة طابع قوي جدا نتيجة مباراة الزهاب مش مركحة فريد يعني كفت فرق من فرق النجم السحيلي جدا إن هو يفوز 2-1 نتيجة 2-1 دي يعني إمكانية كبيرة فريد النجم نهو ممكن يقدر يحال نتيجة جبير نفس بقاة الزهاب يعني بوضع عنده فورسة كبيرة جدا جدا إن هو نفوز ويسعد المباراة النهائية خصوصا إن هو متعم في برج العرب بخلسين ألف متفرج بتأكيد مباراة الزهاب النجم السحيلي مباراة صعبة جدا خصوصا بعد نتيجة الموتشن سحيب خصوصا وخصوصا في نادي آية 2-1 فريد النجم يعني بلغة الكرة فريق لخم شوية عكس فريد ترجي بيلعب معك مفتوح مش بيدافع زي النجم أعتقد أن مباراة تكون صعبة على النادي الآهلي في برج العرب خصوصا كمان فزال غيابات النادي الآهلي بيعاني منها زي فسعم عشور لإصابة ومطر قيد أكاف ولكن الفترة الأخيرة سوف نقتربية النادي الآهلي وكابتن فسام البادري كان لهم بيأكد أنه عنده البلائر في الناحية اليومين لأ بديل زي الحمد هاني كويس جدا قدب شكل كويس جدا في مورش الاتحاد ومورش الرجاء وعطاكم أنه يكون بديل مناسب لحمد فتح وممكن بس عمل الخبر الأفريقية هيكون بس الغيب عن هاني ولكن على المستوى هاني يقدر يقدر يقدم بشكل كويس أكيد طبعا في قلل أنه تلعب في السين الفينال يعني فاية الدور ده يعني دور من الأدوار المهمة جدا طبعا كل فرقة توافعها بتبقى مختلفة جدا لما بتوصل للأدوار النهائية النجم السحلي عنده فرصتين عنده التعادل وعنده المجسل للأهل في العب على فرصة واحدة بس المجسل ما فيش غيره طبعا الصحابة كلها اتكلمت عن المسأليات وقالت أن النجم السحلي جاي بكمل قوات ضربة جاي بطائرة خاصة جاي مهتم جدا بالتأكيد طبعا معها برضو جماهير هتيجي في أزرو في المباردية لكن طبعا العامل للأرض والجموع يكون في صلاح النادي الأهل أكيد إن شاء الله عندنا 50 ألف متفرج في ستدبرج العرب بإذن الله يقدروا يسمعوا الفرق مع النادي الأهل هذا النجم السحلي بما يملك من فريق قوي لكن النادي الأهل دايما عنده حصن نظامنا جاي مهيرو وموريدي دايما في المواجهات الصعبة أتلاقي حاضر وبقوة بخبرات لعبي الكبار وبخبرات حسن البادر المدير الفني في المباراة الأهل الجاهز لهذه المواجهة جديا في وجود المائسة عبدالله السعيد ووليد سليمان وتعافي الشريف إكرام الحارس الكبير اللي بيبقى له دور كبير في قيادة الفرقة مع الموجودين في الملعب المباراة فرضة نفسها على كل اللي بيحصل في وسط الرياضي في مصر لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهل والنجم السحلي شايف تركيز كبير جدا على المباراة على استعدادات الناد الأهلي على غيابات الناد الأهلي على تركيز الناد الأهلي في المباراة الحضور الجماهيري هيبقى شيء مؤثر جدا في المباراة بتهيالي ما فيش اهتمام أكبر من أي حاجة بتحصل في الوسط الرياضي في مصر أكتر من المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكتر من المباراة أكتر من المباراة مدرب فريق ومنتخب تونس كاتين ناجي براحب بك في البداية طيب براحب بك وفي الأهم من كل ده أنا براحب أخوي وصديقي وأروع إنسان قابلته في حياتي بجد بجد في كل الصفات الحلوة ربنا بديها له كلها وهو مداش لحد منها يعني هو احتفظ بها النفس يعني الكرم والأخلاق وطبعا مدرب قدير ويعني أنا فخور فعلا أنا اشتركت معاه سنتين وحققنا حاجات حلوة في نادي بالجيش القطري فأنا براحب بيه سعيد جدا 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 بتواجده معنا النهار النبي المعلول طبعا مدرب قدير ومدرب كبير مدرب المنتخب التونسي براحب بك في البداية ومن نور مصر أهلا بيك الله ينوركم أهلا كل إخواننا المصريين وإن شاء الله المباراة هذه تكون مباراة متميزة نشوفها إن شاء الله في البداية طبعا عايزين أو عايز استغل الفرصة أن أنتم متواجدين معنا ونتكلم من ناحية الفنية شوية عن مباراة الأهلي والنجم السحلي أكيد مباراة مرتقبة اللي حيك سب حيوصل للمباراة النهائية وبطولة مهمة أكيد لكل جمهور سواء جمهور النادي الأهلي أو جمهور النجم السحلي من رؤيتك كابتال ناجي شايف المباراة الزي أنا شايف أننا نروح نتغد بتنبيل معلومة معنا طبعا المنتخب التونسي مقبل في الأول طبعا مباراة مهمة مباراة حسيمة مباراة فاصلة كلنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي أنه يتأهل شعب حبيب بالنسبة لنا كلنا وأكيد نتمنى له فرحة مباراة شايفها كما مباراة ليبيا وأكيد إن شاء الله من خلالها يوصل المنتخب التونسي لنهاية الكأس العالم أولا مليون مبروك مرة أخرى لكل الشعب المصري على تأهل كأس العالم ويستهل المنتخب المصري طبعا تنظر فينا مباراة صعبة مباراة أجوار ضد المنتخب الليبي المنتخب التونسي لازم يكون مركز في المباراة هذه لازم يحضر بكل جدية ويكون منضبط خاصة من الناحية تكتكية لأنها مباراة صعبة ولو أنه نقطة تكفي من منتخب التونسي لكن المنتخب التونسي حاليا قاعد يقدم فيه مردود متميز في كل مباراة اللي لعبها وإن شاء الله إن شاء الله نفرح الجماهير التونسية وإن شاء الله المنتخب التونسي يتأهل كأس العالم فأش تبقى معي ومخدش هين تبس عن مباراة النهاردة مباراة الأهلي والنجم السحلي رؤيتك الفنية المباراة شفزي مباراة صعبة بدون أن نشك أنا لعبت مرتين ضد الأهلي لما كنت ندار في الترجي مرة فزنا تأهلنا ومرة المرة الماضية فزنا في تونس هدف سفر وتعدلنا في القارة هدف لهدف في الفاينل تعادلنا في الإسكندرية هنا معناها هدف لهدف وكنا الأقرب لكن النادي الأهلي قلب الطاولة في تونس وشفنا أيضا الأهلي والنجم السحلي تعادلوا في تونس في سوسا ونجم السحلي قلب الطاولة على الأهلي يعني كل النتائج ممكنة في هذه المباراة كان مباراة ديربي ويسعب التكاون فيها شكرا شكرا طرح تتغذى بقى طبعا ده كان لقاءنا الهم جدا مع كابتن أحمد نادي ندرب حراس مرمى منتخب مصر و أيضا كابتن نبيل معلول لمنتخب القدير لمنتخب التونسي والأكيد من أن نتمنى لهم كل التوفيق لكن الأهم أننا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المباراة النهاردة إن شاء الله يقدر يفوز على فرق النجم السحلي من خلال هذه المباراة يقدر تأهل الدور النهائية ومن سمى تحقيق هذه البطولة الهم اشتركوا في القناة 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 و أيضا عنده النجوم من نجوم المنتخب التونسي وليد كيف يدخل للنادي الأهلي هذا اللقاء خاصة أن النجم السحلي متفاوج بهدف في سوسة و النادي الأهلي عليها التعويض اليوم في ملعب برج العرب يعني خلينا نقول إن مباراة النهاردة ممكن نسميها مباراة السيناريوهات المتشابكة وهي قطعا هي أصعب مباراة لكابتن حسام البدري في الولاية الأخيرة اللي هو فيها دلوقتي مع النادي الأهلي أصعب مباراة وجهته و إن شاء الله بعد صعود النادي الأهلي للنهائي دي كمان هتكون أصعب من المباراة النهائية لأسباب كتير الأسباب كتير وأهمها إن أنت النهاردة طبعا خسران اتنين من أهم لعيبة فريقك اتنين من محاور أداء النادي الأهلي اتنين ما فيش ليهم بديل اتنين هم الأفضل في مركزهم في مصر ومن الأفضل في أفريقيا اتنين دايما بيعملوا الفارق للنادي الأهلي في كل مباراةه سواء على الصعيد الدفاعي أو على الصعيد الهجومي بنتكلم طبعا عن أحمد فتحي وعن حسام عشور السيناريوهات الحقيقة أنا بأشفق على الجهاز الفني للنادي الأهلي لأن الموقف فعلا صعب ويعني مع طبعا الاعتراف بقوة النجم السحلي لكن فكرة أن أنت تدخل النهاردة وانت عندك محورين مهمين هتفكر كتير جدا 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 في طرق تعوضهم هتعوضهم إزاي هتغير الخطة بس كابتر حسام بدري مبارح صراحة في المؤتمر الصحفي وبعد ما قد رسالة جميلة جدا بقرأة الفتاحة على شهداء الشرطة كان بيكلم أن أنا عندي البديل والبديل جاهز وإحنا فرقة كبيرة وعندنا لعيبة تقدر تعوض أي غيابات آه عندي غيابات صعبة ولكن النادي الأهلي عنده فيه قائمته إلا البديل والفرقة الكبيرة وليد لازم يكون عندها الوليد القوي حتى تأخذ البطول لأنه أنت طبيعي جدا نجمه يجيلك إصابة في أي وقت حتى في التمرين تصرحات محترمة جدا من كابتر حسام البدري ولازم يقول كده عشان يزرع الثقة في فرقته طبعا هي قريدي الثقة عند لعيبة النادي الأهلي ده فريق بطولة وكل اللعيبة احنا كنا تكلمنا في أكتر من موقف أن القائمة بتاعت النادي الأهلي الأزمة اللي فيها أن هي كلها نجوم وأزمة كابتر حسام بدري في مباراة كتير جدا أنه بيبقى عنده 16-17 لعيب جاهز في مستوى سوبر وبيبقى محتار يلعب مين لكن أنا بتكلم عن اسمين محورين يعني محورين حسام عشور ده قلب الفريق أحمد فتحي اللاعب اللي تقدر تستغله في أي مكان وفي أي موقف ومهما كانت حالة الفريق دايما أن أحمد فتحي عنده لحد الأدنى سأقول لك حيوالي برضو النادي الأهلي كسب التراجي التونسي فيه 2012 وما كانش أبو تريكا وما كانش بركاته وما كانش ستبعوا بيلعبه ويعني برضو دول من النجوم الكبار اللي النادي الأهلي ساعتها لعب ببعد اللعب كان أحمد شديد إداوي الباك الشمال لنادي الأهلي محمود والنادي الأهلي ستطاع أنه يحرز الفوز واحدة من أفضل مباراة النادي الأهلي في تاريخه جدا 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 صحيح أنا بتتفع معك طبعا ومع دكتور وليب برضو صحيح الغيابات موسرة لكن الميزة في الموضوع ده ممكن ناخد الجانب الإيجابي أن النادي الأهلي كل ما بتزيد الصعوبة وكل ما معادن لعبت الأهلي زي الدهب يعني كل ما بتزيد الاحتراق هتلاقيه بيلمع هي دي الميزة إن شاء الله بإذن الله نشوفه النهاردة اللعيبة حتى لو في فوارق فنية هتلاقي الروح وهتلاقي الحماس والقتال في الملعب لازم هتلاقي ده وهي دي سمة لعب النادي الأهلي أنه هو بيقدر يلعب بروح وروح البطولة اللي هي من أهم 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 مؤسسات النادي الأهلي بيزراعها في أي لعب بيدخله حتى لو مش من أولادي النادي يعني لو شفنا النهاردة هشام لو لعب أو رامي أو أيا كان غيرنا حتى الطريقة هتلاقي اللعب اللي بيقدي بيحاول وبيقاتل لأنه هو النهاردة مباراة قتال مباراة روح أكتر من أنها فنيات أكتر من أنها أي حاجة تانية لازم هنعوض الغياب ده بأي طريقة النادي الأهلي 19 بطولة منهم 8 دورة أبطال أفريقيا 4 دورة أبطال قؤوس وحدة كونفترالية وسوبر وحاجات كتير جدا كل ده جي بالعطاء في الملعب روح الفلينة الحامرة والرموز الكبار وأيضا دعم الجمهور الذي لا ينتهي وليد هرجع لك مرة تانية قائمة النادي الأهلي النهاردة بنتكلم على من المتوقع أن يكون رامي ربيع بيلعب جنب عمر السولية من المتوقع أن يكون مؤمن وأجايي ووليد أزارو هنجيب تشكيل المتوقع أمام حضراتكو الآن كابتا حسام البدري كيف يواجه خط وسط النجمة السحلي خاصة أنه من أفضل خطوطه داخل الفريق والمدير الفني بارف الود جاي ألا أنا بلعب على الفوز ما هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه أن كابتا حسام البدري هيبقى قدامه عدة سيناريوهات علشان يختار ما بينها السيناريو الأفضل اللي يواجه به فهو قريدي كان عنده منظومة ماشية بفكر معين فخلاص العاجلة ماشي لما بيحصل الموقف والمشكلة أو الموقف الموقف مش هنقول إن هي مشكلة إن شاء الله فهنا بقى بيبدأ يختار ما بين عدة السيناريوهات السيناريوهات إيه؟ أنه يخرج رامي ربيع زي ما هو الأقرب النهاردة من خط الدفاع من قلب الدفاع ويرجعه المركز وسط الملعب اللي هو قريدي كان لعب فيه من بدايةه اللي هو فيه فترات كبير جدا ولعب كسعان في اليابان طبعا آه وتقلق فيه تقلق فيه رامي ربيع من كان لعب وسط مميز ويمكن هو لما رجع الدفاع كان رجع لأسبابه خلاص وتقلق في الدفاع فكمل في خط الدفاع والاعتماد على محمد نجيبي اللي كمان لما بينسل بيقاد في شكل كوي فده هو السيناريو الأقرب الحقيقة زي ما انت قلت خط وسط النجم السحلي هو أقوى خطوطه والنهاردة طبعا احنا سريعا بس دي كاميرا في برج العرب بيجيب لك كل أحوال الجماهير وايضا عندنا الفندق الإقامة للنادي الآلي لعبة النادي الآلي وهي كبت تناول الإفطار ومعها طبعا دكتور هاني خصائي التغزية في النادي الآلي ايضا وجود البشمهندس محمود طهر رئيس مجلس إدارة النادي الآلي والدعم رئاسة أو إدارة النادي الآلي للفريق ده شيء مهم جدا ولما بيحسوا بيقى المسندة يكون جمهورك معاك ويكون رئيس النادي موجود تفرق كتير جدا مع نفسية اللعبة كامل وين خط وسط النجم السحلي كنا بقول أنه أفضل وأهم خطوطه ومعظمهم لعبة دوليين ومؤثرين وفرقين في الهدفين كان أمين بن عمر وعليا لبريجي وسط مهاجم وبين عمر ووسط مدافع والذين لقى بخط وسط ويجابه هدفين في النادي الآلي فإذن مواجهة خط الوسط هتبقى محتاجة فكر هتبقى محتاجة رسم من كابتر حسام البدي يواجهه إزاي النهاردة أنا متوقع كنت لسه بتكلم مع محمود قبل الهوى إن ممكن فيلود يلعب بثلاثة ديفندر بدل ما يلعب بثلاثة ديفندر بدل ما يلعب بثلاثة ديفندر وده غالبا الأقرب يعني اللعب زي حمزة الأحمر كان بديل في المباراة الأولى أو لعب المساكني أو لعب المساكني مكاني ممكن أو المساكني ينزل مكاني وممكن النهاردة يلعب مكاني المساكني ياخد واحد من التلاثة اللي ضحت رأس الحربة هو أو علي البريجي والأقرب المساكني يعني ويحط حمزة الأحمر حمزة الأحمر لعب دولي ولعب خبرة ولعب دولي يعني لعب أساسي ومش لعب بديل فإذن هيبقى عندك ثلاث لعيبة أقوية في وسط الملعب ترابولسي وحمزة الأحمر وبن عمر تمام إحنا كنا لو تفتكر قبل مطش الرجاء اللي فات لما كنا بنتكلم عن المباراة قلنا إن أجايه ممكن يغير فكر كابتا حسن بن بدري خليلها في أوقات 4-4-2 وفعلا النادي الأهلي من المرات الأوليلة وتقلق وأجاتها الفريق المباراة اللي فاتت قدام الرجاء أجايه دخل كامل مع وليد أزارو في اللجوم ولهب مؤمن وصالح جمعة تحتهم فبقت طريقة 4-4-2 أجايب يعرف يتحرك كويس في منطقة الجزاء وبرها وراح على اليمين وراح على الشمال فإذن كان لعيب محوري الدكف خلى الخطة 4-2-3-1 وخلى الخطة 4-4-2 فالنهاردة ممكن أجايه لو دخل في القلب وهيدي لصالح جمعة فرصة أنه هو يزود منطقة وسط الملعب مع رامي ربيعة ومع عمر السلية فده ممكن يكون الأقرب جماعة الصورة بتعبر قد إيه جمهور النادي الآهلي عنده الثقة عنده الأمل عنده الطموح الكل محتشد الكل عنده ابتسامة ابتسامة الأمل ابتسامة الثقة عشان كده انت أهلاه وبص بص يا جماعة قد إيه هو ده النادي الآهلي هو ده النادي الآهلي هو ده سر عظمة النادي الآهلي هو عشان كده نادي القرن عشان الجماهير الجميلة الجماهير العاشقة للتيشرت الأحمر أو القميص الأحمر الكل يعشق النادي الآهلي بص جماعة اللي مكتوب على القمصان بص الناس حبة إزاي ناس عندها تفاؤل عندها ما عنداش مشكلة بقى مين غايب الأهلي بمن حضر الكل هيكون موجود ومكتوب في على أحد القمصان فايت فور فيكتري يعني قاتل من أجل الفوت هو ده عنوان وسر جمهور النادي الآلي وهو سر عظمة النادي الآلي في جمهيره محمود أروح سريعا النادي الآلي وطريقة لعبه هل ممكن مؤمن يغير مركزه من الناحية اليسرى للناحية اليومنا عشان يقفل على النجاز او هل ممكن يغير مكانه عفوا من ناحية اليسرى لناحية اليومنا ومؤمن يجي ناحية الشمال عشان يوقف النجاز ويقدي يكون في بعض الأمور الفنية هذا التشكيل المتوقع نقوله لحضراتكم في حرص المرمى الشيفة الكرامية سعد السلامير محمد مجيب محمد هاني في الجانب الأيمن علي معلوف في الجانب الأيسر رامي ربيع وبجوارو عمر السلية صالح جمعة مؤمن زكري وجونيور أجهية وليد أزارو وهو ده التشكيل أعتقد اللي ممكن يبدأ به الكابتن أحسام البدري ناخد مع حضراتكم تشكيل أيضا النجمة السحلي قبل ما ياخد تعقيب زميلي محمود سليم على طريقة اللعب وأيضا وليد الحديدي اللي نورنا في الاستوديو اليوم في حرص المرمى أيمن المسلوسي أو أيمن البلبولي وعمر كوناتي ورامي البدوي حمد النجاز وغازي عبد الرازق وفي خط الوسط الترابلسي وأمين بن عمر وعليا البريجي ومن الممكن أن يكون حمزة الأحمر مكان إهاب المساكني وبنجورة وديجو أكوستا أو عمر مرعي ده ممكن أن يكون التشكيل المتوقع أو التشكيل المدير الفني الفرنسي هل مؤمن زكريا ممكن يكون حل إيقاف حمد النجاز؟ خلينا نبدأ الأول من تشكيل النجمة المتوقع لأننا حسب الزميل أحمد يماني متابع جاد للكورة التونسية تشكيل النجمة يكون فيه ثلاث تغييرات دي حسب التقرير التونسية أن عمر محمد كوناتي قلب الدفاع مش يبدأ هيبدأ على حساب رومي البدوي وزياد بوغطاس وعلى الشمال غازي عبد الرازي وعلى اليمين حمد النجاز وسط الملعب هيزيد عليهم حمزة الأحمر هيبقى أيمن الترابلسي وحمد أمين بن عمر وحمزة الأحمر على حساب أهاب المساكني على اليمين هيبقى بنجورة وعلى الشمال عليها البريجي وفي الهجوم هيدخل أكوستي على حساب عمر مرعي دي التغييرات المتوقعة على التشكيل نرجع بقى لقصة مؤمن زكريا كابتن حسين البدري هيبقى عنده مشكلتين النهاردة وممكن بقى نعرض أول صور من رقم واحد قوة النجم الساحلي زي ما كلنا عارفين الجبهة اليمين الجبهة اليمنى للنجم بقيادة حمد النجاز وبنجورة هي اللي بتعمل الشغل كله في مباراة الأهلي اللي فاتت في التلت الهجومي فاخر مربعين في الملعب يمين وشمال النجم استلم في اليمين 17 مرة في الشمال 4 بس فده بيوضح قوة الجبهة دي بشكل كبير حتى في مباراة أهلي ترابلوس في الشمال استلم مرة واحدة وفي اليمين حوالي 14 يعني حتى انت بتقصد ان حتى الهدف الأول اللي أحرازه قال البريجي ان كان جاي من الجبهة اليمنى تم تحضيره وبعد ذلك عملت الكرة العرضية وجدت خطأ من دفاع النادي الأهلي وكملها البريجي إذن هو صناعة اللعبة تأتي من الجبهة اليمنى للنجم السهلي بالضبط هي أهم أسلحة النجم السهلي في الجبهة اليمنى فأنا محتاج مؤمن زكريا في الجبهة الشمال قدام علي معلول عشان يدافع معاه ويسنده ضد حمد النجاز ولا في نفس الوقت أنا عندي مشكلة النحية التانية في محمد هاني دفاعيا مش بنفس الكفاءة اللي عليها أحمد فتح محمد هاني كلنا ساقة فيه بس محمد هاني مقارنة من بحمد فتري مش بنفس الكفاءة الدفاعية فأحتاج معاه جناح بيدافع بشكل كويس فهل هحط مؤمن يمين ولا شمال لأن أجايه هيلعب في الجبهة التانية وشوفنا في مبراطورة أن أجايه كان بيلعب يمين فممكن تكون دي الآرب ومؤمن يلعب شمال ويعمل جبه كمان السولية معدل جاريو عالي يبقى في ثلاثة وأنا أعتقد أن المشكلة هتكون ليه دفاعات النجم أكتر ما هي هتكون ليه دفاعات النادي الأهلي محمد هاني بجيد الاختراكات والنادي الأهلي هو اللي هيلعب على الاستحواز نروح نشوف تقرير لتاريخ مواجهات الأهلي والنجم ونرجع ونكمل كلامنا والتحليل الفني ما تروحوش بعيد النادي الأهلي حديد يترقب عشاق السحرة المستديرة القمة المرتقبة التي تجمع فريق الكرة بالنادي الأهلي بنظره النجم الساحلي في السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بإياب نصف نهاء دور أبطال أفريقيا ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق التونسي بهدفين لهدف وتقابل الفريقان في 12 مباراة على مدار التاريخ بواقع 5 مباريات في دور أبطال أفريقيا وأربع مباريات في الكونفيدرالية ومباراة في السوبر الأفريقي ومباريتين في دور أبطال العرب تعدل الفريقان في 7 مباريات وفاز الأهلي في مباريتين بينما فاز النجم في 3 مباريات وسجل الأحمر 7 أهداف في شباك التونسا كما أحرز النجم 7 أهداف في شباك أبناء الجزيرة توجه الفريقان للمرة الأولى في دور المجموعات ببطولة دور أبطال العرب وشهدت بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية في الثلاثة أعوام الأخيرة أربع مباريات بين الفريقين الأولى في موسم 2014 بذهاب دور الثمانية من البطولة تعادل ذهابا بهدف وتعادل إيابا بدون أهداف وفي موسم 2015 تقرر اللقاء بين الفريقين بدور المجموعات بالكونفيدرالية وفاز أبناء القلعة الحمراء ذهابا بهدف وخسر في الإياب بهدف وتقابل الفريقان في مباراة السوبر الأفريقي مرة واحدة عام 2007 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي لتحسم ركلات الترقيح اللقب ويتمكن المارد الأحمر من التتويج به بعد الفوز بنتيجة 5-4 لعب الفريقان أربع مباريات في دور أبطال أفريقيا الأولى في نهاية موسم 2005 تعادل ذهابا بدون أهداف وفاز الأهل إيابا بثلاثية ليتوج الأحمر بلقب البطولة ولعب الفريقان بنهاي دور الأبطال عام 2007 تعادل الفريقان ذهابا بدون أهداف بتونس وفاز النجم بثلاثة أهداف لهدف إيابا ليتوج بلقب بطولة عام 2007 أهلا منكم من جديدة مشاهدينا ونكمل كلامنا محمود وكنا نتكلم على كيفية إيقاف نادي الآلي الجابة اليوم للنجم الساحل ولكن خلينا نتكلم بشكل أوكع وده اللي أنا هتوقع من دي الآلي هيكون معا الاستحواز الأكثر زيادة عمر السلية ووجود صالح جمعة ومن الممكن أن يكون في أدوار لعبد الله السعيد ووجود صالح جمعة وعندك السلية وعندك لعيبة كرة النجم الساحلي هو اللي هيكون عنده مشكلة أمام الدفاع الهجومي للنادي الآلي ده اللي هيكون موجود مع الجمهور الكبير هيبقى دي مشكلة النجم الساحلي خاصة في أول ربع الساعة لاننا لعيبة كرة فيه النجم الساحلي قادرة على أنها تفك دفاعات البنجم الساحلي بالزبط طبيعي طريقة ده النجم الساحلي دامن هو الاستحواز استعوذ على كرة وبدأ ابن هجمة حتى ظهر في آخر مبارات الأهلي في الدور حتى في مبارات النجم في الزهاب هناك الفكرة اللي بدأ كابتن حسان البادر يعتمد عليها فكرة لافولبي اللي هي أشهرها بيب جوارديولا لما سافر مكسيك وخد الفكرة من الرجل ريكاردو لافولبي إن قلب الدفاع يسقط بين لعب الوسطة الارتكاز يسقط بين البن الدفاع وتطير الظاهرين وتفتح الملعب وتوسعه وأجنحتك تدخل جوة تشتغل بين الخطوط أو على الأطراف في راحتك طبعا النجم حتى لو لعب بطريقة 4-2-3-1 أو 4-3-3 في كل الأحوال هو هيلعب ضغط بتاعه متوسط المهاجم بتاعه عند خط السنتر بيبتدين عند خط السنتر اللاعب بتاعته بتبتدي تعمل زون بتقفل مساحات أكتر ما هي بتضغط بيسيب لك مساحة وبيقدم خطة فاو قبل حدود مواطنية الجزاء حتى ظهر في مباراة أهل ترابلوس اللي هي في الزهاب بره ملعبه أهل ترابلوس قدر يختاره ده عن طريق كرات قطرية خلف الأزهرة إذا ندور كرة الأول أناد للأهل هي دور كرة بالباس الكتير والتحرك عندك صالح جمع ما بين الخطوط يقدر يستلم عندك عمر الصلاة ما بين الخطوط يقدر يستلم أرجايية عندك محطة مهمة جدا وأظهره يجري في المكان اللي تلعبه فيها كرة ده اللي أنت تقصده بالضبط والأهم كمان مو من زكريا واللي عمل في برات الرجاء والخلخلة اللي عملها للدفاع في النواة كان شغال كان لعب رقم عشر كان هو صانع اللي بالحقيقي وكان صالح زي اللي قدام كان مو من بيدخل لجوه وقال يعني الظهير الأيمن للرجاء ما كانتش عارف يدخل وراه ولا يسيبه وبيسيبه بيبقى لعب حر وفري بيستلم خلف الخطوط يبدأ يطلع كل الخط ويزيد كمهاجم يتحرك صح جدا في ظهر الدفاع فكانت فكرة عظيمة جدا جدا التحرر بتاع مو من زكريا ومميز جدا جدا في الموضوع ده بقدر يعدها بشكل مثالي كمان فكرة التمرير القطري في استغلال الرامي ربيعة للموضوع ده ان انت بتحضر له بورا بالتلاتة وتنهل الكرة الرامي ربيعة هم بتدور حالو طبيعي ان جافة الشمال ليهم اليمين لينا بتفضى تعمل التمرير القطري عكس ترحيلهم فبتبقى فيه مساح ان محمد هاني يستلم ويعمل الكروس اذا وليد نادي القالي قادر بلعابة الكرة اللي موجودة عنده مكاناته الفنية انه يقدر يخلخل ويعمل مشاكل لفريق النجم الساحالي خاصة ان عندك وليد ازارو من الفراو ده اللي بتهدى اي دفاع من كتر اتحركات يعني اول حاجة لازم الاهلي يعملها النهاردة انه يصبر وينقل كتير في بداية المباراة تاني حاجة انه لازم يفتح الملعب قوي يعني لازم مؤمن زكريا لو يلعب في ناحية الشمال لازم يفتح الملعب قوي عشان الظاهير او المساج بتاعه ما يدخلش معاه فيقفل الملعب لازم اجايه لو هيتحرك ناحية اليمين لازم يفتح الملعب قوي هنا هيبقى دور صالح جمعة مع اللي هيزيد معايا عمر السلية انه هما يكملوا يعملوا الضغط من النص مع تحركات وليد ازارو ده هيفتح مساحات للنادي الاهلي قدام او في خط ظهر النادي النجم الساحالي اللي الاهلي هيكون محتاجها النهاردة فكرة تحرك مؤمن زكريا في مباراة الرضاء اللي محمود اتكلم عليها ده كان بسبب تحرك اجايه من الجنب الشمال لانه بقى جنب وليد ازارو او ناحية اليمين فده ده حرية او عمل خلخالة في اتفاع الرجاء او في اتفاع اي فريق اللي هو راسم خطته على شكل تكتيكي معايا للنادي الاهلي فلما اجايه لقى النادي الاهلي بيلعب باثنين رأس حاربة واجايه طبعا زي ما بنقول بيعرف تحرك كويس في مركز الراس الحاربة وتحت رأس الحاربة وهو النهاردة هيكون ليه دور كبير مع صالح جمعة لما ينزل مع صالح جمعة تحت وليد ازارو ومع تحركات وليد ازارو الهيلة جدا ده هيعمل شكل هجومي كويس للنادي الاهلي الحاجة اللي انا اتمنى انها تحصل ان يكون في توفيق للنادي الاهلي في موضوع الفرص النادي الاهلي مش بس وليد ازارو اللي بيضيع فرص النادي الاهلي بيصنع فرص كتير جدا 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 وبيستغل جزء قليل منها اتمنى ان الفينشنج يكون في توفيق النهاردة لان ده هيفرق كتير جدا خصوصا لو في الشرط الاول بإذن الله محمود النادي الاهلي دائما كاتر حسان البدري باعتمد على ضرب الديفنس بتقدم الاجنى بممكن ما نشوفش الجانب الايصر يتقدم كثيرا لان معلول الى حد ما ممكن يكون مهتم بمراقبة بنجورة والقادم سيكون النجاز او بن عمر هل ناحية التانية محمد هاني يلاقي كورة بيحب يتقدم كثيرا هل وارد ان تقدم محمد هاني النهاردة ويعمل كورسات ووجود بقى دخول جايب في منطقة التمنتاشر يقدر يختف فيها اهدف وده تأكيدا لكلامك في مبارات الزهاب كانت الجابهة اليمنى هي الاقوى للنادي الاهلي اعتقد كان ارسل ست كورات عرضية من ناحية اليمين ناحية احمد فتحي كمان الفرصة اللي وليد ازارو انفرد بها وضيعة كانت تحضيرها وصناعتها من ناحية اليمين بدأت من احمد فتحي وعبدالله وهشام وبعد ما عملوا الروتيشن قدروا يلعبوها الوليد سليمان ووصلت في النهاية لأزارو منفرد فالجابها اليمين للأهلي اشتغلت في مبارات الزهاب كويس وخلقت فورستين حتى التانية كانت احمد فتحي عملها كروس الورى بس ما كانتش بالانضباط المطلوب كمان احنا ممكن نتكلم اكتر عن احنا كلمنا عن التنظيم اهم حاجة بقى فكورة اللي مورينيو بتكلم عنه عملية الانتقال اللي هو بيقول انا اهم حاجة عندي فكورة اهم من النقرات السابقة الحالات الانتقالية الفريق اللي بنتقل من الدفاع والهجوم والعكس ده نقطة ضعف ممكن استغلها جدا والاهلي قدر يتغلب على الترجل تونسي هناك بالفكرة دي جبنا جنين بانطلاقات بتحول من الدفاع للهجوم في شغل مرتد سريع جدا ممكن نعملها بالعكس بتحول من الهجوم للدفاع اول مفرد الكورة لازم اضغط بشكل قوي جدا 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 استخلصها في المكان اللي هم لسه فيه حتى لو لعيبتهم بدأت تتحول هيتظهر للمساحة لان هم كانوا منظمين وبيفكروا ان هم هيتظهروا له الهجوم فهيتظهر للمساحة اللي قدر استغل بها ده حتى الجنين الاول لصالحه جمع في ورات الزهاب كان بنفس الفكرة والضغط استغلنا نكمل كلامنا على هذا الامر ولكن عندنا تفرير مع زميلنا امير يشام مع سيدة اللواء محمود علام مدير التنفيذي السابق لنادي الاهلي نذهب لوجهد امير اليك الكلمة معي الان اللواء محمود علام المدير التنفيذي السابق لنادي الاهلي ساتله وبرحب بك واكيد مباراة مهمة ومباراة قوية بالنسبة لكل جمهوري النادي الاهلي وانت دايما بتبقى موجود وتأذر الفريق في المباراة الصعبة طبعا طبعا بمس على المشاهدين وعلى جماهير النادي الاهلي وطبعا انا بطمنهم ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز النهاردة بإذن الله المباراة صعبة وسهلة في نفس الوقت صعبة لان احنا لازم نكسب ولازم نسجل جون واثنين وثلاثة عشان نأمن المباراة والسهولة بتاعتها في ايدينا احنا في ايدينا اللعيبة بتاعتنا وفي ايدينا الفرقة بتاعتنا لانها مش معتمدة على نتيجة حد اخر فريق اخر الكورة عندنا وفي ملعبنا وان شاء الله لعبتنا عمرها مخزلتنا وهنكسب النهاردة بإذن الله وهنتاهل للنهائي وهنلعب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله ببرج العرب شايف في المباراة ازاي توقعتك لها ايه ايه المطلوب من اللعاب النادي الاهلي النهاردة وفي زل كمان تواجد عدد كبير من جمهور النادي الاهلي طبعا الجمهور مهم جدا وهو دوت اللعيب انا بعتبره اللعيب رقم واحد اللي هو في فريق النادي الاهلي مطلوب من اللعاب نتنى الهلوء وعدم التصرع والتركيز في اللمسة الاخيرة في تسجيل الاهداف لان النهاردة ما احناش عندنا الرفاهية ان احنا نضيع اهداف زي ما كنا بنضيع في المباراة السابقة لازم النهاردة نسجل من النص الفرصة اللي هتتيح لنا لاننا المفروض ان احنا نسجل النهاردة اكتر من هدف عشان نأمن المباراة النتيجة النتيجة انا متوقع متوقع 2-0 ان شاء الله ان شاء الله ده كان لقاءنا مع الوقت محمود علام المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي شكل عام اجواء تفاولية هنا في مقر اقامة النادي الاهلي قبل هذه المباراة الهم ان شاء الله النادي الاهلي قادر نيفوذ ويتأهل للدور النهائي من دور ابطال افراد طبعا تقرير مهم جدا حقه شفته الجمهور جمهور عامل ازاي جمهور هو هيبقى ان شاء الله العامل المرجح دائما او ابدا لنادي الاهلي وليد سريعا هلأ فيه اوراق ربحة النادي الاهلي تقلب له موازين الامور وجود عبدالله السعيد على دكة البدراء او وجوده داخل الميدان ممكن يقلب الدنيا طبعا الاوراق موجودة دكة كلها نجوم تدعيم هجومي عنده عبدالله السعيد وعنده وليد سليمان ممكن يكون ليهم دور النهاردة الاثنين كل واحد دي طريقة لعبة مختلفة عبدالله السعيد ممكن ينزل جنب صالح جمعة ويحول الطريقة الاربعة واحد اربعة واحد لو عايز وليد سليمان هيكون لي دور اعتقد لو هو يعني في كامل حالته وفي كامل لاقته هيكون لي دور مهم في مباراة النهاردة هشان محمد لو خلاص يعني سليم انا مش عارف هو سليم بالنسبة 100% لكن ممكن يكون لي دور كمان في مباراة النهاردة السيناريوهات كتير زي ما قلت والموضوع محتاج اولا توفيق يعني هو محتاج توفيق في بداية المباراة الدنيا هتتسهل الناس ما تستعجلش المكسب لأن المباراة مستهلة احنا بدون دي اصعب طبعا دي اصعب زي ما قلت دي اصعب مباراة لكابتن حسام البدري في ولايته الحالية فالناس ما تستعجلش النجم السحلي فرقة انا شايف في بعض الناس بتستهون بالمباراة النجم السحلي فرقة قوية لكن النادي الاهلي قادر انه يتعامل مع فنية لان كافة الفنية بتاعة النادي الاهلي هي الارجح هي الارجح طب محمود سريع عن الدربات السبتة عندك علي معلول بيجيد بشكل كبير جدا ايضا عندك اللاعب صالح جمعة في نجوم كبار في النادي الاهلي قادرين على ان هم يستغلوا ضربة السبتة هل ممكن تكون عامل مرجح؟ طبعا في المباراة دي تفاصيل الصغيرة ده من هي اللي بتفرق يعني كرات السبتة لينا وكرات السبتة ليهم كمان خصوصا ان حمزة الأحمر بشكل كبير هيبدأ وده تخص كرات السبتة للنجم السحلي فكون عامل مؤسر جدا جدا كمان فكرة ان الكابتن حسام يصرح في المؤتمر الصحف ان هو مجهز اللاعبة لكل السيناريوهات المباراة يعني ده ده شيء كويس جدا ومطلوب في المباراة دي لازم اي سيناريو اي حاجة تحصل ما ينفعش اللاعبة يتفاجئ بيها وطبعا ان هو يكون محتفظ بلاعب على ديكة البدار زي عبدالله السعيد او صالح على حسب مين اللي هيبدأ فيهم هيكون عندك تغيير ممكن كمان تميلوا بتغييرين في الملعب لو رامي ربيع كان لعب نص ملعب ممكن تشيل مدافع وترجع رامي ربيع في الدفاع وتزود عبدالله او صالح فيكون عندك افكار كتير في المباراة دي والمرونة اللي شفناها حتى في المباراة الرجاء تقدر تدي كابتن حسين السقة ان هو يعمل اكتر من فكرة في الشوت التاني فان شاء الله بيزنين هيكون موفق بس ونستغل الكرات السابتة لنا او اي فرصة هجلنا نحاول نستغلها بقدر الامكان جونيور رجي ودخوله كرأس حربة تاني يفرق كتير مع النادي الاهلي جدا جونيور ومؤمن زكريا اللي اتنين مهمين جدا 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 في استغلال تحركات اظهر ومساحات اللي بقدر يخلقها له خصوصا قطة فاع النجمة اصلا عنده مشكلة في العمق الدفاع وفي الاتشانيلز اللي بين الازهرة وقلوب الدفاع فيقدروا اللي اتنين مميزين جدا في التحرف ويقدروا يستغلوا الصغرات بشكل مثال دي حاجة مهمة جدا النادي الاهلي قادر بإذن الله على الفوز بهذا اللقاء في النهاية طبعا نهاية فترتنا الاولى بشكر ضيفي اللا كبير والستاذ وليل حبيبي نورتين النهاردة وان شاء الله من الاهيكس ان شاء الله سعيد بالتوجد معك طبعا النهاردة ومع محمود وان شاء الله ان شاء الله الاهلي قادر انه يكسب النهاردة وان شاء الله نبارك لجماهير القرى المصرية بعد المقرأة بإذن الله وايضا محلل اللا نشط محمود سليم نورتين النهاردة وان شاء الله من الاهيكس ان شاء الله ان دي الاهيكس بثلاثة وصفر ان شاء الله وسيكون أنا كنت موجود معكم مع دكتور ولي لسا مكابلين مع حضراتكم عندنا لقاء مهم جدا مع سلمان هادي اللا جيار ولكن اترك لحضراتكم مع كابتن عبد الحميد حسن ونجومه اللا كبار كابتن ربيع السين كابتن قصام عربي متروحوش بعيد نادي الاهلي حديد موسيقى منتهى الأمانة أنا حسن موتش صعب وفيه عوامل مخوفان شوية بعض اللعيبة النادي الاهلي بيعتمد عليهم في الموتشاط اللي من النوع ده التقيلة يعني مش حيبقوا موجودين لكن أنا أمل طبعا في البديل اللي حيلعب انه حيبقى على نفس المستوى المسؤولية موتش صعب اه صعب من الموتشاط اللي لازم بتعملها ألف حساب اديها فيها تسوى كتير قوي اه لكن النادي الاهلي رغم كل ده معودنا انه هو النادي بتاع الموقف الصعب اللي من النوع ده اه انا بكتمنى النادي الاهلي اه وبعدني أعيز أقول لحاجة الموتش ده مش بتاع مدربين فيه جزء منه فيه جزء منه أبتع مدربين لكن فيه جزء تاني وده الأهم بتاع العيبة اللعيبة في قلب الملعب لو حس المقدار اللي هما بيعملوه هيسعدوا كم مليون زي ما حصل في موتش منتخب مصر الأخير ان شاء الله حينحقق ونجاح بس انا حس انه هيبقى نجاح في صعوبة الموتش بتاع المنتخب مصر أولا فرقة كويسة ثانيا جايين كسبانين سالسا عندهم طموح انه مكسبوا النادي الاهلي جوا مصر فلو ما كانش الاهلي متماسك جدا وما فيش يعني طبعا ده استحالة ما فيش حاجة أثر فيها يعني من ناحية نفسية لكن كمان أصل جمهوري النادي الاهلي لا سعد بيبقى حافز يعني تشجيعه تشجيعه بيروج الملاعب صحيح لكن في نفس الوقت أنا سعد بقيس نفسها لأنه لو أنا بلعب في النادي لو أنا بلعب في أرضيس الملعب دلوقتي تسمع كل هذا التشجيع وكل هذه الأصوات أنا ممكن تكون رقب تخبط في بعضها يعني لغاية دلوقتي مش قادر يتخيل دربة الجزائي اللي حط عم حمد صلح مش قادر تخيلها أنا أولا قمت وسددت وداني أنه مش حاجة مش حاجة أعرف حاجة بقلا بيقول بتخلص الحكاية فحي يعني هم موقف صعب لكن أنا أمل كبير جدا لعبت النادي لأهلي رجالة ومعودين أنهم في المواقف الصعبة دي بيكتازوا هذه المواقف وربنا حيكرمنا إن شاء الله والجمهور المصري كلها حتفل فيه نوع من الماتشات بنزل بتفرج عليها مع صحابي في الكافية في المونسين وفيه ماتشات بالدرجة خوفي بتخليني لأ أنا عايز أعود في البيت لأن كفاية أنا أستحمل الصدمة مثلا أنا الواحد لكن لو حسيت كبان أن صحاب أدي بيزعقوا ويزعلنين وبتاع يبقى الحملة يتقل قوي يعني ماتش مصري الأخير بتاع أغاندا دا لأ ورغم أن أنا متجيه معاد لكن منزلتش من البيت كنت خايف جدا لأن برضو وأحلام المصريين بقت لعلى درجتها ودحقوهم فماتش الأهل لأهل غاد ولا تيبيني وبينك أنا ما قررتش أنا نفسي أتفرج مع صحابي لأن بيبقى أعظم بصورة أنا بشوفها لما البلد كلها بتتقلب الناس كلها شايلين العلامة المصرية دا منظر لوحده يساوي ملايين لا ما بدرش أذهب لأستاذ دلوقتي لأ صعب جدا فأنا لسه ما قررتش هتفرج علي الوحدي ولا هتفرج علي فوسط صحاب لكن أتمنى الجيل الشجاع وأنزل تفرج علي فوسط صحاب برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وقبل ساعات من هذا اللقاء الحاسم جدا ما بين النادي الأهلي فريق النجم السحلي في إياب دور نصف النهاء من دور أبطال أفريقيا أكيد معي أراء وانتباعات بعض الجماهير أو أعضاء النادي الأهلي اللي حيأزروا فريق إن شاء الله من خلال تواجد في المدرجات معي في هذه اللحظات أستاذ إياد أحد الأعضاء اللي يأزروا فريق النادي الأهلي براحب بك في البداية وأكيد مباراة مهمة جدا اللي النادي الأهلي شايفها إزاي طبعا مباراة مهمة ومباراة مصيرية وإنهائي يعتبر الماتش النهاردة انتكسبت وصلت نهائي إن شاء الله وإحنا بس الحظين دايما بنقابل دايما شمال أفريقيا يعني تراجي نجم سحلي إن شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى وداد يعني مهمة صعبة طبعا المطلوب من لعبة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله مباراة مهمة زي دي وفي زل حضور جمهور غفير النهاردة ممكن يكونوا خمسين ألف أو أكتر بص الماتشات دي أهم حاجة التركيز يعني اللعيب الكورة لو مركز زي ماتش الترجل اللي هو التاني هناك ده بيبقى عنصر الفوز يعني طبعا الجماهير لها دور التكنيك اللي هو كابتن حسام طمع بيعملوا ليه دور لكن تركيز اللعيبة هو ده أهم حاجة بالنسبة المباراة مهمة جدا يعني توقعتك بالنسبة لا إن شاء الله نكسب بإذن الله أنا توقعتي 2-0 إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا 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 أيضا نلسا مستمرين معاك وطبعا وأراء بعض الحضور هنا معاك أستاذ هاني أيضا أحد عضاء النادي الأهلي توقعتك للمباراة مباراة أكيد صعبة ومهمة جدا بالنسبة لنادي الأهلي بطولة أفريكيا نهاردة المباراة تبقى ممتعة جدا متوقع نهاردة إن شاء الله الأهلي 2-0 إن شاء الله إن شاء الله نتأهل هنطلع 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 كاس علام أندي إن شاء الله رب العالمين وإحنا كجمهور الندي الأهلي وراف كل مكان برج العرب هنكون وراف كاس علام أندي إن شاء الله فإحنا إن شاء الله بنتوقع الفوز للندي الأهلي وكما إن شاء الله مباراة تكون ممتازة إن شاء الله رب عمين ممكن يتقلق لك من لعبة النادي لأهل والله إن شاء الله لعبة الأهل كلهم لعبة رجالة عاوزين بقى أزارو يجيب جون يعني نتمنى بقى أن أزارو مهم مين يجيب الجون مهم ينكسب إن شاء الله إن شاء الله رب عمين بس أزارو النهاردة إن شاء الله يسجل وإن شاء الله يعني يظهر إن شاء الله إمكانيات وهو لعبة ممتاز وإن شاء الله يسجل النهاردة إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 زي جدا بأمانة في سقة ان شاء الله الاهلي ناردة هتخطى النجم الله اثنين صفر الاهلي ان شاء الله احنا قادرين نوصل للنهائي ومن اسكندراي هنا ان شاء الله وناخد بطاق من اقصى السعيد بس اللي فيلي كده انت جاي منين بانسويف يعني حوالي تلتمية وحاجة تكلفة رحلة واجهاد وتعب لكن كل ده عشاء الاهلي طبعا نادي القرن طبعا لو فيه نروح وراه من الساعة 5 الفجر بتحرك اه قولي دخلت الستاد الحمد لله الامر سهلة جبتم تذكارة الدنيا بسيطة الحمد لله الحمد لله كل حاجة تمام والامن قويس جدا اثنين صفر ثلاثة صفر اثنين صفر ان شاء الله اثنين صفر ان شاء الله معاك توقعتك اثنين صفر اكيد ان شاء الله اكيد ان شاء الله اكيد في النهاية بإذن الله الاهلي هياخد البطولة ان شاء الله واسكن في اللعيبة اللي احنا هنفوز النهاردة وان شاء الله مش هافزلونا 2-0 بإذن الله ازاره مو من زكريا زي ما انتو شفتو يمكن دي لقطات ومتابعة من جماهير النادي الالي زي ما انتو شفتو باني سوي في المنصور اسكندرية برج العرب القاهرة من كل مكان الجماهير جات النهاردة عشان تؤازر فريق النادي الالي والاجمل من كده كمان بقي الاندي او تحديد النادي الزمالك ممثل في احد المشاجعين بيحضر النهاردة وسط اصدقاء الالوية لتشجيع الفريق النادي لا تبقى ان شاء الله صوى التشجيع المثالي داخل الملعب والأهل يتخطأ النجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا في قناتكم قناة الالي والستادكم استاد الاهلي استاد الاهلي الكلمة الاولى والاخيرة النهاردة هي امبراطة الاهلي والنجم الساحل ان شاء الله كل التمنيات وكل الدعوات من قلب جماهي النادي الاهلي اللي دايما بيموتو عشان احنا نقعد في التكيفات وعشان احنا نقعد نتكلم في الكورة عشان احنا نقعد نسافر وعشان 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 بيموتوا عشان تراب مصر وعشان أبناء مصر وعشان يحموا أرض مصر إن شاء الله اللي ربنا حميها قبل أي حد كل الناعي وكل الأسى وكل الحزن وكل الفرحة أنهم بيموتوا شهداء ورب نموت زي موتتهم كده لكن بيوجعوا قلوبنا قوي كل الأسى وكل الناعي على من فقدتهم مصر من رجال بمعنى الكلمة ورجال نادرا أن احنا نقول على حد رجال في هذا الزمان لكنهم رجال فعلا بيقدروا يحمونه وماتوا غدر وهو ده طبيعة العدو اللي احنا بنواجهه اللي هو دايما بيجينا من ظهرنا دايما بيجي للرجال من ظهرنا ما يقدرش يواجه أبدا في الوش رحمة الله على من ماتوا في سبيل حماية أرض مصر وحماية شعب مصر ربنا هرحمهم إن شاء الله دايما دايما كده يعني نفتكرهم ودايما رفعين راسنا رجال قوات المسلحة ورجال الشرطة وأفراد الشرطة وكل من ماتوا في سبيل مصر رحمة ضيوف الكرام كبات الكبار نجوم مصر ونادل أقلي كابتن كبير كابتن ربيع عسين أهلا بيك أهلا بيك قابتن كبير ناجم مصر ونادل أقلي كابتن شيني فعد مهم أهلا بيك أهلا بيك يعني لو حبين تنعوا شهداءنا يعني الأبرار والرجال اللي بتموت دايما في سبيل يعني مصر وتربها وشعبها كابتر ربيعها تفضل وإن الله وإن الله رجعون طعب دول أبطال ويعني الصبرين الرحيدين أنهم في الجنة إن شاء الله شهداء عند الله بإذن الله تعالى وزي ما قلت قبل كده إحنا مستعدين في وقت أن نكون في أي جبهة أو في أي مكان عشان ندافع على أرض الوطن الغالية مصر اللي عايشين في خيرها فدول أولادنا وأبنائنا طبعا زعلين من كل قلوبنا دي حقيقة ده غاشم ينفرقش من الحاجة الصح فكلنا مع أبنائنا ويا رب كده يصبرنا جميعا وإن شاء الله في الجنة بإذن الله تعالى إن شاء الله كابتن شريف نجلنا بما فيها رب العالمين طبعا حسب يا الله ونعم الوكيل في كل إيد غاشمة بتنول من أولادنا وبتنول من أرضنا يا ريتنا كنا احنا مش هما خير الشبابنا الحالة العامة اللي احنا فيها كلنا معدين فيها كتير إنما فيه من مرحلة لمرحلة إن شاء الله حنقدر وإحنا زي ما كانت ربيع أهل إحنا كلنا تحت أمر مصر في أي وقت كابتن نوسى طبعا الله يرحم شاهدائنا جميعا ويصبر أهليهم لأنه طبعا أكتر ناس يبقى متأثرين الأمهات والأباء والزوجات والولاد وكده فربنا يصبرهم ويصبر الشعب المصري كله ما فيش حد فينا غالبا ما هيكون لي أخ زابط شرطة يا جار يا شرطة أو جيش أو قريب أو صاحب أو يعني كل مصر زعلانة فنتمنى ربنا يرحمهم طبعا إن شاء الله شهداء ومصر هتستمر وباقي لأن الأحداث دي بقالها ألاف السنين يعني مش في التاريخ كله بيقول كده ومصر هتستمر إن شاء الله فربنا يصبرنا والنهاردة يكون الجمهور يعني عنده انضباط الكامل إنه يبين إن الحياة مستمرة مهما يحدث من حوادث يعني أكيد يا كابتن أكيد يعني قبل ما نطلع لتقرير عن مباراة الأهلي والندم السحلي يعني نعينا أبطالنا اللي ماتوا زي ما قلتلكوا أبطال دايما بيموتوا عشان يحموا أرض مصر عشان يحموا شعب مصر عشان يخلونا نعيش العيشة اللي احنا عايشينها مش حاسين بحاجة لكن احنا فعلا في حالة حرب واللي ما يعرفش كده يبقى إنسان جاهل احنا في حالة حرب لكن الحياة بتمشي في حالة حرب لكن احنا هنمارس راضتنا وهنمارس سياستنا وهنمارس حياتنا الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة هو ده اللي احنا عايزين نمشي فيه لكن العقول اللي بتقول لأ احنا في شهده وقعت مننا في قلبنا وعمرنا ما هننساهم لكن هو الارهاب هو العدو بتاعنا عايز الحياة توقف ونفضل نقول ونقول لكن الحياة تمشي واحنا بدل الشهيد دايما في ملايين الشهده احنا يعني نتمنى الشهادة في سبيل في سبيل ربنا وفي سبيل أرض مصر طبعا لكن الحياة تمشي وارجو ان حضراتك تكون متفاهمين كده وارجو ان اعلامنا اعلامنا يعني لازم يتناول مثل هزي الاحداث بزكاء شوية لكن ما تمسكوش الهابلة طبعا ونرجع نقول اصل الهابلة بتقول كذا يعني مع كل احترام للناس الاسكية اللي بيتناولوا المواضيع بمتاز زكاء ويعني لازم ندوس بقى على الناس اللي مش فاهمة دي لازم الناس اللي مش فاهمة دي بصراحة يعني نعمل عليهم سطوب كده وعلامات اكس لانهم مش فاهمين حاجة خالص وبطلع بيقول اي كلام في اي حاجة وللأسف بينزلوا من روح الناس شوية والناس عمولون روحها ان شاء الله ما تنزل ودايما مع نواياتها في السماء وورانا بدل شهيد مليون شهيد وبدل راجل مليون راجل ان شاء الله مصر دايما عمرة برجالها وشهداءها اللي بيموتوا من اجل مصر وشعب مصر نطلع نشوف تقرير عن مبارات الاهلي والنجم السحلي ونرجع لحضراتكم على طول افتتح الاهل مشواره في بطولة دوري ابطال افريقيا بفوز على ملعبه على فريق بيدفست بطل جنوب افريقيا بهدف سجله احمد حجازي وفي لقاء العودة بجنوب افريقيا تعادل الاهل سلبيا مع بيدفست ليتأهل لدور المجموعات وحقق الاهل تعادلا سلبيا في افتتاح مباريات دور المجموعات امام منافسه زناكو الزنبي وخارج ملعبه وتحديدا في الكاميرون حقق الاهل انتصارا غاليا على فريق القطن الكاميروني بهدفين دون رد في ثاني مواجهات دور المجموعات وحمل الهدفي توقيع كل من اجهي ومؤمن زكريا وفي الجولة الثالثة حقق الاهل انتصارا غاليا للفريق الاحمر على منافسه الوداد المغربي بهدفي مؤمن زكريا وعجي وشهدت الجولة الرابعة اول هزيمة للاهل في نسخة هذه البطولة امام الوداد المغربي بهدفين دون رد وشهدت الجولة الخامسة تعادلا سلبيا بين الاهل وزناكو الزنبي وفي الجولة السادسة والاخيرة حقق الاهل انتصارا على القطن الكاميروني بثلاثة اهداف مقابل هدف وفي ذهاب ربع نهائي تعادل الاهل مع الترق التونسي بهدفين في الاسكندرية وفي مباراة الاياب نجح الاهل في الفوز بهدفين سجلهما علي معلول وجونيور اجايه ليصعد الى نصف النهائية وفي ذهاب نصف النهائية خسر الاهل امام النجم الساحلي بسوسة بهدفين مقابل هدف اهلا بحضراتكم من جديد ويجبات الأهل قادرين أنهم يكسبوا مكسب إريحنا كلنا إن شاء الله إن شاء الله كابتن شريف قول لي ما قلت داخل قلبك بيقولك إيه حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم فرعتين كبار قوي النهاردة بلعبوا على السنة فينال هم الأحق بالوجود في المباراة النهائية ما يوصلوش للدور ده اعتباطا يعني مجهود كبير جدا لعيبة بتادي أكتر حاجة معهم ده رغم الإقافات ورغم الإصابات اللي كانوا في الفرقتين إنما قدرت الأجهزة الفنية إنها جاهد البديل في كل مباراة ويجروا يخلونا في بؤرة الضوء دايما والأهل حصلوا خفاقات كتير جدا ويجروا يعوض ويجروا يكون على مستوى المطلوب منه كحامل اسمي كبير بطل القرن وبطل البطولة دي إن شاء الله يعني يتوج بها كمان مرة دي حنقابل فرقة إن شاء الله كبيرة جدا عندها في كل خط أكثر من العيد ممتاز بسفرجنا عليهم في المباراة اللي كانت ضدنا هناك شفنا الإمكانيات اللي عندهم تقدر تعملهم حساب والجميل فعلا إن حسام البدري والفرقة التونسية الفرقتين عاملين حساب بعض كواس أول يعني مش مفيش كل واحد شايف نفسه هو الحكسة بالنهاردة حتى الجماهير حتى الجماهير نهاردة بتعمل مثلا يقولك ثلاثة واحد ثلاثة واحد ثلاثة واحد فمتخبطين الفرقتين خلونا في شكل ووضع فيه تركيز طبعا من الفرقتين يعني لقطات حسرية عالي معلول جاي يتفرج على فرقته وفرقة تونس وبيشوف المنتخبات وبيشوف اللعيبة دي شكلها إيه الماتشم السهل اللي أنا عايز أقوله غير بالعطاء الكبير جوه الملعب وده خلاص كل حاجة اتعملت يعني مفيش حاجة احنا لسه حنتكلم فيها بقى مفشور غير التشكيل اللي حصل وحنتكلم بقى في الماتشات اللي حصلت هناك في تونس إذا كان الترجي أول النجم إحنا شوفنا إيه هناك ولعبنا إزاي هناك وإيه التقصير وإيه المميزات اللي إحنا كنا وصلتنا لهذا الدور تمام كبت الربيع برضو ديني كده يعني أحساسك وانطباعك عن مغرب شكل عام هو إن شاء الله كل خير التركيز مثالي من ماتش الاتحاد والراجائي ماتشين مهمين جدا وإنت شوفت في عون اللعيبة أو سام البادري والجهاز التركيز إزاي يعني أحداث البركة تشغالها هم مركزين عم فيش خوف الحمد واللعنة للأي قدرات نملك القدرات خاصة جدا نملك الخبرات بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا أكتر نارخات البدورة دي بفرقها ثمان مرات وإن شاء الله تكون التسعة فالطبيعي جدا إن المدير الفني كابتن حسين الهائي تعب طبعا في تجهيز في رئيته في تشكيله في توظيفه في إدارته في سير المباراة في قراءة المنافس جيد جدا هي مبرمج سهل أبدا فيش حاجة سهلة فريق نجم فريق له كل التأدير والاحترام واللعيب ينادي الأهلي وجهازه عمل في حساباته والأهلي يبي يحترم أي فريق وبيجهز نفسه لأي فريق وده ميزة الحمد لله بالعب فالأمور كلها إن شاء الله تبقى سهلة ربنا يوفق الفريق اللعيب يكون في حالته حسين يكون في حالته في مشيات الله وده مهم جدا جدا عمل التوفيق ثم الأسباب فيه أسباب كتيرة أكيد كابتن حسين محضرة فيه أسباب عند الخضرات اللعيبة فيه تركيز في التزام فيه جهد كتير فيه شغل فيه دوافع فيه أنا صاحب الأرض فيه جمهور يقدر بخمسين ستين ألف دوافع كتيرة جدا فيه دوافع أنا وصلت الكاس العالم عندي ستة سبعة قائم الرئيسي بإذن الله تعالى المنتخب مصر فالأمور إن شاء الله يتعالى تتوقف على توفيق الله ثم الحالة مهمة جدا بتاع اللعيبة بتاعه ودير السابق كابتن أساني المباراة طبعا هتبقى مباراة كبيرة بينفر من 12 مرة أو 12 مرة تحديدا هنا فيه نجوم وهنا فيه نجوم هنا فيه لعبة دوليين وهنا فيه لعبة دوليين فالمباراة كبيرة لكن النادي الأهلي خيورات لعبته أكبر والدوافع اللي موجودة أكتر وخمسين ألف متفرج النهاردة كنا بنشوف قبل كده عشرة خمستاشر ألف النهاردة يبقى خمسين ألف متفرج فديها تدي كمان دوافع كبيرة أو للعيبة وأعتقد اللعيبة فهمة ده وعرفة أن هي على بعض خطوة من بطولة إفريقيا اللي هي غايبة بقالها كم سنة فأعتقد المباراة تبقى صعبة ولكن النادي الأهلي هو الأقرب للمكسب بحكم خبرات لعبته وبحكم الدوافع الكبيرة اللي هتبقى موجودة عند لعبته من جماهير وحاجات أخرى آخرها الحوافز اللي هي الحاجات المادية دي يعني جزء لكن مش هي كل السبب لكن أنا بقول استرار كل العيب هيجي من الجماهير كمان اللي موجودة أكتر وهو على بعض خطوة واحدة فنتمنى التوفيق وأنا شايف أن هذا الأهلي فرصته كبيرة للفوز إن شاء الله تمام يعني أقول لكم مواجهات الأهلي والنجمة الساحلي اللي حصلت في شهر أكتوبر تحديدا المواجهة الرابعة المواجهة النهاردة دي المواجهة الرابعة إن شاء الله سبق والطاق الأهلي والفريق التونسي ثلاث مرات في شهر أكتوبر حيث كانت مباراة أولى بينما في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقا على السادس سوسا في 29 أكتوبر 2005 وانتهت بالتعادل السلبي اللقاء العودة بتاريخ 1 و 12 نوفمبر 2005 وخمسة فاز الأهلي على النجمة السلاسية أحرازها النجمة الكبير محمد أبو تريكا وأسامة حسني والنجمة محمد بركات ليحصد المارد الأحمر لقب البطولة المواجهة الثانية كانت بتاريخ 27 أكتوبر 2007 في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي لقاء العودة 9 2007 الآلي فسر بتلاتة واحد لكن كانت بفاعل لفاعل لو حضراتكم تفتكروها المواجهة الثالثة كانت في مطلع الشهر الجاري وانتهت بفوز النجمة الساحلي بأهدفين مقابل هدف واحد النهاردة المواجهة الرابعة تبت نشير خلاص بقى التاريخ للفرقتين تعادل يعني أعتقد أنهم فرقتين على المستوى أخذنا لكم منهم مرة وهم أخذوهم من المرة لا تدخش لاي سيفي بتاعنا معهم كده إحنا متعدلين معهم في كل شيء هم بيعرفوا يروحوا للجوم بيعرفوا يسكوا في نفسهم يعني أنا اللي عجبني فرقة النجمة الساحلي للعيبة عندها رتم وعندها بتقسم المباراة على مراحل يعني أول تلت ساعة بيبقى لهم شكل التلت ساعة التانية لو بلعب على أرضهم بيبقوا ليهم السطوة وبيقدروا ينقلوا الكورة ما بيخافوش من المنافس بيجيبوا لعيبة في كل المراكز تقدر تحقق لهم إن هم لو كانوا متأخرين بهدف أو أي حاجة بيرجعوا ويعودوا وخطورتهم لو كان ليهم السبق في التهديف بتعودين إن هم يلعبوا هنا في مصر بتعودين إن هم يلعبوا في تونس بتعودين لعبوا بره زي النادي الأهلي خلاص المباراة بالنسبة له بقى النادي الأهلي بره وجوه مصر واحد فيه جمهور وفيش جمهور واحد بيحس إنه هو مطالب منه نتيجة واحدة اللي هي الفوز وإسعادة الدنيا وإسعادة الجماهير وده الوضع الطبيعي النادي زي النادي الأهلي بالإمكانيات والأجهزة الفنية اللي موجودة بتاعته وجماهيره وده المطالب وده الشيء اللي احنا متعودين منه دايما التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا طبعا يعني كلنا ما نقدرش ننتخل فيه إلا إذا كنت أنت دايما بتقول فعل فاعل أو حاجة فوق بعيد عن إيديك أو بعيد عن تغييلك أو بعيد عن شكل حصل بصابات معينة تضطرت منك لعيف الملعب فيه سيناريال بتحصل كده في المرشاة وربيع عارف وإسام دوم دبيبين إن ممكن تتحطف مقزة بوه المباراة مشتابة تحتاجها في نفسها جزائي الحمد لله إن إحنا عندنا البديل كابت الميدو موجود وجاهز من أول متعب لحد رحيل يعني كلهم الحقيقة على مستوى كويس كابتر ربيع دايما بسألك السؤال ده يعني وإنت في الأوتوبيس تفكيرك بيختلف من المباراة الأخرى أو من دور لدور يعني أنت ماشي دوقتي في الأوتوبيس رجل أوتوبيس أجد حضراتك طبعا وحضراتك وماريته بالموضوع ده كتير جدا الكاتر ربيع عسين نفسه وإنت ريح تلعب مباراة قبل نهائي زي وإنت ريح تلعب مباراة نهائي زي وإنت ريح تلعب مباراة في دور المسأل 16 وفي دور التمانية تفكيرك بيختلف ساعتها فكرك لكن في الأوتوبيس ده بيختلف طلاح مباراة زي أبو الصحوة العيب الناد الأهلي دايماً في حال التركيز ومطلوب منه دايماً الفوز ليش تفاهم ليه معروفة يستيرك في دوري تأخده في أفريقيا تأخده في كاس مصر تأخده ليش زار اللعيب عارف حدوده كويس أوي وعارف انت يركز وانت يركز وأكيد طبعاً بتختلف من مباراة لمباراة لمباراة من بطولة لبطولة بطولة النهاردة بتلعب قابلينها أفريقيا أفريقيا دي قبلك فيها مجد قبلك فيها بطولة العالم الأندية فيها حوالي 2 مليون دولار تقريباً ومليون وصف دولار مكافأة لأنا بتكلم على إن هي فيها مجد تختلف وبتاع بعدين حجم التعب النهاردة مش هتكسب وانت هتبع على ريجنا ميد فنيات كثيرة النهاردة مبطلوب من العباء فنيات مبطلوب من العباء فنيات في الملعب الجوه ده قصد النهاردة فالطبيعي جداً وانت كنت مريت كلنا مرينا بالطبيس ومرينا بالظروف ومرينا بالنهايات وكل المواقف الحمد لله فتلاقي العب الجوه عائل احنا مرة وكنا نمسكين فيها فروكيا عملينا ماتش فيها فروكيا فكان معنا محمد عباس فهو انا راحين المباراة طبعاً المفهود تلمي الإبرة في الطبيس اسمحها بالظبط ضحك صوت عالي مباركش انا فاكر المواقف ده ضحك كل المواقف بصنا له كده مص المعنى المعنى لان شوف انت انت النادي ده الكيان الكبير ده بتحتنا ومتحبه واذا كنت النهاردة بتضرب ارقام كبيرة عشان فضل الله سم الجوانب العلمية والإدارية والتنظيمية واخد بالك والالتزام والروح وفي الروح الفاينة الحمرة حاجات كتير جداً يميد فالنهاردة اعتقد ان العيبة لازم تكون ان شاء الله في قمة التزامة والتركيزة لان مطلوب النايلة هيتعب مطلوب هيجري مطلوب حاجات نمج وظائف عنده تسعين ديئة هتجدنا مجد كبير جداً ان شاء الله وتحقالينا احنا عوزينه ان نوصل به المرات النهاردة توصلك النهائي افريق برضو لقب غابة ديله فترة كبيرة جداً فان شاء الله بإذن الله كنت تركيزهم على اعلى مستوى بإذن الله تعالى باتزام معقول بإذن مشات الله كده كابتل حسام بخبراته الكبيرة حضرهم كويس وحضرهم جيد ويعامونا مبرأة رائعة بكبيرة ان شاء الله برضو كنت رأسامة في نفس السياق يعني تفكيرك ببقى عامل ازاي خصوان حضرك كنت خط وسط يعني شارس جداً يعني تفكيرك ببقى ايه اللعيبة ممكن تكون بتفكر في ايه دلوقتي خصوان لعيبة خط الوسط يعني هو غالباً كل اللعيبة ببقى تفكيرها شبه موحد وطبعاً كل واحد بيبقى ليه تفكير خاص شوية بنفسه او بالمهام اللي بموكل بها لكن كل واحد في الاوتوبيس بيبقى ليه دماغ ولكن فيه برضو شكل جامع شوية يعني غالباً بتفكر في اذا كان مطلوب منك مثلاً انت ظهير مثلاً الرجل اللي بيلعب عليك هتتعامل معه ازاي ازاي لما تجي تهاجمة هتفكر تطلع ازاي عشان تستغل صغرة معينة كنت بتعرف كابتون اسامة عربي في التشكيلة الاساسية نفس يوم براوة الابلابي والله ما كانتش بتفري معاك تير يعني هو فيه مدربين اللي احسن لك فيه مدربين عاودونا انه يقولوا التشكيل قابليها بيوم وحتى بيبقى باين من قابليها بكذا يوم في التدريبات وفيه مدربين كانوا يعملوا بعض المفاجآت ويقولك المحاضرة قبل ما تروح على طول الملعب احنا نفسنا كمدربين دلوقتي برضو مختلفين انا بالنسبة لي بيبقى غالبا الا احسن لك كلاعب انا بقولك غالبا انا كمدرب دلوقتي بقولي التشكيل قابليها بيوم ده النظام اللي انا ماشي به ولكن مكنتش بتفري كتير لان الشكل العام بيبقى باين نقول كلام ده بيبقى ممكن اختلاف واحد ولا حاجة لكن من كتر المطشاط وتتالي المباريات والتدريبات بيبقى مفهوم التسعين خمسة وتسعين في المية من الشكل من اللي هيلعب فالافضل بيبقى قابليها بيوم دي وجهة نظري لكن حتى لو قابليها بكم ساعة احنا نكنش عندنا مشكلة هي كل اللي بيبقى بتفكر في دلوقتي ازاي اما بتفكر في مهام انت بتقوم بيها بتراجع نفسك في شكل الجمهور فيه ناس بتعرف تهيأ نفسها طب النهاردة بيبقى في خمسين الف ازاي نتمسك في وسط الناس دي لو مثلا جاي فيها جون طب ازاي نجبت جون بادري ازاي هعمل ايه كل ما بيدور حوالين المباراة بيبقى في ذهنك وانت رايح الملعب ومن قبلها كمان بيوم ولكن زي ما قلتلك احنا مختلفين في بعض الاشياء يعني كابتر ربيع بيقولك دلوقتي مثلا محمد عباس دحك مثلا فيه فيه ناس كانت كده يعني بتحب تبقى ريلاكس شوية فيه ناس بتبقى لو ما شددش نفسها يروح يلعب ماتش واحد فاحنا برضو مختلفين بعض الشيء ولكن الحاجة اللي بتجمعنا اللي هو انتك غالبا بتفكر في المهام الموكولة ليك انك هتعمل ايه يعني كابتر شريف برضو في نفس السياق برضو حضرتك لعب كورا تحب تعرف تلعب ماتش بكرة ولا في نفس اليوم اللي احسن لك ده احنا احنا ايام زمان احنا كنا ايام ربيع معروف اه كنا لا كانوا مثبتين التيم انت مش هتلعب الى زكوت مصاب يعني مش تبقى في فرقة خالص يعني انك تبقى احتياطي دي تبقى يعني مفيش كمان بديل جاهز فبياخدوك كده برضو ممكن تنزل تعمل تلت ساعة تماما نعم ايام كانت بتبقى بالنسبة ان احنا معروفة طب الاحسن مين الفرقة الاحسن قبل المباراة بعد الصلاة يعني بنتغدى نروح نصلي بنعمل الاجتماع بتاعنا احنا كلاعيبة مع كابتن الفرقة انا بنقعد في المسجد على طول بقى اه في المسجد وبعدين كنا بنقش عند الكابتن حسن حمدي اعتقده من مدير الكورا او اللي كان موجود وبيبلغونا ليه بقى كلنا بنبقى وحدة واحدة كلنا مش عارفين انا جيت في ماتش وكاظت فكر نفسي اساسي وكلام من ده ف جايلي اسمي ان انا احتياطي وكان نهاي كاسمس فقادت فاغدوني مع البابتاع اللي وصي احنا عشان عندنا كذا 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 احنا عارفين ان انت كويس وما فيه بس احنا حنلعب المكاعد وانت جاهز نفسك من اول الان تاني تايم انت معي النتية كده او مش كده ده كنت تنفوأ الشعبان لحامك و Lancashq عايزك تخرج بار برا المود وبرا الدنيا احنا كلنا مرهنين عليك انت النهاردة انت اللي حتكسبنا وان شاء الله يتبع لكم احنا ما بنبقى وحدة واحدة قبل المطش كلنا جئين من البيت جاهزين انما انت لما تديني الفرقة عسامة قبلها بيوم فيه لاس ممكن تفك انك في حيب احتياطي احتياطي عارف انه احتياطي زل حالة الاحترافية احنا بتثبيت التيم وبالنجومية يعني انا النهاردة واحد عبدالله السعيد جاهز وما فوش اصابات ما هو رايح عارف انه احيارب نفس الشيء اجاية نفس الشيء درواتي عبدالله السعيد مش عارف انه احيارب اه يعني لأ امتى من الهاردة ما نعرفش لأ انا بقوله هو جاهز وما فيش اقافاته اي عاجة بيبقى حاسس بنفسه انه هو موضى بنفسه بالنسبة لانا بقى كنت بابقى داخل العربية ورايح زي ما اسامة قال كده بفكر حروح منين اجيب جون بفكر التمرين اللي انا اتمرنته الاسبوع اللي فاده حالة اللعيبة اللي جنبي مين اللي فايق بفكر انا فتك الفتنس بتاعي عوضني النهاردة التقدم مختار وارجع انا هافلفت مكانه وامسك الوينج بتاعي بفكر في جميع التعليمات اللي اتقالتلي في المحاضرة دي مهمة جدا كل التركيز ده بافضل ادوره في دماغي كده بتشوف الى ان ربيع عارف قسام بننزل الملعب نسخن تنسى كل حاجة خلاص بنبقى في دنيا تانية خلاص بقى بنجهز نفسنا لكل اللي الناس قالهولنا وبعدين التعليمات ما بتتقل ربيع البلعب وراي ربيع كويس وانا بلعب قدام ربيع تعليمات واحدة يعني بنبقى احنا الاثنين مشتركين فيها مفيش وينج يتقدم على ربيع مفيش باك يتقدم من ناحيتك كل حاجات اللي انت بتتكلم فيها دي هي اللي كانت بتاخدنا وهي اللي كنا بنبقى في الاول وإحنا في الاوتوبيس كده شغالين وساعات تسعين في المائة وخمسة سعين في المائة من اللعبة تلاقيهم مراحين اكنهم نايمين هو ده التركيز وهو ده عشان كده ربيع لك كلنا بصنا وفي ايه في حدث حصل ان احنا كلنا مركزين حتى ناس و هي بتشوير لنا من عند الستاد لما كنا بنوصل على حاجة تتليني بنعمل ازاي احنا ما عملنا كوش حاجة لسه احنا ما كسبناش لسه احنا ما قدمناش اللي مفروض احنا جيين نعمله لكم ولما بنكسب بها بنقفوا من حيهم و بنعمل كل حال تمام يعني برضى كابتر ربيع الحالة الاحترافات غيرت خلص كابتر شريف بتكلم في حالة لعيبة دلوقتي حالة المدرب هي لابتضي على اللعبة كان الاول ممكن اللعيبة على جماعة والروح لكن دلوقتي المدرب خصصا مثلا زي حالة زي كابتر حسان بدري هو المدرب ملتزم تكتكيا او اللي هتنفزه لي اهلا وسلام بيك وده لازم ده اجبار ده وظيفة ده مهام ده اختلف الموضوع طبعا اختلف بس انا هفضل انه قابل مبراه بيوم ويوم مبراه ليه لان المدرب في اوقات بيحس ان فيه لعيب محتاج انه يعرف دوله بشكل اعمق فممكن تعمل خمسة واربعين ديئة اخذ بالك حسب لان فيه مدرب عاوز يعني يخلي اللعيبة في حالة اجباع فني فيبقى شكرا انا حسبك بعد المبراه انما ممكن يوم مبراه يوم زي يوم الجمعة مثلا ماتش ساعة ثلاثة مثلا مع ان اختلفت كان ثلاثة ايام واثنين 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 فممكن تتغدى تصلي الجمعة بنفسك الساعة واحدة محاضرة سريعة السوابت فالسوابت تبقى مممكن موجودة محاضرة نفسك اساس ببقى تذكرة بشكل عام وشكل خاص لكل مركز في الحالة الجمعية والحالة الفردية لان احالة الجمعة الفن دي انا ايدها بنسبة 2% ان كل مركز وكل لعيب بالنسبة للجوانب الخطاطية اذا كان على مستوى الدفاع او لجومي فردي وجماعة ان اللعيب يحفظوا انت طول الزواء بتحفظ اللعيب وبعدين فيها حجام كبيرة جدا بتحتانت كلام كبير جدا فيها حجام فيه نهاية وفرقية ما ينفعش نهاية في 30 ديئة ما ينفعش لأصده ان دي حسب المدرب والمدرب الفني والمسؤولية والحجم التسعين ديئة اذا كان نهاية وفرقية قابل نهائي الفرق اللي قدامك حجمها ايه طول الزواء بحفظ ففيه مدرب بيقسم التسعين ديئة وعنده 6-5 ايام هدي برضو دول مهمين جدا في التحفيز طول الزواء وخلي بالك وعنده يوم بإذن الله تعالى قبل مباراة يوم وعنده يوم مباراة خصوصا لما بيعنده معسكرات برفع عليك طبعا بي فيه معسكرات مش هنفك اللعيبة كده وعليه ما تشتك بقت بالليل يعني عندك وقت طويل فالقصوده أن يوم المباراة التسعين ديئة بتبقى من أول يوم رجع بعد الأجازة من المباراة السابعة من بعده ده نظم أموري وهردت بأموري واخد بالك في الملعب وخارج الملعب وقبل منزل التمرين بنظم أموري لكن الأمور دلوقتي اختلفت لي لأن معلش التكنولوجيا برضو والشباب والاحتراف والأمور بقت يعني مزي زمان احنا كنا بنيجي اختلفت من عصر العصر ومن جيل لجيل احنا برضو كنا بنيجي الصبح نوعد لوحدين وغير احتراف الصبح نوعد في النادي نفطل في النادي نصلي الدورة في النادي نتغدى في النادي ننام في النادي نصلي في النادي نتمرم في النادي ونروح بالليل هو ده كان يومنا كابتن الموجودين كابتن شريف وكابتن نسان هو ده كان يومنا إنما دلوقتي الأمور اختلفت معين دلوقتي في احتراف كابتن شريف ويحصل يعني يحصل أكتر من في رؤية كابتن دلوقتي بقت ميديا اللعيب ممكن يفتح التلفزيون كده يتفرج على النجم الساحالي يتفرج على.. بقى عنده حرية جمال ان هو في نفس الموضوع وفي نفس التاع يسقف نفسه لا وبرضو اللي وخذ كابتن ان يعني برضو الامور بقت في احتراف بشكل كبير ومخوة لكن يعني برضو مفيش تضيي الاحتراف بالنسبة لنا هنا بالنسبة لنا هنا طبعا في مصر فلقصود ان اختلف طبعا معك والتكنولوجيا والاحتراف وبرضو الماديات حاجات كتيرة جدا اعتقد ان اختلفت غير عادينا خالص من خليها الامور في فوارئ كبيرة جدا تمام يعني اقول لكم قائمة الاهلي اللي كابتن حسان بدري اختارها عشان ناقش مع ضيوف الكرام التشكيل المتوقع نادل الاهلي كان كابتن حسان بدري خاد شريف اكرامي واحمد عدل عبد المنعم ومحمد الشناوي خاد محمد هاني ورامي ربيعة وسعد السمير ومحمد نجيب وصبر رحيل وحسين السيد وعلي معلول خاد في خط الوسط شام محمد وعمر السلية وليد سليمان كريم ندفد ومؤمن زكريا واحمد الشيخ واحمد حمودي واميد وجابر وصالح جمه وعبدالله السعيد خاد في الهجوم عماد متعب النجم الكبير والمغربي النجم وليد ازارو والنجيري جونيور اجاي كابتن اسامة يعني اقول لي التشكيل متوقع من خلال هذه القائمة يعني المليئة بالنجوم هو طبعا يعني زي ما قلنا فيه 95% من التشكيل بيبقى ثابت لكن هتبقى اختلافات في مركز او اتنين على الاكثر واعتقد انه شريف اكرامي مش هبقى مشكلة احمد فتحي طب اه اصلي احمد فتحي غايب فقاها محمد هاني سعد سمير هاي بقى الاختلاف هنا ومعلول باكليفت الاختلاف هنا هل محمد نجيب ولا رامي ربيعة هل محمد نجيب وراء ورامي ربيعة في وسط الملعب عشان يعوض غياب عصام عشور وحمد فتحي هو الشكل العام اللي كان يعني بيدور حواليه ان هو يلعب محمد نجيب ويلعب رامي ربيعة جنب عمر السلية اه ودي نتكلم فيها كتير لانه هو عنده كذا اختيار ولكن جاهزات اللي عين هتيجي في النص طبعا السلية ومن هيكون جنبه هل هو رامي ربيعة او هشان محمد او عبدالله السعيد او اخيرا نتبد وقدام عنده اللي هما الرباع اللي لعب ماتش الرجاء اللي هو مؤمن صالح جمعة اجاي ازارو وفيه حمودي اه اه وليد ازارو وفريد اعداد حفظه اه هو التشكيل اه تقريب يبقى محمد نجيب هو اللي كان بساعد سمير ورامي في وسط الملعب ده حل من الحلول انه رامي زي ما كابتن حسام عمل في ماتش الاخير بتاع الرجاء لما اصاب لما اصيب حسام عشور قدم رامي لوسط الملعب ولعب نجيب بس طبعا النتيجة كانت ننصف وهو كان عايز ريع عمر السلية ده دي فيها جزء كويس وفيها جزء سلبي الجزء الكويس انه انه رامي ربيع عنده النواحي الدفاعية كويس يعني قوي هيلعب قدام المدافعين لكن الجزء السلبي شوية انه رامي في وسط الملعب تحكمه وسيطرته على اللعب وتدوير اللعب مش كبيرة ويمكن احنا جربناه في المنتخب الولمبي اه يعني جربناه في المنتخب الولمبي الملعب بتاعك عايز حد يستلم ويسلم كويس ايوة ودي احنا يعني عن تجربة في المنتخب الولمبي لما كنا مسكين في ماتشات ثانية ما بيبقاش واضح قوي لكن هو يقوم بالنحية الدفاعية على سلسل السلية يقوم بالنحية جميلة ممكن حل تاني اللي هو كان يشام محمد بس احنا مش عارفين هل يشام محمد جاهز 100% يعني جاهز جاهزيته 100% فدي برضو قدرى بيعصام قال هو جاهز 100% انه يقدر يلعب اكيد لو جاهز الكابتن حسام هيددي اعتقد فهي دي نقطة الاختلاف مع انه يشام محمد مظهرش بالمستوى المطلوب منه في مبارات الزه بس خلاص مركزه يعني هو مش عشان هو كان هايل لا احنا اقولش كده احنا بنقول انه ده مركزه انا مش ممكن هيكون عندي يشام محمد في وسط الملعب وعندي ندفد وعندي عبدالله السعيد وعندي صالح جمع وبعدين اروح مفكر في تغيير مركز واحد يبقى انا مش محتاج اللعب يبقى انا بقى يبقى قيمتها ايه بقى لكن الحالة الفنية في جاهزيته هل عبدالله السعيد 100% جاهز هل يشام محمد 100% جاهز يمكن ندفده نقدر نقول انه ممكن خبراته شوية مع الخمسين الف متفرج اللي موجودين تأثر عليه احتمال فعشان كده هو ممكن يكون مفضل ان رامي ربيعة هو اللي يبقى في وسط الملعب وزي ما قلتلك دي في الناحية الدفاعية ممكن تكون كويسة ولكن هي بس السيطرة في وسط الملعب هي دي المشكلة شوية عشان هم احسن ما فيهم وسط الملعب يعني باينت من الماتش النجم هناك انه مميزين قوي اللي هم امين بن عمر والترابولس اللي هم الاثنين بلعبوا في منتخب تونس ومعهم ايهاب المساكني ويمينهم بنجورة ومالهم علي البريجي بيسيطروا على وسط الملعب كويس فهي دي عا تبقى في معركة في الحتة انا نتكلم في التفاصيل فانيا دي طبعا اهدف المباراة الشهيرة بركات وابوتريكا وكان مين تاني احنا قلنا واسامة حسن واسامة حسن انا ده ابوتريكا يعني النجم الكبير النجم الجميل جن صعب او الجن طبعا ما في حد بعمل كده اصلا غير ابوتريكا كان وبركات وبركات طبعا لعيبة يعني لعيبة كان لها مزاق خاصة كالترابيعة طبعا لا ده ده جيل حاجة جميلة ده ماشاء الله دفاع وهجوم اه وجهات شفانية كل الاجيال قادة وبتحاول تطلع حسن ما عندها وافضل ما عندها وكل الاجيال يعني هو الناد الاهلي الاجيال بتواصل الاجيال طبعا فكله بحب الكيان وكله بنتامل الكيان وكله بحاول يبدع ويطلع الكيان في المقدمة ويحاول البطولات بالذبط بالذبط الله محمد عبدالله حاجة على فكرة الكرة دي احنا بنشوفها كتير اوي في معنادي الاهلي اللي هو معلول والعرضية على التبادلية بابنسفيق لو حد قاطع بقى من ناحية تانية جابت الربيع وكابتون قسامة بيبقى داخل عمل سابورت واخد العين من ورا ومحد يشايفه اه الناس دي لو جاية من الخلف محد يشايفه ممكن نحقق اكتر من هدف بص بركات كمان بعمل لا بركات جون علامة جون ده حاجة مصرحة باخترع البليسنج بزاعة بتاع بوتريكا مرد بزاعة بتاع ببتريكا عطار بزاعة بتاع ببتريكا انا اعتقد الزاوية دي بالطريقة اللي هو عطاها دي لكنها سهلة يعني بتاعته يعني وفي التمرين بيتمرن عليه على طول انا كنت بيشوفه اوه بالزبط بالزبط وكمان يعني هو ملك الكلام ده هو بركات بصراحة في البليسنج ما شاء الله يا رب نشوف الفرحة دي يا رب نشوف الفرحة دي يا رب يا رب خلينا عشان لو تكلمت ببتريكا بخلص في كلام بصراحة واسلام الشاطر وكان في لعيبها كتير لما بيجي بتيجي سرتهم زي كابت الربيع وكابت ان اسامة كده حاجة كابت الشريف سلام الله لما بتيجي سرتك بيحلو الكلام يعني حتلاقي كتير قوي في ان انت تقدر تتكلم بالزبط يعني خلينا برضو يا كابتن يا كابتن شريف نتكلم في دماغي كابتن حسام شغل كابتن حسام ممكن يعمل ايه تشكيلته النهاردة خصا ده التشكيل متوقع تاني فريق العداد بياردهن هو حطين عمر السلية مع رمي ربيع اتنين بفندرات صرحة يبقى كابتن اسامة قال ان هو خايف من الحتة اللي هو ان انا اسلم واستلم وان انا بقى عندي كورة كويس لكن حتة الدفاعية كانت لحسامة تكلم فيها لك من الإيجابيات طيب اقول لك على حاجة فضل تعالى نرجع للمطش اللي هو كان هناك الجون اللي دخل فينا التاني ده اللي مكان شريه ايه لازمة نارضة احنا لو واحد واحد كان يبقى احنا ما شاء الله يعني بنلعب على عرير بإذن الله الجون ده كان يا كابتن ربيع مفيش تمركز في نص الملعب خالص فأكيد كانت حسامة تفرج على المطش اكتر من مرة وتفرج على الجول ده دخل فيه ازاي وتفرج ازاي الحتة دي مكان فيه عدم تمركز كويس وحصل ان احنا فجأة كده بعد ما جبنا الجول بتاعنا بقينا كلنا الفرقة ميلة ناحية اليمين كلها حتى صالح جمعة بقيته بقى بيلعب ناحية الهاف رايت وساب الحتة اللي هو كان مفروض اجايب يخش هو مكان اجايب ناحية تانية فحصل لغبطة في نص الملعب عندنا فاكيد كابتن حسامة النهاردة بيشوف حاجة زي كده فعايز يقمنها عايز يقملى الحتة دي كويس قوي عايز يخلي ما فيش نفس او ما فيش اللي حصل فيه اخر ربع ساعة هناك في تونس تبدولية عايز نبقاش احنا اللي عالكونتر اتاك لا احنا اللي قال لنا الاسباقية ساب بدل بيفكر النهاردة انه هو يكون صاحب اول هدف في اول ربع ساعة يعني اول ربع ساعة لان الهدف ده يكسيك هتسهل الامور فنية هتسهل علي انا كجهاز فني هنا هقراك بقى بسرعة واعرض حركاتك واقدر انتغي على ملعبك وفص جمهورك وفي ارضك الكويسة انا ما بحبش ارض نجمي ساحلي للعيبة المصيرين او الاهلي لما خاصة الارض واحدة جدا علينا وعليهم الحقيقة بس هم متعودين عليها اكتر مننا الارضية يعني الارضية مش مديانة الارتحية بتاعت رادس يعني رادس بتحس لعيبة الاهلي بس عملة زي الارضية دي بالزبط يعني حاجة مش مش مظبوطة تضطر بقى تلعب كورسويلة تضطر تشوك من بعيد تضطر تبقى من برجل تضطر تاخد الحاجات السابتة دي تدور على مفهوم تاني غير دي الارضي مفيش غير انت عندها كان في مصر بتقدر الكورة الكورة لما بتترد ربيع من كورنر ولا حاجة بلاقي اي هوفباك جاي مغطي او اي حد واقف على التمنتاشر بيديها طلقة ممكن تعمل سكيتنج وتخش لوحدها عندك فرص كتير اوي هنا انك تروح حتى في ماتش كاس العالم بتاعنا اللي احنا لعبنا فيه كان فيفا ضربات حرة جات لنا صلاح عملها للنيني لو النيني بس خط خط وكمان جاء الارض بتساعد كتير اوي انك تنفذ المفهوم اللعيب او راحة اللعيب يبقى عنده تركيز كبير وعنده حاجات كتير اوي وعنده مسئولية كبيرة اوي في الماتش طب الارض كمان تبقى مساعدك يعني وان شاء الله الجماهير كمان هتشحنك وتديك كل حاجة انا مش هلقان من الجماهير مش هلقان فيه اراضي بتسمح انك انت تديك يعني يقولك تديني نفس ان انا شوت تديني نفس ان انا قادر صوب من اي حده حتى لو ما بتشوتش يعني احنا عندنا المفروض كنسولية ده من احتناات اللي جدت على نادلالي وكان بيعمل باكب وبيشوت كويس اوي النهار ده احنا بنأمل ان اللعيبة كلها عندها ثقة في نفسها ان هما احسن الحقيقة انا مش هلقى اقول ان هما التانين فرقة احنا احسن منهم كتير انما احنا احسن بجد يعني كل الخطوط عندك انت عندك الاربعة اللي قدام في اي وقت في اي ثانية يقدروا يغيروا نتيجة مباراة ويقدروا اليوم الاسباقية انما عاديين التوفير من عند ربنا ان شاء الله مش اكتر وبعد ما نجيب جول باذن الله معفشين يوم عندنا ثقافة ازاي نحافظ عجون ونعززه عشان نبقى قاعدين بنفكر احنا كمان حنغير مين حن مين ده اللي حي خد انظار مين مش ابقى برحتي ابقى كسبان مش ابقى مضغوط نتيجة ومضغوط احداث بتحصل جول ماتش اكيد عندك كمان اللي يكسبك وعندك لو يارك نتيجة المباراة وعندك كمان حتاتك قابت الربيع يو ويارك برضو نتيجة المباراة يعني برضو عايز اأكد على حتد في نباراتك قابت الربيع شايفها ازاي هو كنت انا افضل يعني العدلة يعني كل واحد في عدلته ده مهم جدا وفي نفس الوقت من تبتملك البديل الجاهز المفروض لان حجم المباراة اوز وعي فني خلال التسعين دي حل ده مهم جدا انا بتكلم بالشق فني مهم البطل وحجم النادي الاهلي والوصول النهائي وحجم البطولة محتاج وعي خطتي وخط بالك لحد اخر لحظة من البداية لان ممكن انت ممكن في ده سعين واثنين 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 وتلاحية تخلص المباراة يعني موام ممكن تروح وتيجي تروح وتيجي ان شاء الله ربنا يكرموا وفاهم واتوبى الأمور سهلة يارب فرحة فيه يارب ان شاء الله لأ كابتن ميدو يارب الاهلي بفضل الله تعالى الاهلي دولة كبيرة داخل دولة دي حقيقة الأهلي بفضل الله تعالى مفيش حاجة مستحيلة معها بفضل الله سبحانه وتعالى الأسباب كلها بنقول نحن بنوجه الناس وقال إن الكيان الماشي بطرق وخده سابطة عشان هو بيعمل كل حاجة ويسا فيه شغل فيه جهد فيه كفاح فيه خلاص فيه حافات فلنية فيه فأدي بالنسبة للعدلة بس لكن في نقطة مهمة جدا إن الجاهزية المين فهنا ممكن بقى إحنا نقول طب هشام طب هشام جاهز هو هشام بعيد عن المباراة بعيد عنه هو آخر مباراة لي لعيبها الشوت وحنا لعيبنا بعده شوت ومباراتين في الدولة 185 دقيقة أنا حسبها كده كمدرب برضو لأن الموتش اللي عاوز جالي كتير وعاوز دفاع وعاوز وجوم وحشام عنده ميزة كويزة هذا في الأول قلت الموضوع مش محتاج يعني أي فلسفة نظر لأنها نموت في المرأة فخلينا وقعين واخد بالك فبحجم الانتاج الفني والشغل الفني والمسؤولية والقدرات اللي أنا قابلها من هنا حسام هو الشوت التاني بقدر يطلع رامي رامي لعب جوكر بيلعب أسطبال عبد الفندر يلعب مالساك يلعب بكريت جوكر ما فيش مشاكل وفي لعب في المكان ده كتير جدا فمن هنا أنا من وجه تنظري لو بدأ برامي عشان هو الأجهز ورامي بيجيد الشغل ده يعني هو أجهز واحد فتفيندر بدأ لك اللي فالشتي بيه أبتدي بيه نجيب جاهز رامي جاهز واخد بالك يبقى التفاهم واخد بالك والانسجام ماشي زي من عايز حتى لو تلاحظ ما فيش تغيير خالص ما شو الله في الحداشر نفس الحداشر اللي لعبه وفانس فيه ماتشن خلاص بدأ بيه فهي وجه تنظري هو الأجهز عشان كده رامي قال لك هلعبه بيجيد وأكيد المدافعة ممكن إدي بساحة هجمية للسولية واخد بالك أنه بيجيد التصويب وفي نفس الوقت رامي يقف على رأس المسلس الدفاعي اللي بيدافع بيه طول الوقت رامي عشان يملع بها يمنع الشغل يعني يعمل كسافة دفاعية مع الصلاق قدام خط دار قدام سعر سمير ومحبة النجيم فعشان كده ممكن الدفاعات الفانة يعني بواقعية شريدة كده كويس إن دفاعات رامي بتخوفكش كبت الربيع؟ لا هو رامي دلوقتي بص أنا قلت لك اللي فارغ معاك ما تشو التراجي الوعي الفني لما كان الشيء عندك مش هتقدر تسجل وتكسب فالنادي الأهلي خلي بالك من غير وعي ومن غير فنيات ومن غير بظايف وغير انتزامات لا ولا من واكد نفسه إن حسيام البدري قاعد مع رامي عشان يحفظوا دوره ووظيفته إيه خلي بالك أنت الأعداد الخاصة والأعداد الفردية غير الجماعية غير المحاضرة دي مهمة جداً في حاجة اسم معداد فردية فأكيد إن حسيام البدري حفظ رامي دوره يختلف عن القلب خذ بالك المطلوب الطبيعي جداً وبعدين رامي دلوقتي نضج عنده دوافع كبيرة جداً رامي تخليه النهاردة بمزن الله وتوفيه يتقلق الأساسي في المنتخب رجع بعد إصابة بعد فالتصولة جداً أساسي لعب أصال وجال كان نجم في مبارات الكنغو يعني حاجة يعني رامي دوره نضج فالنه فأعتقد من قوة نظري إن هيكون عارف اللي ليه واللي عليه تمام تمام يعني كابتن حسين من الغاية لما نتأكد من التشكيل يعني تفتكر الكابتن حسين بدري في دماغه إيه النهاردة هيبدأ المبارات زي مقسمها إزاي هيقول اللعبة إيه يعني إنت عشير تكسير جداً خصان في المبارات الرسمية كمان بداية أنت خسران خسران فلازم عايز تكسب عايز تكسب لازم هتهاجم وذي قلنا دي طبيعة النادي الآله أساساً أنه بيهاجم عشان يكسب ولكن مع هذا الهجوم اللي هو هيبقى من الأطراف عن طريق مؤمن عن طريق أجياء عن طريق معلول عن طريق هاني من العمق عن طريق صالح عن طريق أزار التمريرات اللي هتبقى في عمق الاتنين القلباي الدفاع خاصة هم ما عندهمش في الكرات العالية العرضية كويسين لكن الكرات اللي هي بينية بين الاتنين المساكين أو القلباي الدفاع بتبقى عندهم مشكلة شوية وكمان واحد على واحد في الحاجات دي ممكن سرعات وقاليد أزارو أو صالح الجمعة من تحت تبقى مؤسرة فأكيد هيتقى فيه هجوم من بداية اللقاء خاصة كمان الاستاذة هيبقى مقفول للبرج العرب هيبقى خمسين ألف متفرج فلازم بقى فيه دفعة هجومية جمد بس مع ذلك هيكون فيه تعليمات للناس اللي وقفة وراء زي نجيب زي سعد زي رامي ربيعة اللي هو غالب أنه هيبقى في فسط الملعب أنه في الحالات الهجومية دي لازم بقى فيه وعي لأنه النجم الساحلي والكرة التونسية وكرة شمال إفريقيا طول عمرهم سواء مع المنتخبات أو الأندية بيجده الهجمة المرتدة السريعة يعني هو ممكن يفضل في حال الدفاع وإنت بتهاجم عليه وإنت قريب للمكسب وإنت تجيلك كذا ضربة روكنية وكذا هو ممكن وحدة فلازم يبقى فيه تركيز دفاعي كمان عشان أنت الهدف اللي هيجي كل شوية بيصعب عليك ويخليك مستعجل فأنت هتبقى عامل الحاجتين أنت عايز تكسف هجومك وتعمل هجوم شارس تستغل الخمسين ألف متفرج الموجودين وأنك أنت محتاج مكسب طبعا ولكن لازم يبقى فيه تركيز في المواقف الدفاعية وفيه ناس واخدى مهام إزاي توقف تعطل مثلا هجمة مرتدة إزاي تعطل إمكانيات فردية الحد معين زي بنجورة زي المهاجم النهاردة بيقولوا هو الأساسي اللي هو ديوجو كوستا هو هدف هدفهم جايب أربع أهداف كم مصاب المطش اللي فات فأيا كان يعني اللي بيعمل الهجمة المرتدة فيهم فهيبقى فيه تعليمات لكن الأساس أنه هيبدأ أكيد ضاغط ويستغل الجماهير اللي موجودة الكابتن حسين يا كابتن شريف جات له يعني أنا مش مستهل أنه برضو رامي ربيعة سريع جدا قوي جدا أسرع عنده سرعات أسرع من نجيب عنده كوة نجيب عنده خبرات أكتر من رامي ربيعة لكن أنا برضو مطلوب بعنصر فيه كوة وفيه سرعة زي رامي ربيعة هو ممكن يكون فكر كده لأنه ممكن نجم السحيل أو أكيد نجم السحيل يلعبك برأس حربة واحد هيهجمك على الاستحياء شوية يتكلم على هجمات المرتدة زي ما كابتن أسامة تكلم عليها تفتكر أنه هو ممكن يكون كده أول قلبه شوية عشان يطلع رامي ولعب محمد نجيب لا هو زي ما أسامة قال لك هو خسران يعني بيلعب بفكر هجومي بحث ده أنا لو من مكان أسامة النهاردة هفوك ربيعة السولية وحط واحد كمان قدام يعني خلت بالك وهعمل مسؤولية على ربيعة وصولية الواحدة في النص وهخلي التدعيم يطلع محمد نجيب ده بيكمل مكان رامي ده لو أنا يعني هعمل حكاية هجومية بحتة وممكن السيناريو ده يحصل لو أنت لو قدر رحصلك أي تشكيل أو أي حسام بيفكر كل حاجة حسام اللي معوره جني اللي جا فيه هناك ما كانش ليه أي لازمة وأنا عارف حسام بيشتغل إزاي المطمن حسام الحالة البدنية اللي بتبقى عند لعبته لما بيلعبه الباس مفيش باس ميز باس كتير فرقة نادي أهلي بتبقى كويسة أول حتة الرامي ربيعة النهاردة اللي انتم حطينه في المكان ده وكلنا موافقين إنه لعب الآخرين مش احنا مش منطلبين من ربيعة إن هو اللي حكسبني النهاردة ربيعة آه بيطلع في الكورنر يقدر يعمل كرة بدماغه بيقدر يعمل فوله بيجي لجوار وبيجي للتصويب لما يعني بتجيله فرصة مريحة إنما حسام البدن النهاردة بحث بيدور على أذاره خذت بالك بيدور على صالح جمعة بيدور على أجاية الناس دي بيشوف محمد هني قد يح يبقى من ناحية اليمين ويقدر يعمل العرضيات للناس دي هيشوف علي معلول إزاي هيعمل العرضيات من ناحية الشمال اللي هو بيعوض للفراغ ده كله العلاقة بين أجاية ومعلول شكلية ده اللي بيدور في أحسام البدن الدنيا مشت سليمة وكله ماشي تمام خلاص انت هتبقى وخطوط وكلام عندهم بس انت كمان لو خدت مأخذ الجد محمد نجيب بتتكلمه عنه نهاردة وساعد سامير لو فيه تركيز جامد جدا والسبرينتات صح بيعملوها وماسك من غير ما يعملون اي فاولات بقى ناحية الثامن لان التانيين من أخطر حاجات عندهم انهم عندهم الدربات السابتة دي خطيرة جدا فانا كل فاول بيجي علينا في اي مرشاط كانت اللي فاتت في مساحة من الوقت من دقيتين لتلاتة عشان يلعبوا فاول لكنهم ضرب الجزاء مع الفرق اللي بتلعبنا هو حقه هو بياخد الوقت عشان احنا كده يبقى لازم ملتزمين في حتة ان احنا ما نبقاش متهورين في المنطقة اللي هي قدام شريف اكرام هو الحل الوحيد ان شاء الله ان هارضا من اهلي يعني يجيب جن في اول مباراة علشان يقدر يبقى عنده اريحية حسب ما ربيعك نعرف احنا بننزل عندنا هردر في اول عشر دقائق لازم نخلص المباراة طيب نطلع لتقرير نشوف نجوم الاهلي عن هذه المباراة ونرجع لحضراتكم على طول هو طول عمرنا مش مجرد ماتش فينال او ماتش مهم اذا ده طول عمر العيبة النادي الاهلي بيفكروا في اسعاد جمهور النادي الاهلي لان هو ده الاساس علاوة على ان النادي الاهلي لما بيشترك في اي بطولة لازم يبقى الاول يعني احنا التاني بالنسبة لنا مشكلة فبالتالي لما بتالب على بطولة كبيرة زي دي واحنا بقالنا فترة بيد عنها فأكيد اسعاد الجمهور اسعاد النادي الاهلي اسعاد مصر قبل كل الكلام ده فماتش صعب جدا لكن احنا لعبتنا الحمد لله حتى اللي بيجي من برا عشان بس بقى honestly كلامه واضح حتى اللي بيجي من برا يعرف قيمة النادي الاهلي ولما بيخش في المجموعة عارف امكانيات النادي الاهلي وعارف اسم النادي الاهلي كبير وعارف ان النادي الاهلي ما بلعبش غير على بطول فبالتالي أرجو أن اللعبة تبقى تهدية شوية نحن أجل واحد يكفينا مش عايز استعجال ويمكن كان فيه اللقاء مع حسام البدري من يومين الكلام مع بعض التليفون وأنا متطمن جدا جدا بالجماهير العظيمة اللي هتسحف ورا الفريق بالدعم الإعلامي إن شاء الله لعبتنا وأي 11 لأن أنا سمع كلام كتير هيلعب لمن؟ بعبدالله السعيد ولا صالح جمعة ولا رمي ربيعة في نص الملعب أي 11 يلبسه فنالة الحمر رمود الناد الأهل وصاحب الحق الوحيد في اللي يقول مني اللي عمل لعبش في اختار ده حسام البدري إحنا بدنا نتقد وإحنا برا عاديم في التكييف وعاديم في الجنينة لكن حسام البدري هو اللي عايش هو اللي عارف لعبته وأعتقد إن حسام من المدربين اللي يعني مش محتاج نتكلم عليه مدرب كبير علاءه على إذن من أبناء النادي الأهلي المخلصين فبالتالي حسام عامل حساباته حسام السيناريو بتعلمتش عنده إن شاء الله مباراة صعبة جدا نتعرف المباراة هناك خلصين واحد إن شاء الله إحنا هنا محتاجين يعني أي مكسر إن شاء الله واحد سفر إن شاء الله يصعدنا وبالتالي إحنا دايما في النادي الأهلي أو الملتخب المواقف الصعبة اللي عيبة ببداني متبقى عند معدنها إن شاء الله اللي عيبة الموافقة ربنا يوفق كبير المسام البدري في حيات الحداشر لعب دول مباراة وتغييرات اللي هيعملها إن شاء الله وفي نفس الوقت أنا شايف من الغيابات اللي موجودة في رأسها أحمد فاتح أو صام عشور إن شاء الله محمد هاني ناحية اليومين يقدر يسد الجابحة اليوم وخلاص محمد جاء عنده فبراته يلقى بكتير جدا مع الدرجة الأولى دلوقتي وأعتقد إن هو جدير بهذا المكان إن شاء الله يعود غياب أحمد فاتح نص الملعب طبعا حسام عشور يعني هو خسارة كانت للملتخب في الملتخب الأخير بتاع أغاندا وفي نفس الوقت أعتقد إن هو يكون هو آسف وفي نفس الوقت خسارة في مباراة مجموعة السحيل حسام عشور لأن النهاردة يعني تغييرة الكابتن حسام البدري اللي رامي ربيعة في الممبرار اللي فاتت إن هو دخله نص الملعب ونازل محمد نجيب سردباك أعتقد إن دي تغييره بتتدينا مؤشر إن كابتن حسام بيفكر إن هو يلعب درامي والسولية في نص الملعب فبالتالي يعني أتمنى إن شاء الله إن هو يبقى موفق في اختيار اللعيب اللي هيلعب في الحتة دي إن شاء الله ربنا يكرمنا والسابورت اللي هيبقى موجود من الجماعير والناس اللي هتروح للإستاد سند الفريق بقوة وإن شاء الله اللعيبة بتكون على قد المسؤولية إن شاء الله اشتركوا في القناة النجم الساحلي فريق قوي والأهلي المصري فريق قوي لكن النجم الساحلي عنده تأثير كبير خطر النتيجة اللي عملها في سوسا اثنين بواحد والأهلي مش هو اللي عنده ضغط هو الضغط الجمهور وضغط النتيجة والنجم الساحلي يعرف كيفاش يكسب المخاور كلهم يكونوا رجالة ولعبوا لعب نظيف واللي يربح اللي يكسب هو اللي صحيح والله في الواقع هو فريق الأهلي في أسوأ حالات وديم يفوز بالمباريات أنا كمشاجع للتراجب يتمنى الفريق التونسي واللي فوس لما الواقع اللي يفرض روحه الأهلي المصري أقر بالنفوس بالنسبة للجمهور ما يأثرش في الفرق الكبرى رو النجم يكون الضغط موجود أكثر على الأهلي خاصة مع تقدم الوقت إذا كان مسجلش للفريق الأهلي المصري اشتصعب عليه المقابلة مقابلة صعيبة على الفريقين فريق نجم الساحلي في المقابلة الذهاب انتصر 2-1 النتيجة هذه معناه كل صراحة نحن قلوها بالفرنسي سنوري جلتا بياش نتيجة فخ معناه ممكن كان انتصر نجم الساحلي 1-0 أفضل من 2-1 مقابلة حسب رأياني نهائي قبل الأهوان نتصور المقابلة صعيبة على الفريقين يظهر لجاهزية بتاع اللاعبين في اليوم المباراة هي اللي بشتفرق وردت قوية برشا ونتوقع على الأهلي واحد بلاش لأنها قدام جمهورها وتسمع متنجمش تفلت معناه الماتشة داي أكيد نادي الأهلي نادي عريق ونادي التراجي نادي عريق ونادي نجم الساحلي نادي عريق لكن توقعات تقول إلي نادي الأهلي طواب في المباراة التراجي نرم على الماء يعني نادي النجم الساحلي النجم يقرم نادي الأهلي نادي الأهلي أصبح الآن كتاب مفتوح لنجم الرياضي الساحلي خصوصا بعد مباراة التراجي المباراة صعيبة شوية اللي يمسك عصابه اللي بش يمسك عصابه هو اللي بش يفوز باللقاء وفيه نقاط تكتيكية معينة نجم الساحلي نجم يكون يتوخى طريقة دفاعية بحتها المباقتة في آخر اللقاء نجم تعطي تعمل الفارق أنا نتصوره بش يكون تعادل سفر سفر التونسي سيعيد الفين وسبعة وسينتصر في فيورة الخندرية طبعا الأهلي إكيب روية أما أنا تونسي مشاشر عن نجم وستكون إن شاء الله واحد سفر للنجم إن شاء الله توقعتي أنا المقابلة إنه أهلي قادر يكسب قدم جمهوره في بلده وأنا معناها صحيح تونس تونسي والمتوال تونسية أما أنا توقع أنه الأهلي سيكسب فرصة هذه من المتخب مصر إن شاء الله بتوفيه في نهاية كاس العالم في 2018 بعد مباراة تاريقي أهلي يخذها تينا جديدة والجمعية كبيرة وفرقة كوية يعني يزم يخذوا حضروا كثير النجم الساحلي أما نتوقع أنا حسب اعتقاداتي إن نجم الساحلي فيما لعب كوي سيزم أيمر بن عمر هو يغلب الفارق كابل يعني هلي النجم الساحلي ما رشح أني بشفوز طبيعي يخذ فيما لعب اسمنا أيمر بن عمر اشتركوا في القناة الساحلي سيشعر ونشاء الله لعبتنا لعبведة مكتهدة سيستطيع أن يخلص المكتب ويقالص وفرق 2-0 ولكن اشتركوا في هذا الموقف يعني الأهلي يبقى في هذا الموقف إن شاء الله بإمكاننا بإمكاننا إن شاء الله نواتنا نقوم بإمكاننا ونحن يكون بالعب سيشعر ونشاء الله ونحن نحن أن نحن أفريكا إن شاء الله تنلوح للأهلي إن شاء الله بإذن الله والأهلي يسعد نهاية أفريكا إن شاء الله ويستعيد البطولة الغائبة اللي بقا لها فترة بس إن شاء الله احنا كفريق اسمه الندي الأهلي بالقرى اللي عندنا بالقرى بتاعتنا نكسب أي حد وإحنا أبطال أفريكا الفعليين احنا اتغلبنا المطش اللي فات إزاي ما فيش فير بلاي في كرة قوت وبنعالج لعيب والقرى التانية شلوت ورح جول باللغة البلد يعني إنما إحنا كان لنا فرص ولينا مفردات وروحنا على الجون ولو فيه توفيق لوليد أزاره نتقدم من الأول وكده فبنطلب التوفيق بتاع ربنا ونلاسته بقى صبرة وجون يوصلنا إن شاء الله نكسب أكتر من جون واثنين وثلاثة وفكرة الماتش صعب طبعا كفيرة شمال أفريكيا وإحنا عارفين لعبة شمال أفريكيا إنما اللعبة الطبيعي إحنا فرقتنا فرقة كبيرة ومصنفها أفريكيا وهي بطلة أفريكيا فالماتش بالنسبة لنا بإذن الله مصعب بس ربنا يصل إن شاء الله يكون فيه فيه فير بليف فعلا بالتحكيم عشان ربنا يكرمنا بالماتش لها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الأهل يكسب 2-0 والأهل دايما بيبان في المواقف الصعبة وإن شاء الله يعني عودة أزاره النهاردة في الماتش حتى حتبقى تفرق جامق جدا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الأهل أغلب ثلاثة واحد ولا أهل أغلب مرتاح يعني الأهل كويس وفارد كبير وبطل أفريقيا قبل كده هي أكتر من مرة إن شاء الله بإذن الله الأهل هيفوز لأن الأهل بيبان في المواقف الصعبة يعني المواقف الصعبة بيبان فعلا معدن اللعيبك هتنادي الأهل فأي واحد هيبقى مكان أحمد فاتحي أو عشور أو 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 فعلا هيبقى بردك لأنهم كلهم على قلب رجل واحد إن شاء الله هيعدي مواتش كويس أما حاجة بس إن إحنا ما يخشش فينا جون عشان إحنا نعمل الأول وبعد كده جونده هيجي في أي وقت إن شاء الله دفاع النجم الدفاع مش مش قوي هنقدر نصالح جمال أولاب هيدي سروحات من ورد فعال أزاره أو أجاي وإن شاء الله نكسب 3-0 إن شاء الله ماكش صعب يعني ماكش صعب وإن شاء الله يعني بدعاء الجمهور وبدعاء الناس إن شاء الله ربنا هيسهر الأمور وهنكسبهم إن شاء الله إن شاء الله الأهل هيكسب 2-0 إن شاء الله بالنسبة للأهل بس اللاعبة تبقى رجالة وطوله عمرهم رجالة وإن شاء الله الأهل اتنين سفر بإذن الله أحمد متعب لمسة روعة ما فيش أفسايد فيش أفسايد وكورة خطيرة يا الله من يكمل هو وليد سليمان الله عليك الله الأعصر الفنان وليد سليمان والله أنا شايف أن الظروف اللي احنا فيها دلوقتي تحتم على كل لاعب وكل عدو في الجهاز أنه يبزي الأقصى جهد وأعتقد أن احنا دايما في الزنقة وفي الظروف الصعبة بنطلع كل طاقتنا هذه المباراة هي مباراة جهد لا يكفي فيها الحتة الخطط والحتة الناحية الهجومية والناحية دفاعية لا دي عايزة أساسا روح ورجولة وأداء عالي جدا هذا الأداء وهذه الرجولة هي اللي بتخرج منك أنها واحد تكتكية هي اللي بتخليك تكمل للنواحي البدنية هي اللي بتخليك تكمل للنواحي الخططية فإن شاء الله أنا متفائل جدا بهذه المباراة وأعتقد أن كل لاعب في نادي الأهلي وكل فرد من الجهاز ابتداء من الكابتن حسام البدري اللي أعتقد أنه هو أعد إعداد عالي جدا سواء بدني أو مهاري أو خططي وحفظ اللعيبة كويس هناك وربنا يوفقه في اختيار العناصر اللي تقدر تواجه العناصر القوية وبرضو وفقه في اختيار العناصر التواجه للعناصر الضعيفة لأن خطة المباراة عليها دور كبير جدا 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 في الفوز بهذه المباراة وأنا شخصيا متفائل جدا بهذه المباراة وإن شاء الله حليك سمزينه النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي بجهازه الفني بقدرته بلعبته عودونا دائما في مواقف الصعبة والمطشاط الحاسمة بيكونوا قد المسؤولية وبيكونوا رجالة لأن لعبة النادي الأهلي معدنهم أصير يعني أنا بشبههم دائما زي الألمواز في الوقت الصعب بنلاقيهم ويمكن جربناهم في حاجات كتيرة قبل كده في مباراة كتيرة ومسابقات كتيرة أخيرها مباراة تراجي كانت برضو يعني مباراتين صعبين جدا ولكن شرفونا هو حنقصنا حاجة واحدة بإذن الله تمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنها يكون موجودة هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى التوفيق مهم جدا لعبة الكورة أنا عارف أن اللعبة مش هتأثر كل واحد حيبزل أقصى ما عنده وطبعا إحنا عودة الجمهور واحد دور خمسين ألف وتفرج دي حاجة كبيرة جدا حيسند وعملوا مسندة قوية جدا لعبة النادي الأهلي فبإذن الله طبعا جمهور النادي الأهلي ليه مفعول السحل ودايما بيبلعه برقم واحد فبإذن الله اللعبة مشتاء أن هم يشوفوا جمهور النادي الأهلي وأنا عارف أن بإذن الله هتطلعوا رجالة نتمنى توفيق ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله عشان هم يستحقوا بإذن الله أن هم يأخذوا بتوت أفريقيا ويصلوا لكاس العالم الأندية بإذن الله مباراة صعبة جدا خصوص النتيجة الماتش الأولاني لكن زي ما أنا قلت لك ماتش اللي قبله فاكر أنا قلت لك إيه قلت لك ما فيش ماتش صعب لكن ما فيش مستحيل بالنسبة النادي الأهلي النادي الأهلي نادي بطل بيلعب على بطولة فأي مباراة بيلعبها بيعمل حسابها بيعمل ألف حساب عليها عشان هو بيلعب على بطولة ما يهموش بعمل لقدامه لقدامه نتيجة اللي هو عايز يحقاها بيحقاها لعبة التنادي لأهل الرجال بتاع البطولات كل واحد عنده خبرة للبطولات فهم بيلعبوا على بطولة فإن شاء الله ربنا يكرمهم يوصلوا لهدف اللي هم عايزينه بكرة إن شاء الله أكيد طبعا وخلاص احنا بتعودنا يعني البطولة السنة دي فيه متوشة الحمد لله عبد الله ماتش تراجي كان برضو نفس الأجواء يمكن أصعب كمان من فرة التراجي تنظيميا وفنيا أعلى من فرة النجم ماتش حلو ماتش طبعا يضيف تاريخ كل لعب في النادي الأهلي وهم طبعا يعني مش مستنين طبعا الكلام ده كلهم معرفين إن شاء الله بإذن الله تكمل فرحتنا بصعودنا الكاس العالم إن شاء الله الأهلي يكمل فرحة بإذن الله ونكسب إن شاء الله النجم ونقابل أي حد إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله البطولة بعد ماتش التراجي يعني ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر انسي قنقر نانسي 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 قنقر أنا برده نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر طبعاً نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسا نانسي قنقر 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 اهلاً نانسي قنقر 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 ربنا يكفيك إن أنت تشتغل تحت ضغط أو تنعب تحت ضغط حكيد هيك هيك هوير رجعي رجعي أداء ورجعي ثقته شيء جمع لماذا تسمح لي إن أنا أقولها يعني חمد لله رب العالمين إن أنت عندك في النادي الأهلي جمهير النادي الأهلي دي نعمة ديه له أوي مش موجودة يعني رفع زي ما أوileen هتلاقي جماريا النادي الأهلي ما أعاد الحاجة لي أن أكلتديها نتمنى بقى إن هما يسمحوا لعوضة الجماهير لان الاهلي فعلا زيما كابتل وصامة عربي كان بتكلمه ادام حضرتك كده كنا بنروح واحنا ونروح الاسداد وكان الاهلي مابقاش في الفورمة لكن جماهيره هي بترقى نعيب رقم واحد طبعا دي حاجة معروف واحنا قولنا قبل الماتش يا زي محمد قولنا ان الجمهور هو اللي يبقى صاحب الكلمة العليا او صاحب السر النهاردة اتمنى بقى من الكورة يا الحمد لله ان شاء الله نسعد كاس العالم ربنا عرفة انا قولنا نجيب النهائي نقفل بقى الصفحة دي خلاص نركز بقى فعندنا ماتش الاسبوع اللي جاي ماتش النهائي عشان الفرحة دي تخلص ان شاء الله بقى تبقى الفرحة تتوق بوصع عضنا الكاس العامل الاندية يبقى ان شاء الله دي من ضمن الانجازات اللي بتضاف لمجلس ادارة شغال باخلاص وشغال من غير شوشرة وشغال من غير استعراض وربنا يكرمهم ويكرمهم كده ويكرمنا ان شاء الله في البطولة بحق الجامعة شكرا عزيز محمد شكرا والفبروك عليك يعني نرجع لحضراتك وتاني كابتن شريف وكابتن ربيع هدف لك جاد جون ولا مسكتها ربيع عداني هدية كبيرة اول نعم يعني جاد جون ولا مسكتها طب الحمد لله بتاع رس ادري كابتن وسامة اتكلم عن الفرص للسجنان الاهلي بسهولة او احراز الاهدف بسهولة عايزين برضو ما ننكرش ان كان فيه انتشوار كويس من ويد اظهاره في التالت اهداف بتاعته حسن يعني الاستغلال الامسة للبوزيشن للمكان ما كانش متسادع ان اواروح للكورة كان باستنى فيه واحد على الاولى اخلناها على الاخيرة فلازم برضو نقول ان هو كان برضو بيواصل مسلسل تمركزه الجيد جدا جدا تحرقاته الحلوة اوي اوي توغوله الحلوة اوي اوي لكن ما كان ينقصه عواضه في هذا اللقاء ما كان ينقصه عواضه في هذه المباراة اخذ من كلام اسامة وكلامك ان الجمل اللي حصلت ناحية اليمين بتاعت النجم السحيلي اللي كان اسامة بتكلم عليها وبيقول ان احنا هناخد الكونتر اتاك في الحيطة اللي هما بيحاولوا يجوموا منها اللي حصل النهار ده حاجة جميلة جدا واريت تكمل ماشي المغرب بقيت الله انهاء الهجمة لو شفت ازاي الجمال ان الراجل اللي بيتطرف وبيتجيله الكرة زاي مؤمن شفت مؤمن بيلعب الكرة ازاي بتركيز اللي هي رايحة زاي مال اسامة سهلة رايحاله زاي البطن ازاله كده على رأسه بيفتح اينه وبيحطها بقوة بدماغه هنا الجمال اللي حصل ان انت كل ما بتبقى في انهاء هجمة مركز وعارف من تحت الديها نين وشايف اكتر من واحد واحد على القريبة والتاني على الضعيبة حتى البكات تتلقبطت مش عارسة تغطي على ده ولا على ده فده الجمال اللي كان موجود النهار ده في الملعب كل العيد بركز اللي هو انهاء الهجمة شكلها ايه وشايف زميله بتحرك ازاي كان توفيق كبير او من عند ربنا ان هزا ان احنا بنشوف الجمل دي والتبادلية والثقة بتاعك عادة ايه اللي هو بيطلع معلول ومعلول بيروح وبيشوق وعند الثقة في البرينتات دي والجاري ده مع مساندات لعيبة كان لغاية الراجل طلع جمعة احنا من هزا صالح جمعة كان عاملينها جابها جمدة جدا في نص الملعب ومريحنا احنا بنتفرج ان في اي وقت هيقدر يوصل اي لعيب اقدام جو جو فحتى لما طلع والتغيير المنتاز اللي عمل بوليد سليمان ما فكرش في القطاع العبدالله السعيد انما هو فكر ان هو يبقى عنده الجبهة يمين جمدة اوي من وليد وجبها شمال من مؤمن مع مساندت اجاييه وعلي معلول عمل لك التفوق الواضح ده انهاء الهجمة بقى ده اساس في كل كرة واحنا جبنا جوم فيها الا في الكرة بتاعة التنالك اللي انا كنت يعني في ناس مؤترضة معي انا بقول ان الراجل ده اتفرم وليد سليمان وهو رايح اتنين بيخدوس اندوتش وربنا راح يعني ممكن حاسس ان الحكم يا كابتر ربيع مش هيدديها لنا طرح ربنا هو اللي عملها النظران صديقة وراح الداخل جوم فالحمد لله طبعا على كل اللي حصل ده ونفس اللعيبة فكبتا يتصرجوا عالماتش ده تاني يشوفوا ايه الفسارات اللي هم كانوا مركزين فيها جدا وقدروا يترجموا نفسهم انهاء الهجمات ازاي بنشوف بعض ازاي بنبصر بعض صح نفيش ميز بص كتير النهاردة وده اساس التفوق في المرحب طيب يلا نروح لامير يشام مع مجميل آني يشام محمد نروح نشوف اللقاء ونرجع لحضراته وعلا للقلعة الحمراء ولكن تعد عشان تغذي السباق عشان تفرق الملايين من الأرشاف ومحبي القلعة الحمراء عشان تغذي السباق عشان تغذي السباق اشتركوا في القناة 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 الواحد يخدم على روحه عنده جمعية يدافع على نادي الأهلي إن شاء الله ما زالت النهائي طوى نحاوله نتوجه باللقب إن شاء الله تقلق وليد أظاره النهاردة يمكن كلكم لعبة النادي الأهلي كنتوا بتساعدوه في الملعب قدروا نلاحظ هادرك عايزة أخذ تعليقات النهارة وليد المهاجمين الممتازين في النادي الأهلي يخدم في خدمة كبيرة برشا الحمد لله اليوم أجاء التوفيق وإن شاء الله الناس ستعرف اللي وليد أظاره مهاجم به وعنده الإمكانيات الكل مش يبقى أحسن مهاجم شاء الله مزال نفرح وتهو عنا يوم عنا نفرح وفيه إن شاء الله إن شاء الله لنحضر المقابلة متعنا كما يلزم إن شاء الله ده طبعا كان قام أحد نجوم المباراة لسا مستمرين معك وحيكون معنا إن شاء الله لقاءات أكتر وأكتر في زل هذه الفرحة التفيرة جدا للنادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم من جديد يعني إحنا كنا بصراحة عاملين لوكيشن على حسابنا هنكسب اثنين أو كهات لما غير الموضوع بقى ستة فقلنا نوسع اللوكيشن شوية عشان أكيد فيه ضيوف هيجوا ستة بقى يعني لازم نوسع له اللوكيشن هللي يا فروح؟ أكيد أجراديولا يعني ألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الآلي الواحد فخور الصراحة أنه يكون موجود مع الكوكبة يعني كابتن ربيع يسين كابتن مصر كابتن شيف عب منعم كابتن أسامة عربي التاريخ والمستقبل التاريخ والمستقبل دا من النادي الآلي ما شاء الله التاريخ والمستقبل والخاضر كله إن شاء الله يكون موجودة في الوقت الجاي ولكن ميديو كان المطش صعب ما كانش سهل ولكن جون ورجون حبيبي ما أنا قلت جون ورجون حبيبي احنا قلنا كمان يا فاروق أن السماء بتاعتنا مفهاش غير نجم واحد بس لا تستقبل نجوم إلا نجم واحد بس هو نجم النادي الآلي مع احترامي طبعا نجم التونسي ما لقاش أي مكان لقاشه بحمرة فأكيد الشواب الحمرة بتحرق أي حاجة ما بقدرش يستحمل نادي الآلي لما بيصمم يكون معا جماهيره الصراحة نادي الآلي عبر تاريخه من أول بطولة أفريقيا نادي الآلي حتى البطولة اللي قابلية كانت في 81 نادي الآلي وصل للسيم الفاينل وكان قدام شبابة القبائل ولكن طبعا وفاة الرئيس الساداتية لم تستكمل البطولة وكان أقرب النفوذ بها دي البطولة بعد كده في 82 الدنيا فتحت ونادي الآلي ابتدى ياخذوا أفريقيا ولم يكن في أي طولة من البطولات أي طريق أسأل ولكن برضو عايز أقول حاجة أن كان فيه تفاقل كبير جدا من جمهورة نادي الآلي ميدوا من قبل المطش وهم رحين الأستاذ كله فيه تفاقل وكل حتى كان فيه حالة النهاردة كان فيه حالة الكل حول النادي الآلي كله لابس أحمر وكل حاسس وفخور وعنده إحساس بالثقة أن النادي الآلي قادر أن يكسب النجم الساحلي ويتأهل كالعاد يعني عايز أقولك كمان إن شاء الله موعدنا إن شاء الله ببرج العرب يوم 29 عشرة أول مباراة في النهائي إن شاء الله كل الأستاذ مليا إن شاء الله الأمن بقى يوفق إن احنا نكمل الاستاذ يعني على آخره كله جميع أهلوية إن شاء الله توقف ور capability الأهلي 29 عشرة والمطش اللي جاي أو المطش اللي بعيد إن شاء الله يوم 5 نوفمبر مطش العودة في المغرب إن شاء الله إن شاء الله كاس أفريقيا أهلوية وإن شاء الله هنشوف الأهلي في كاس العالم للأندي مرحبا بقى يوفنا بقى يلا تفضل بقى اه كلام كبير وكلام لا لا مدرش ننساك نتكلم على التاريخ نتكلم نتكلم في صدى كبير جدا البي بي سي بتتكلم على انجاز النادي الاهلي موقع الفيفا بيتكلم موقع الفيفا بيقولك الاهلي ينصب مهردان اهداف على النجم السحلي هزيمة صخيلة جدا بالنسبة للفرق التونسية كان في المؤتمر الصحفي المدير الفني الفرنسي بارفيلوت كان لحد ما متعجرف في كلامه احنا هنكسب واحنا وي وي ودائما كابتن ربيع المدربين اللي بيطلعوا التصريحات داد بنبقى مبسوطين احنا بنمحسين ان شاء الله نرد في المؤتمر احنا نتفالة مراحة فرقية نركب نتويس وراحة تمرين لاي الجمهورة منها فور هتخسروا فور فلاعرف انها هنكسب على طول ففرقية مفهدا فكرني بفرقية لا النهاردة فريق النجم كان فاقد الوعدة فنية ما عندهش فنية خاصة اولا لا يملك صفات اراضية خالص النهاردة حتى كل هدف بيجي تحس نلعيبها وقفة لا يملك مقومات بطل عاوز يوسع انها يفكر في كاسه لو احنا مسكت الجوانب كلها البدنية والمهارية والخصوية كابتن ربيع استاذنا حضرتك احمي معنا الرئيس مدنس دارة النادي الاهلي مهندس محمود طاهر مع زميلة محمد سعيد محمد اليك الكلمة شكرا لكم عودة من جديد هنا الى استاذ بورج العرب وبعد احتفالية ونتيجة تاريخية لفريق النادي الاهلي كما هو المعتاد الاهلي زعيم القرى الافريقية يتأهل الى النهائي الافريقي للمرة الخامسة عشر في تاريخ بفوزة صاحقة على النجم الساحلي بستة اهداف مقابل هدفين هنا من قائد تقبار الزوار معي في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي شو مهندس بقولك الف الف مبروك الفوز والنتيجة في توقيت مهم جدا لجماهير النادي الاهلي ولكل منظومة الاهلي تعليقك عن نتيجة وشدة الاحصاب اللي كانت موجودة اثناء المباراة والحمد لله الاهلي لعب اداء ونتيجة ووش ظهر بشكل مشرف جدا بعد الوصول للنهاية الافريقية الحمد لله ربنا كرمنا كرم شديد جدا اللعيبة قدوا اللي عليهم والزيادة كل لعيبتنا النهاردة نجوم بيثبتن ان الاهلي بمن حضر عندنا اصابات وعندنا ناس نعصى اننا الحمد لله الحقيقة كل لعيبة من الاهلي هجوم رجالة وعملوا اللي عليهم ونجوم فوق العادة النهاردة في مباراة النهاردة اولا طبعا انا احب ابتدي برغم الفرحة اللي احنا فيها انما بنعزي مصر كلها في الشهداء وبنهدلهم هذا الفوز لارواحهم اللي بيفدوا بيها مصر واحنا بنلعب باسم مصر وكلنا مفروض وقفين وراء الوطن ان شاء الله ربنا يرحمهم ويلهم زويهم الصبر والسلوان وببارك للعيبتي وبارك للشعب المصري على النتيجة الجميلة دي وربنا برضو بيكافئ مصر في حزنها بفرحة ان هي تبقى تعوض الى حد ما انما اللي انا عايز اقوله برضو انه احنا عندنا مباراة قادمة بعد اعلم الاسبوع لازم نتركز تاني الفرحة ما تنسناش لسه ما بدأ لسه ما خدناش البطولة احنا النادي الاهلي بيلعب على البطولة دائما ان شاء الله يكلل مجهود الناس دي الجهاز الفني ولعبته والادارة في النادي كلها ان هي تركز عندنا مبارايتين قادمين قادمتين ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم وانفرح الشعب المصري كله حراج النهاردة توجهت الفندق اقامة فريق النادي الاهلي قبل التوجه للاستاد ودايما على اتصالات مع الجهاز الفني كانت ايه رسالة او كان ايه احساسك كمان لما عادت مع العيبة او شفت الجهاز الفني قبل هذه المباراة وشايف ان الفريق مركز في مرحلة مهمة جدا لتحقيق هذا اللقب البطولة غالية والاهلي محتاجة في التويد ده لكن من قربك للعبين والجهاز الفني واجتماعتك المباشرة كان ايه احساسك والرسالة كنت بتوصلها لهم لا طبعا انا دايما مع الفريق ودايما واقف في ظهر الفريق ودايما الادارة كلها واقفة في ظهر الفريق ما متأخرش عليهم في حاجة كل طلباتهم متجاب وهم بيؤدوا على قد المسئولية زي ما بقول كل مرة بتبقى هي هي نفس الرسالة لعبتنا مش محتاجة تحفيز لعبتنا عارفين مسئوليتهم عارفين التشيرت اللي هم بلعبوا بيها شكلها ايه عارفين مدى المسئولية اللي مصر كلها محملها لهم وهم على قدر هذه المسئولية وده اللي بقوله لهم دايما والجهاز الفني بيقوله لهم والجهاز الاداري بيقوله لهم لعبتنا بتنزل قبل كل مباراة انها بتلعب بطولة لانه النادي الاهلي كل مباراة بالنسبة له بطولة الجمهور المنظر الجميل النهاردة ده اللي كملي سيمفونية النتيجة النتيجة والاداء والشكل والجمهور غل في كل ده بالشكل الحضاري اللي ظهر بين الاول دي الغات اكبر دي يعني طبعا الجمهور انا على طول بقول جمهور النادي الاهلي هو الشريان الحيوي لفريق النادي الاهلي وهو السبب الرئيسي في انتصارات وشعبية النادي الاهلي وهو اللي بيحفز العيبة وهو اللي بيحفز الجهاز وهو اللي بيحفز الإدارة على بذل أخصى ما يمكنها لإسعاد هذا الجمهور العظيم اللي أنا بقول وفي آخر أربع مناسبات من أول التمرين من اللي قبل وماتش الترجي لحد ماتش الترجي هنا وماتش الترجي هناك وماتش النجم الساحلي هناك حقيقة أنا شفت جمهور النادي الاهلي اللي بيسافر ورا الفريق في تونس رغم خلت عدده إنما كان صوت ومسموع وكان حافز رئيسي للفرقة إنها تطلع بنتيجة في ماتش الترجي رائعة وبنتيجة في ماتش النجم الساحلي مقبولة زي ما قلت هناك هي نتيجة مقبولة وزي ما أنت شايف هنا كان ليهم فعل السحر والجمهور ليه فعل السحر وبتمنى وبتمنى من قلبي إنه الجمهور يرجع بكامل طاقته لأنه النهاردة الاستادة لو مليان يعني الحقيقة الواحد بيحس كانوا بيلعب مع العيبة العيبة بتحس بأحسيس تاني خالص وبتأدي أداء مختلف بترفع الروح المعنوية إحنا النادي الأهلي ضرب المثال في إنشاء إدارة المباراة وشؤون الجمهور والحقيقة إحنا يعني أنا بشكرهم على النجاح الباهر اللي هم عاملينه وبإذن الله القدم يبقى أحسن وبقى ناشد الأمن وأنا اتكلمت مع السادة وزير الدخلية ومساعدينه فإن إحنا إن شاء الله إن شاء الله نسعى إنه المباراة القادمة يبقى فيها عدد أكبر شوية زي ما كان زي ما كان قبل ما يتوقف عودة الجماهير إن شاء الله أصبحت حتمية الأمن متفاهم جدا كلنا وقفين وراء الأمن في احتياطاته أعتقد إنه بالتنسيق بين الأمن والنادي الأهلي النادي الأهلي قادر على إرجاع جمهوره ليملع الإستاذات مرة تنظر خبر مهم يعني نفرح بجمهور النادي الأهلي مع الفرحة إن بإذن الله مباراة الإسبوع القادم أمام الوداد المغربي في زهاب نهاية أفريقيا سيكون بإذن الله بعد موافقة الأمن إستاذ برج العرب كامل العدد ما نستبقش الأحداث إن شاء الله نحن على تواصل مع الأمن وإن شاء الله هنصل إلى حاجة كويسة أوي تساعد جمهورنا وتساعد لعابتنا وتساعدنا جميعا إيه الرسالة التي تحبت وصلها لكابتن حسام البدري تحديدا للمدير الفني في اللحظات دي فاس بدوري فاس بكاس وصل لنهاء أفريقيا نعم لسا إن شاء الله احنا أمنا في البطولة لكن في اللحظات دي بالنتاج التاريخية دي يعني إيه الرسالة التي تحبت له له أو أول ما تقبله فقط اللبسة حاليا أعتقد أن حسام البدري يعني وزي ما قلت حسام البدري من أفضل المديرين الفنيين على مستوى الشرق الأوسط وأثبت ذلك مش مش موضوع أن أنا بقول كده لرفع مع نوعياته حسام البدري على مدار السنين اللي فاتت أثبت أنه هو من أكفأ وأنضج المديرين الفنيين هو بيزداد نطجا وإن شاء الله يصل إلى المستوى العالمي حسام البدري أنا بعتقد أنه ليه دور كبير جدا لأنه بيلعب تحت ضغوط شديدة جدا داخلية وخارجية ويعني الحقيقة هو رجل المواقف وحسام البدري النهاردة عدار المبارزة ما شوفنا الحقيقة بحاجة جميلة جدا بيقرأ الملعب كويس شايف الناش كلها عارف إمكانيات لعبته بيوظف لعبته صحيح مزبوط أعتقد أن حسام البدري من الحادات اللي بنفتخر بها في النازل الأهلي لفت انتباعة المبارحة ركت كلمت على السلاسي الأجنبي في النازل الأهلي وليد أزارو علم علول جونيور أجاية والنهاردة هاترك لوليد أزارو أعتقد لأول مرة منذ السنوات طويلة الأجانب في الأهلي كلهم مفؤول السحر مع الفريق بهذا الكم بهذا الأداء وليد أزارو تحديدا يا بش مهندس يعني أنا بقول إحنا بنبني فرقة بأننا سنتين ثلاثة مع الحفاظ على البطولات مش بس بنبني فرقة ونضح البطولات لا إحنا بنحافظ على البطولات وبنبني فريق قوي والحمد لله النهاردة عندنا فريقين وزي ما أنتوا شايفين الأصابات ما بتؤسرش التأثير الخطير في الفرقة بالعكس بتدي الفرقة ما فيش واحد يعني أنا وأنا هتكلم على واحد زي محمد نجيب محمد نجيب الحقيقة مثال للاعب الأهلي وفنلة النادي الأهلي وروح النادي الأهلي محمد نجيب جوه الملعب زي برا الملعب حينما يطلب محمد نجيب بيبقى موجوده على أعلى مستوى أي لعيب في النادي الأهلي باحتياطي أو أنا ما بعتبرش أن احنا عندنا احتياطي لأن كلهم لعيب أساسيين الظروف اللي بتحتم وكل مباراة ولها ظروفها بيحتموا أنه يبقى لعيب مكان لعيب احنا عندنا فرقتين جاهزين إن شاء الله اللعيب الأجانب اللي قدرنا نشتريهم في خلال السنتين اللي فاتوا جونيور عجاي وليد أزارو علي معلول النهاردة بحقيه تحية خاصة لأنه علي معلول النهاردة كان يخون بدور قائد الفريق كنت تشوف علي معلول هو بيوقف فرقته إزاي في الضربات اللي علينا كان بيطلع إزاي علي معلول عمل هدفين النهاردة عمل هدف وعمل أسست الهدف تاني يعني الحقيقة مش عايز أقول بس أنا بتكلم على الأجانب فقط إنما كان فيه 8 لعيبة أبطال جوه الملعب محمد هاني عمر السلية أنا مش عايز أنسى حد سعد سمير طبعا بكعاته يعني أنا مش عايز أقول أسمع عشان يعني إحنا عندنا تلاتة من كبار الفرقة ومنتخب مصر مش موجودين النهاردة النادي الأهلي محسدش إنه فيه لعيب ناقص فيه مكافأة إيجادة ولا البطولة هي غاية النادي الأهلي فمؤجلة للنهائي بإذن الله بص المكافأات النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي ما بيستنوش المكافأات هم ما بيستنوا البطولة أولا المكافأات على قد عطاءهم بتعطى لأنهم ما يستهلوها فأنا بأعتقد إن مكافأات اللعيبة بتبع لقد العطاء وهيبقى دايماً ليهم مكافأات لأنه عطاءهم كبير فدايماً بيبقى ليهم مكافأات ودايماً يا رب نضاعف هذه المكافأات عشان خاطر لعيبة النادي الأهلي سؤال الأخير التحضير للمرحلة القادمة في مبارات نهاية أفريقيا خطوة خلاص يعني 180 ديئة الحلم والرسالة الأخيرة تحب توجيها المينة بشمونتس الرسالة الأخيرة بوجيها اللعيبة بشكرهم بشكر شديد جداً مجهودهم الرائع وجهازهم الفني العظيم أعتقد إنهم موصلنا السنة دي بالتحديد هذا الموسم إلى نتائج رائعة بتمنى لهم التوفيق توفيق ربنا حاجة مهمة جداً بتمنى لهم التوفيق من عند ربنا بالإضافة لمجهودهم وإخلاصهم في الملعب إن شاء الله يكسبوا البطولة دي وإن شاء الله نحتفل كلنا بهذه البطولة مع جمهورنا جوة الملعب ستبقى سلباسة بإذن الله في الرباط أو في كذا بلانك حصل المبارا إن شاء الله هتبقى موجودة فين إن شاء الله إن شاء الله بالتأكيد أنا أعرى الفريق ومساند للفريق بكل قوتي وبكل ما ما عندي أعطي إن شاء الله مهندس مبروكوا بالتوفيق كذا دا كان لقناة مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس دارية النادي الأهل بعد السوداسية التاريخية في السيميفاينال الدور قبل النهاية ما من لجم الساحل لكن يتبقى على الحلم خطوة 180 دقيقة أمام الودادة المغربي الزهاب يوم الأحد القادم وبعدها مباشرة بإسبوع في كذابلانكا والحلم الأفريقي إن شاء الله قبل التأهل والعودة من جديد إلى العالمية وكاس العالم للأندية في أبو ظبي عودة من جديد إلى الأستوديو شكرا لنزيم لنا محمد سعيد لقاء مهمة جدا المهندس محمود طاهر وكان متواجد في الملعب كان متواجد في بعثة نادي الأهلي في تونس مجلس دارة النادي الأهلي على المدار التاريخ من أول عمر لطفي حد الوقت 110 سنة مجلس دارة النادي الأهلي هو من أهم مميزات النادي الأهلي الاستراتيجية إزاي نكتب لفريق إزاي نكتب للمستقبل وطبعا وجود الجمهور ووجود اللعيبة الرموز الرموز الكوار اللي عمل التاريخ النادي الأهلي على مدار كل هذه السنوات عشان كده نادي الأهلي هو نادي القرن وأهلاوة أنا والفخر لي أنا نادي القرن في أفريقيا هو نادية دي كلمة كل الرموز اللي موجودة معاه في الأستودي حتى زميلة عبد الحميد حسن من الناس اللي شاركت فيه بطولات النادي الأهلي كابتن ربيع كنا بنتكلم على لقاء النجم الساحلي النجم الساحلي لم يكن في يومه ما كانش المدير الفني الفرنسي قاري نادي الأهلي يمكن إلى حد كبير كان حاسس أن المباراة له أفضلية فيها عشان هو متقدم في القاءة الزهاب ولكن نادي الأهلي أعطاه درس في كرة القادة طبعا فيعني لو تلاحظ أن فيه جماعة مننا كلنا احنا تكللنا كل كل كلام الأهلي بشمان وكله في جماعة نادي الأهلي كبير طبعا نادي عريق يملك القدرات الخاصة التي تقدر تكسب بها في أي وقت الأهلي بهم الحضر الأهلي على دولة داخل دولة حاجات كثيرة جدا فالنهاردة عن جدارة واستحقاء الأهلي يوصل نهائي بطولة أفرخها والأهلي جاهز هو الأحسن هو الأفضل هو الأكدر لو احنا قعدنا تكلمنا بفنيات هتوقع تتكلم ساعات لأن الأهلي من أول ديها لاخد ديها ويملك ويملك ويمكن يضعف النتيجة أكتر من كده الأهلي الأحسن الأهلي أفضل كل خطوط وجاهزين في المستوى الفرد على المستوى الجماعي المستوى عنده نازل وقلنا أن طول الأسبوع حسام بيعرف في الإيت ومجموعة الوظائف الهجومية الدفاعية الجانب الهجومي النهاردة بامتهاز وقلنا أن فيه تأمريلات حسين من نص الملعب تقدر تحسن بها في أي وقت وقلنا أن الله دي الأهلي بينهي هجومه يعني عنده ميزة أنه يوصل كتير وبيسجل يعني أجهز فريل في مصر واللي حط في المقدمة أن يوصل عشر مرات يسجل من عشر مرات ومش ما يسجلش فده حاجات النهاردة التوفيق الله سبحانه وتعالى ثم فيه أسباب وإدارة التشكيل والتوظيف وإدارة المباراة سير المباراة فنان الكابتل حسام قادو عشان برضو لدي كل واحد حقه بجدارة واستحاق وفنيات عالية وخبرات ونطق غير عادي طبعا مؤسس محمود طاهر صراحة ذكر واحد من الجنود المجهولين ولكن هو واحد من الناس المقربين لقلب أشاق النادي الأهل ومحمد نجيب محمد نجيب من اللعيبة اللي دايما الحضرين في أي وقت بيحتاجه النادي الأهل بيبقى موجود بيقاتل لعيبة بتسمع له الصوت ما عندوش أي مشكلة في تاريخه مع النادي على رغم أنه حضر بطلق كتير محمد نجيب كان بيلعب في فينال 2012 كان بيلعب العديد من النهائيات ودائما بيؤدي وصراحة النهاردة كان على قد المستوى يمكن قد المستوى أفضل من المتوقع من النتائج وبرضو لو احنا كلمنا على نجيب قبل المباراة قلنا نجيب متوع جدا محترم شخصية مهزبة موجود مش موجود إنه من النماذج المحترمة داخل فنشوف كله فيه جماعة واتكلم عليه برضه فالأهل يستحق بصراحة فنيا الأهل يستحق البطولة قلنا هذا وانحنا بنلعب أول مباراة البطولة أن الأهل يستحق البطولة عن جدارة خل The Spirit عن جدارة خلت الكاسو عن جدارة إن شاء الله بإذن الله تصبح إضافة بإذن الله بطولة أفريقيا المحببة اللي هنا وأعتقد أن الأهل بإدارة جمهوره ولعبه يستحق البطولة عن جدارة خالي شكيف لنcho إلقص نجم رضا شعاطين نجم قني حثر rooms مهم بسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاتا النهاردة رضا شحاتا كاتب على صفحته بسم الله الرحمن الرحيم علي معلول بص بأجيبك بردو تاني انت هربت مني في الأولانية بأجيبك بالتاني انت عايز علي معلول يا عايز ستة بردو عايز كمان ستة لا انا بتكلم يعني رضا شحاتا خلاص سلم بقى الراية لعلي معلول اه طبعا نعايزين يجيبه على التليفون نسأله ايه سر الكتابة دي بسم الله الرحمن الرحيم علي معلول بسم الله الرحمن الرحيم علي معلول أجايه مؤمن زكريا أزارو وليد سليمان حاعد أقول بقى صالح جمعة من الوقت أن ننصل للستة مفتاح للستة النهاردة مفتاح الستة توفيق ربنا ربنا فيه كل شيء ثم الأسباب ثم الأسباب اللي كلم عليها كابتل ربيع ناس عايزة ناس ركزت ناس حسد بالمسئولية كذبوا تونس في تونس وجابوا هدف في تونس اللي احنا كنا كنا بيتمناها ان احنا نرجع بالهدف ده من هناك حسوا بتأخر بهدف واحد سفر زي ستة على فكرة بالنتيجة بالنسبة لنا من فرحة كبيرة جدا بستة على النجم السحلي اللي كان هو متعادل معنا في كل شيء الحياة كسبناهم ثلاثة قبل كده وكسبونا هنا في مصر ثلاثة واحد قبل كده احنا بنحاول ان احنا نعدي أرقام وهو بيحاول ان هو يعدي أرقام في البطولة فريق كبير جدا انت النهاردة بتفوز على فريق زي ما انتو قلت البي بي سي والنادي علاقة قارة حصالة اجوان النهاردة النادي علي بينصب سيرك لفريق كبير جدا وبيحرز فيه ستة اهداف الفرحة كبيرة جدا نحنا النتيجة بالنسبة لنا كلنا عدي الدور وخلاص وعنا عادينا بنتكلم كلنا مع بعض انما التركيز ده طمعنا في حاجات كتير اوه يمكن احنا عادينا بنتكلم برتاحية كلنا وحسين احنا خدنا البطولة خلاص البطولة لسه يوم الحد ان شاء الله البداية القوية اللي هي تتابعة زي الزلازل كبير يعتبر النهاردة زلزال والتوابع المطش الجاي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا تلي فو بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل رضا شحادة نجم نجم مصر ونجم الالي اهلا بيك اهلا بيك مبروك عليكم وعلينا وعلى الاهلوية كدوم والمصر ويا رب داي من كده ندي الايل فرحنا ومن نجاح النجاح يا رب داي اهلا بيك يا رضا كابتن شريف عبد المعيم كابتن ربيع عسين اه كابتن وسام عربي وطبعا محمد محمد فروسا مبروك عليكم انت سلمت الرأي خلاص اه لازم على طول النادي الاهلي طول عمره كده الرياض بتتسلم على طول من الاجيال وتعلمنا ده من دجوم الكبار اللي عادينا عنده كبيره ان احنا هو النادي الاهلي كده البيل بيسلم جيد ده ما بتتكلم وبيدخل النادي الاهلي بيدخل في منظومة محترفة وبيدخل عارف يعنية روح النادي الاهلي ويعانية فنانية الادي الاهلي ويقول هك اهل هي الرياض بتتسلم المدشاط وابطلات واحلام كل انها تتسقل بعض البيل العظيم اللي قاعد معك فروس ما فتارمه اكيد يعني انت سلمت الرأي عشان ستة ولا عشان معلول جاب الهدف بدري عايز افهمه منك حلو، الأحداث بدري يميده دائماً هي اللي بتابت أكلمة التغرف المبارات الكبيرة أو نتاجة كبيرة أكيد، هو عايز يهرب، هو عايز يهرب إنت هتروح مني فيه، براحتك خد راحتك أو بعدين هو تلع معي كمان فوموتش الستة، فهو عايز يجيبك أريدها، إنت مبسوط عشان الستة أو مبسوط عشان الجنجي بادري يعني براحتك إحنا مع بعض الغايات لما تقول لي إيه سير بسم الله الرحمن الرحيم يعني معلوف أه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، معلول أنا قصدها يعني أميده طبعاً أه برضو حتة كده، من لعب صحابنا يعني من لعب صحابنا زرق أه بالضبط، ولكن الفكرة كلها والله إن النتيجة خلي بالك النتيجة بجيرة على عابل المحيط حدث نفسه بطولة مهمة ونجمس حالة فارقة كبيرة فعن أنت التفكتة ده حدث موضوع مش عادي كده ويبقى تقليدي يعني ولكن الهدف بدري بيدي بيفتح الخطوط بيقدر أنت شغل التاكتك بتاعك بتعمله بشغل أريح شوية كان عندنا مش في الحتة الدفاعية عندنا مشكلة في مصف الملعب وحمد فرشي وإزام عشور ولكن هو دي سينات الشخصية للنادي الأهلي وهي دي ولادي النادي الأهلي بيبقى نغايب فاللي بدخل بيبقى قد المسؤولية بيبقى أكبر كانين بيبقى تحت ضغطه نجيب أنا أنا موصول ضد أن محمد نجيب حاجة مشرفة وحاجة يعني عايزة أقول له شكرا أنا بشكره شخصيا هو أكتر حد أنا فرحانه طبعا لأنه هو بيرجع من بعيد قوي وبيرجع أحسن من الناس اللي موظمون بالضبط 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 عايزة رضا بعد الجنل الأولاني كان رد فعلك إيه؟ لا أنا مش مصدق أعرف اللي هو أنت يعني إحنا لسه من الله رحمه الله رحيم يعني ملحقناش ولكن طبعا يعني رد فعنا في أي حد موظم الآن على مكتجة وضغطات على مكتجة وعلى نفس حواصف الفطولة دي بقى لنا خاطرة عايدين الفطولة فإن هذا الزباط اللي ده أحنا ما حدش كان نسدك ولكن مصلنا كون رمسوطين ورفرحانين بالنتيجة ولكن الحمد لله الحمد للاي مبسوط أنه وليد أذارو فكف معاه وجاب هترك وكان متقلق؟ اشتركوا في القناة 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 اللي بتقال دايما والناس داعات يقوله الشعار بطار أو كلام بورسل اللي القاشفة والحضر اللي حضر فيها على الجانب هذا الشعار الرائع دائما يؤكده هؤلاء الأبطار هذا ما بجي مع شهوره أبطار وفي هذا الآن لأنه يملك روح البطورة والأسرار أبطار جيناد الأهلاوية دائما منتظر حتى لو أراد بعض الخبساء وتمنوا هزيمة الأهل في أغراض نفسية إلا أن نروح الأهل دائما فيها انتظر ويتدابع بالانتصار حتى لو هناك بعض الإعلاميين حاولوا تشويه الأهل بالأمن وفي الـ 48 الأخيرة لإحداث ارتباك داخل القرعة الحمراء قال الحمراء من في المدك ومتكفل ومعندهاش أوجاع أو معندهاش بقع سوداء على سوداء الطاهر النظيم لا ألي فوق الجميع أستاذ جمال الأهل دائما التحدي الثالث أن مجلس الإدارة في قيادة النبي الشريف الطاهر المتصور محمود الطاهر لم يبقى لي بكلمات المراهبين والمراهبين أرادوا أن يجعلوا هناك ثورة وليست اتخابات أن يجعلوا هناك استضام وليست منافسة والبعض ذهب يغني على الأجناء ليلة المباراة بالتاريحة ويقول أن الآلي يديره ويقول لهم يا مراهبين قالات الآلي عندما أعلنت أنها على الفياد وأنها ستعلن القائمة بكل مرشح محمود طاهر زي غيره ما فضلناش حد عشان كان يهمنا استقرار فريق بقنا بالآل يهمنا أن الجماهير العريضة الآلي تسعد وتنتصر ولا يخسر عينيها جوة تركيز في هذه المباراة ولكن المرتزقة دائما لهم أراء أخر أصحاب السبوبة دائما يريدوا إشعال الفتنة وهم يتساقطون ويتساقطون وسيظل الأهلي هو الباقي التحدي الرابع كابتنهيده ساعد ساعد أن يحساب الفتنة هذا العبقلي وهذا المنادر وهذا الزلد عندما أخذ قراراً أن يمنح وليد أذار المرس والاعتماد عليه لم يوالي لم يوالي لتكلمات ولم يوالي بالاتقادات ولم يضعب ولم يخاف ولم يهتز ولم يبتعي ولم ينفجر ولكنه أصلا أن هذا هو الباعب الذي تحتاجه طريقته أربعة ثلاثة واحدة وأصلا عليه وما كان ملعب وأصلا في النهار كان انتصاراً الزلد الأهلي قدم منصومة قروية رائعة أو تقريب وكان من الواضح أنه يريد أن يحط انتصار ممكن وأراد له ما خطت له ودائماً المدد والتوفيق من عند الله أنا لا أريد أن أطور عليكم لكي أعطيكم ملح أخذين أنا محبيت أشارككم برحة وأنا أشكركم أصلا أنت كنت مرأة ناس كتير على موضوع أزارو وكسبت الرناء النهاردة ما أنتعرف أنا كان رأي إيه بل رأي ما تغير أنا رأي ما تغير ما قول ما تغير لأنه ده رأي ده رأي وما طبعاً أنا سعيد جداً بالسديو التحليلي وكل زبلاء النهاردة بتعبوا وعرضوا وأجبوا نموذج رأي فائمة من قناة الأهل لما لاحظت يا أهلاً أنا لا أزكر أسماء لكي أزاعدت منه إنما كلهم روحهم كانت عليها كان فيه إخلاص كان فيه إداء رائع وأزعم أن النية الحسنة الطاهرة هو في السديو أو في جهة الفن الأهلي أو في فجل الزنارة أو كل المحبين الحقيقيين بدون طوائد وبدون مصالح كان واضح عليهم بترفينا كرمهم فكرموا ومددوا ودايماً بالنجاح لنجاح وتوضيق ومبروك لكم ومبروك لكل الشعب الأهلاوي طيب سؤال سؤال في الكورة سؤال في الكورة قبل ما نقف لا 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 تعرف في الكورة بتعرف كويس أوي السبعة السبعة الستة النهاردة ستة الفاس بيا نادلالي عن النجم السحلي هتحفز الوداد ولا هتخوفه لا هتحفزه بجامل جداً وده بيلعب بحضر غير عادي بيلعب بطريقة حجومية لأنه طبعاً للهات النهاردة كشف كتير بخصته بالزبط بخصة على الخص بالتلسة لفوق ودي أخصر حاجة الأهل بيعملها أنه بيضغط بالتلسة لفوق ببيعمل انتباك ببناء الهجمات من خط الخلفي للنجم السحلي وده عاملوا برضه في طبط الترجل أولان بالزبط وعنده قوة مدنية مشتوقودة بخي سري وده بان بالتلسة وبان النهاردة في طوارق مدنية كالتلسة الأهل عنده دي أخصة مدنية عالية عنده بزائل منفئية يستطيع يغير جهة المشكلة الأهل بيلعب النجد بس قويس جداً ويأتامل على أصداره والحركة الجماكية لأفراي فيه وسط الملعب أو بداء الهجبات أو النومير يروح كمهاجر ثاني أتبع طبعاً فيه شكالية كثيرة جاي بس كله مالش دائماً أكتب لقد شغله أكيد 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 أتمنى أن يستطلق إنه وفقه الضوء دوت أن يقدر يأخذ الراحة المنذة ويقدر يعمل معاشكر إحداث لأن القادم نحن تلعب في التهاية والنهاية حتى من هنا أن نقود الدفع في واحدة وبقول لكل ألحاب أصوات القضائية أربوكم 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 لتكلم كلام واحد عن الأهلي وبعدوا عن مصالح السيئة والسيئة والسيئة والكلام التافي والسخافات والانتقادات اللي هي انتقادات اللي هي مش بالصالح في الهد وإحنا شفنا مثل فالح إزاي الزيئة السيئة دايما توقع في الشر شفنا القلال اللي هي الصادة دي اللي بتعافي المصادية دي وقعت لخطأ كبير ضد الوطن وضد مصر إزاي وأربو إزاي إحنا نحاب إزاي من على الأنفضة وإنت بتلصابت وأقول للرجل يقوله هات عمالي هاجب خلالة الأهلي سلاشة سلاشة اللي بتهم النزال سلاشة السفينة تسير مش فضيين مش فضيين للمهاترات مش فضيين للبراقب نحن فضيين عشان نقف جنب النهج الأهلي دورنا في خلالة الأهلي الكيان الأداوي اللي بقاله 110 سنة هو ده اللي يهمنا اتطراته وأفراحه ومشاركاته للأهلي والتعافير المسطي عن مصر والتعافير المسطي عن الشعب بدل منهم بتاع وقتنا بجدل واخناته وعمية وقالوا لهم عادي حالي تربته تعالوا لهم مع الأقلي والتحدي النهائي بعد كده لبقى الدنيا أكيد أس جمال يعني أنا بشكرك جدا على المداخلة الجميلة والكلام الحادثة تكلمت شكرك جدا لك أساس جمال العاصي ألف شكر لك تفضل نحب روديولا عندنا كلام مهم جدا طبعا ما شبك روديولا وإنا اللي طلعت عليه الكلام ده ده منزل ربالا جمالنا نفس التاكتك ونفس الوقفة في الملعب فهنا الكلب نوضع عن فيه حالات كانت جميلة جدا جوا الملعب لقيت النادي الأهلي كانت قريبة من بعض كان فيه باس كتير مبينهم من بعض وشوفنا الجملة في الجنة التانية والجنة التالت كان فيه حاجات مهمة إن كانت تبقى موجودة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي عندك نادي الأهلي الجمهور اتماله كله وكان عايز تفرج على كرة ممتعة فالنادي الأهلي مردى كابتن ربيع أزب إليك بالكلمة النادي الأهلي أمتع جمهوره اللي راح بكرة قدم الهدف التاني شفنا جملة التحرك صالح جمعة وأيضا مؤمن زكريا ثم أزاره وكان موجود أجاي وأيضا في الهدف التالت نفس الهجم لكن ضرب الديفنس بتاع فريق النجم الساحلي وأدوا أداء جميل ممتع بالنسبة لجمهور النادي الأهلي الجمعة النهاردة كل فنون الكرة شفناها طبعا شفنا هداف يعني من فترة الستة هداف وكلهم يعني فيه مثلا رامي من تصويب وخلي بالك وأول هدف المعلوم من ضربة سبت هذه اتنين وخد بقى قولنا الجوانب الخططية بتاع المدير الفني عند حسن النهاردة جوانب خططية هجومية كتيرة جدا شفنا اللجناب وقولنا الترفين دائما بيشتغلوا وخد بالك وإمتى بيعملوا كسافة لما تكون الكرة في اليمين إمتى البكريت بيدخل وإمتى البكريفت والعكس كسافة هجومية كتيرة جدا في الـ 18 نهاردة كل كرة مع لعيب النادي الأهلي بهدف بخطورة قبلك لأول مرة من فترة برضو بصرف النظر عن أن المنافس كان مساهل الأمور أو أول لكن في بداية هجمة النهاردة من أول حارس مار مشريف يعني كنا مثلا بتبتدي من نص الملعب والتطوير بيحصل من نص الملعب من تلت الهجومي وبنفنش لكن النهاردة البداية من تلت الملعب الدفاع لنص الملعب بنينهيها بستة أو سبع لعيبة على مرمى الناس في حقيقة عندك الميزات كلها اللي قلناها حافظ عليها النهاردة التمرير حافظ coordinated وكان نسبة التمرير النهاردة رائعة قد قالك نسبة الاستحواز اللي بيبني عليها النهاردة دائما لبرحك يقطع بي أفرا النهاردة بفضل الله تعالى موجودة بشكل كبير جدا قد قالك نسبة التحرك شوف التحرك النهاردة متاع أزاره لما سجل الهدف الثاني وشوف أزاره لما سجل الهدف الثاني وشوف التالت وشوف السادس واختبالك فيها نسبة التحرك وفيه وعي فاني النهاردة عن طريق حفظ ملعب التلت الأمامي ده لازم أي مدارف فريد منافس خطبالك يعمل حسابه كويس قوي وكبير جداً للمدافعة الجيدة الفردية والجماعية من غير مدافعة صعب جداً نادي الأهلي عنده حلول عنده تنويع بيعرف يروح يسجل في أي وقت لأنه عنده قدرات خاصة ممكن في أي وقت يفاجئ وفاجئنا بقول ديها وفاجئنا بيلعب بكرة مفتوحة النظر كرة هجومية شاملة ما شوفناهش من فترة بصار في النظر برضو عن ضعف المنافس وغوف المنافس لا فيش مدافعة لا فيش فرديات حاجات كثيرة جداً عنده أخطاء وسربيات لكن مش على حساب العدل اللي هو في غارب الخطاب بتاع كابتن حسام الفرديات والقدرات الخاصة بتاعليه بين الأهلي الروح الفعيلة الحامرة الصفات الإرادية أخذ بالك الشغل الفني النهاردة مباراة نحصرها فني فنيها دي حقيقة زاد منظومة الجمهور كل الناس مشتركة في هذا اليوم وأعتقد أنه زي ما قلت وكررت أنه النهاردة في إبداع من الجميع من كابتن حسام بجازه الفني إبداع من اللعيبة على مستوى الفردي ومستوى الجماعي إبداع من الجمهور في السلوكيات وأخلاقيات وتصرفات وتشجيع مثالي إبداع من الإدارة في ظهر الناس على طول إبداع من المنظومة كلها وهو الأهلي فوق الجميع هو طبعا دي أهم نقطة الأهلي فوق الجميع لارس نروح نشوف كابتن سعد عبد الحفيز نروح نشوف سيدا نروح نشوف كابتن سعد عبد الحفيز قل إيه ونرجع لحضراتك أراضي أيضا معايا في هذه اللحظات كابتن سعد عبد الحفيز مدير الكرار نادي الأهلي كابتن سيد مبروك أداء كبير نتيجة كبيرة سيناريو غير متوقع للمباراة الأهم هو تأهل نادي الأهل نهاية أفريقية يعني قبل ما أبدأ بأي حاجة لازم أنعي طبعا شهدائنا وإخواتنا وحبايبنا وشهداء الوطن ويا رب يتغمدهم برحمته ويجعلهم من الشهداء يا رب بإذن الله ونحسابهم جميعا من الشهداء وهما دول النجوم الحقيقيين وهما دول الأبطال الحقيقيين انصح التعبير يعني بعز أسرهم وبقول لهم طبعا يعني إحساسكو لكن طبعا إحساسنا معاكو وانتو كمان معانا إن شاء الرحمن أي حاجة بإذن الله بإذن الله تعالى تبقى يعني عشان تقلع الجزور للإرهاب من أصوله إن شاء الرحمن كلنا أيد واحدة عشان بإذن الله بإذن الله تعالى تفضل المصر هي مصري بإذن الله فكان لازم أقول إن دول هما دول النجوم الحقيقيين فيما يخص اللقاء طبعا مباراة كبيرة ومباراة تاريخية ونتيجة كويسة ونتيجة عظيمة بنقدر ونحترم كل فرق تونس ونجم الساحلي تحديدا يعني لأنه كان طرف اللقاء النهاردة استعدنا للقاء بشكل كويس تعملنا من اللقاء بشكل إيجابي جدا رغم إن كان عندنا صعوبات وإقافات وغيابات تكاد تكون في منطقة واحدة اللي هي منطقة نص الملعب لكن أنا ساد عبو حفيز زي من بقول أهم حاجة في الفرق الكبيرة والفرق العظيمة والفرق صاحبة التاريخ هي شخصية الفرقة هوية الفرقة قد يغيب نجم قد يغيب اتنين قد يغيب تلاتة لكن الهوية موجودة يعرف كويس قوي 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 يعني الأداء يتأثر شوية لكن النتائج ما تتأثرش بشكل كبير لحد ما تلم نفسك تاني والدنيا ترجع معك بشكل تاني بحيي اللعيبة بحيي أداءهم ورجولتهم طبعا أداء الفني كمان والتيكتيك اللعب بكابتن حسام البادري بالتأكيد كان على مستوى عالي جدا يعني الهدف الأول جي مبكرا ده فتح المباراة قد ناجي الأهلي فرصة أنه يفوز بنتيجة ستة اتنين برضو هرجع وقولك أنا بقول دايما المباراة الكبيرة بأحداثها يا جماعة قد يكون طرف اللقاء يعني اسم الجر جدا 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 لكن أحداث المباراة تسهله لك ظروف المباراة تخدمك توفيق ربنا صحيح على يكون معك في معنى بس ألا أسف أنه بقطعك لكن في معنى لازم يوصل لكل الناس دلوقتي حالا حنقول لأ لو كانت الحسان بالتأكيد دلوقتي في الأوتوبيس يعني بشكر اللعيبة وبنشكر اللعيبة وبنحييهم ومن حق الجمهور النادي الأهلي العظيم نوائف يفتخر لفرقته لكن احنا بنلعبش على مباراة احنا بنلعب على بطولة النهاردة لازم تقفل الموضوع يعني افرح النهاردة وتبسط النهاردة لكن من بكرة عندنا شغل كبير وعندنا شغل كتير وعندنا شغل تقيل جدا جدا والواجب بتاعنا محدش يعمله غيرنا الواجب بتاعنا احنا محدش هيعمله غيرنا هنختار ما بين السابت والحد لسه هتكلم مع كابتن حسام المباراة الاولى على طول هتبقى هنا على الساد بورج العرب لكن الحمدلله على التآهر والصعود الانهائي لكن الهدف الاساس متحققش يا حدواتي عايزة طامل عشيف اكرامي صالح جمعة مؤمن ذكرية صالح جمعة زاد من صعوبة الموضوع هو كمان حسب شد في العضلة الخلفية اكرامي كان عنده اجهاد اساسة في العضلة الضمة ولو تفتكر حمد دخلنوش مباراة الرجاع عشان كده لكن زي ما قلت لك يعني كلنا ثقف كل المجموعة كلنا ثقف كل المتواجدين النهاردة في ناس كانت غيبة بشكل كبير جدا لكن النهاردة بتلعب وبتأدي بالقلب والعقل وده مهم جدا في اللقات الكبيرة جدا ان تتلعب بحماس وتلعب برغبة واسرار وعزيمة وانضباط وكل حاجة لكن كمان في وقت لازم اشغل عقلية مؤمن ذكرية برضو كابتن حسام البدري فضل بالتأكيد كمان ان هو في الاخر يعني اوه المحس بحاجة في العضلة الضمة على طول راح مطلعه من اه طبعا مطلعه من الجيمين وليد ازارو كلام كان عليه كتير جدا جدا وليد ازارو ما بيجيبش اهداف النهاردة الرجل رد 3 اهداف 3 اهداف ملعبين وتعاون واضح جدا ما بينه وبين زملاءه في الفرقة تعليقك على وليد ازارو بتحديد النهاردة بص يعني ما اعتقدش ان اي حد مهني او اي حد حرافي او اي حد مختص في مهنته خصوصا لو كانت كرة القدم ان هو يقيم العيب بحالة مباراة ده يبقى قصور منه شخصيا مش من اللعيب احنا مقايمين وليده وامكانياته وقدراته بالتأكيد عارفينها كويس اوي 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 قد يكون في بعض المباريات مش هو اللي الناس مستنيه في شكل كبير جدا لكن تقريمنا احنا سقط الجهاز الفني وكابتال حساب البدري فيه كبيرة جدا لانه عارف امكانياته وعارف قدراته فاحنا ما منقيمش شيء ايجابي او سلبي في المباراة يعني ما منقيمش لاعب في المباراة واحدة احنا عندنا يعني تقييم كامل لللاعب بامكانياته وقدراته فبعض الوقات ممكن يكون موفق جدا 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 وفي بعض الوقات يتجنبوا التوفيق او ما يكونش التوفيق حليفه يعني لكن قدراته احنا عارفنا كويس ايه مباراة الوداد الاهلي قدر نفوز على الوداد هناك 2-0 فسر هناك 2-0 اكيد نهائي صعب جدا شايف المباراة دي زي حسابات اخرى يعني مباراة بالتأكيد صعبة مباراة مع فرقة برضو عندها شخصية كمان بتعرف تلعب بشكل كويس كانت معنا في المجموعة فاحنا عارفين هم عارفيننا لكن اتمنى يا رب اتمنى يا رب توفير ان هيكون توفير رب الاصحة تعالى يكون معنا هنا وهناك يعني مفيش مباراة بتنتهي يعني زهابا وايابا من المباراة الاولى على فكرة الا لو كانت النتيجة كبيرة جدا 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 ومع ذلك برضو بتستنى المباراة التانية عندنا مباراة تسعين ديئة هنا ان شاء الرحمن على استاد برج العرب يوم السبت او الحد اللي جايين هتفن مع كبتا حسابة البادرية على كده وهننتظر المباراة التانية بإذن الله في المغرب لكن بأكد لكل الجماهير كل الناس العظيمة كل شعب المصري بشكل كبير جدا 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 وخصوصا طبعا الجماهير الاهلوية ان احنا يعني برضو انتو شخصياتكو وتفكيركو لازم يكون بنفس الطريقة و بنفس الاسلوب اللي احنا بنفكر فيه كنادي اهلي تمام يعني افرحوا وتبسطوا و هيصوا كل حاجة لكن الهدف الاساسي ماتحقاش لحد الوقت اللي هو البطولة مستنينكو بعدد اكبر ان شاء الرحمن سؤالي بقى النهاردة تواجد الجمهور توجد الجمهور النهاردة 50 الف متفارج تقريبا كان مفعول السحر بالنسبة لعب النادي الاهلي حبيب تقول ايه الجمهور وايضا عايز اسأل ممكن عدد يزيد ان شاء الله في المبركة دي اتمنى كده اتمنى كده ان شاء الرحمن يعني حاجة مثالية و حاجة بص يعني باختصار شديد جدا طول ما انت داخل يعني المؤذرة بتاعت فرقيتك بس وتواجد بتاعة ومشجع ومساند لفرقيتك بس ما فيش اي مشاكل خالص ليس اطلاقا من اي نوع اي مكان في الدنيا خلهم في دور النادي الاهلي و جامهير النادي الاهلي تحديدا انا عارف انها بتعمل دورها است REB مستنينكم على سيد برج العرب ان شاء الرحمن السابتة والحد اللي جايين بإذن الله بس حتى مش عايز يبقى يعني مضرق فاضي أنا أتمنى يا رب ان كل سيد برج العرب يوم السابتة والحد اللي جايين بإذن الله يكون مليان ومشجع ومسابند ومؤازر للشارل للنادي الأهلي بزنه مبروك كاف سيد ومستنين بطول شكرا فهم طبعا ده كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيز ومدير الكرة بالنادي الأهلي فوز كبير وفوز مهم ومبروك لكل الأهلوية مبروك كاف سيد ومبروك لديوفك في الستوديو طبعا إنجاز كبير النهاردة هو الوصول للمبرأة النهائية بهذه النتيجة وهذا الأداء الرائع جدا لكن الأهم هو تحقيق البطولة زي ما قلت كاف سيد عبد الحفيز النادي الأهلي فوز مهم مبروك لكن الأهم هو عودة هذه البطولة دولئات بطولات النادي الأهلي بعد غير 4 سنوات عود ليك كاف سيد شوف انا بقول لحضراتكم انا اول واحد قلت عليه جرادولا ودي جرادولا هو ولكن جرادولا المصري بقى اي حاجة تانية اقوماش تانية بس انت بركز اوه على رسل طويل اوه اللي انا بشوف عبدالله السعيد بشوف فيديو زي عبدالله السعيد بردولا جماعة ده دير خريطة الكرة في العالم اساسا يعني حتى الفرق اللي فرق انجلترا بقت بتلعب كرة من تحت و بقى بلعب الجون و حاجة يا رب شوف انت بشجع برشلون اصلا انا بشجع بردولا في اي مكان بس برشلون انادي الاساسي اللي بشجعه بعد الاهلي طبعا وبعد كده بقى مع منشوسر سي بجزافي و برشلون اغيروا كابتن شجع بتشجع بتشجع من بره انا اضطريت ريال مدريد انما الحقيقة اللي تفرج على برشلون ابيتمتع بس احنا ما نعرفش ليه كده ريال مدريد ارهيبة بالنسباننا يعني من قلبنا كابتن عساو برشلون ميسي في حتة يبقى لازم تشجع برشلون طبعا انا بشجع برشلون من قبل ميسي بس ميسي كمان خلاص يعني حاجة حاجة مستحيلة لازم لازم تشجعه ميسي ورونالدو اخباره ايه اه لعيب هاين شاجع كويس ولكن ربيع تعم لأ يعني انا اقولك حاجة تسيب الريال مفيش شك ان رونالدو كريستان رونالدو واحد من الافزاز فكورة بس ميسي خالص مفيش شك لم تايف الملعب مرادولا وانت عاوز تتعوجر علينا مرادولا مرادولا انا عليك دو وقت لا اقل رجوع انا اقل رجوع انا رحس ميسي مرادولا مفيش شك ان يحرفوا به كويس ميسي مرادولا مرادولا واجليه وعاوز اتعجر علينا في اليه اتحطوا في مصاف تانية خالص يا اخو اما تنرجع لجراديولا السادي بحامنا أنا عايز بس أقول لك حاجة جراديولا بس في حاجة مانا أنت لعبت النجمة قبل كده فقالفل وسبعة وكان لك زقائت والنهاردة كنت من أكتر الناس اللي مبسوطة بالنتيجة التقيلة النهاردة أحساس تاني وحاجة تاني يعني الموضوع أنت بكسبان ستة موضوع كمان أن الأهلي عنده غيابات وإحنا كلنا كنا خايفين جدا بصراحة يعني أحمد فتح يحسام عشور بنتحسس نقول النتيجة آه بنقول يا رب فوحنا جمان هنا في الستوديو بنبقى مشجعين يا جماعة والله العظيم بنقعد نجري في الستوديو مش عايز أقول لكم بنجري في الطرقات بتاعت القناة كلنا كل اللي في القناة يعني فأكيد كتفرحة مش طبيعية بتكسب واحد فقوي بسم الله الرحمن الرحيم زي مرداش حتى قال علي معلول وحنا بنصلي العيشة شوفنا شجون أنا مش بسد بجد يا جماعة أنا عايزة تعود الشيخ ربيع لي برضو قلنا ندعي للفرعة والله كنا بنصلي وبندعي وراك يعني حاجة جميلة جداً وصلنا مع الشيخ الربيع بعض صراحة حاجة جميلة جداً كمان الجمهور كمان جمهور الأهلي رايح متعشم قوي في الفريق أنا كنت خايف طبعاً هنا كلنا خايفين حتى الجمهور كان خايف كمان الأحداث اللي كانت سابق الماتشا كابتن شريف كابتن ربيع كابتن أسامة برضو موضوع برضو واجعنا في قلبنا عايزين نفرح عارف يعني الناس بتنتقد ناس يقولك لا أنتو كنت المفروض مش عارف ايه مش احنا يعني المفروض كان ماتش يتأجل لا المفروض مش عارف الرئيس على تفاصل حي ما كانش راح افتتح ولا راح حياة ذكر حياة علامات تانية هجماعة لا هم أسان الإرهاب عايزين كده عايزين يوقفون عايزين يعملوا حدث احنا كلنا وقف بلد تتشل فطبعاً احنا استحالة نعمل كده يعني الفكر والزكاء ازاي ننساهم ازاي ننساهم لكن احنا مش بنفصل احنا يعني لازم نمشي البلد لازم الدنيا تمشي وده اكلام اي حد عائل يعني لكن احنا كل ما حدث يحصل هنقف استحال هنقف هم عايزين نقف لكن ان شاء الله دايما احنا ما كنتش عايزة تخل في حديد دي لكن دخلنا فيها غصب يعني ان شاء الله مصر وحمية من عند ربنا بالزبط 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 ما حصلتش قبل كده يمكن اول مرة شوفها في انتمر صحفي قال ان احنا لازم يعني ان شاء الله وربنا اكرمنا بالفوزة نهدي للشهداء نادي الاهل النهاردة بالشارات السوداء وايضا قراءة الفتاحة على ارواح كل شهداء الشرطة كل شهداء للقوات المسلحة اللي صراحة بيقدموا لنا بطولات ويعني ملحمة كانت مهمة جدا في تاريخ مصر عشان البلد تتقدم لقدام مصر بتتقدم لقدام فده مزع الناس ومزع لهم قوي وجاي عليهم جدا ان احنا هنمشي وان شاء الله هنمشي ومصممين ان احنا نمشي ونفس الشيء اللي عند النادي الاهلي النادي الاهلي دايما بيواجه انتقادات دايما بيواجه صعوبات ولكن النادي الاهلي دايما ماشي في القطار الصحيح لان فيه تفكير صح فيه ادارة صح وفيه في الملعب مدير فني على اعلى مستوى ايضا لعيبة بتصنع الانجازات اكيد يعني يا جماعة كمان تكملة للكلام هي مصر مستدفة من يومة ولدنا مش عارف عدوان سلاسي مش عارف عدوان ايه مش عارف ايه هي مصر فيها كل حاجة يطمع فيها اي واحد فيها نيل فيها بحر فيها صحرة فيها مناظر طبيعية فيها كل حاجة فيها كنوز فيها كنوز فاكيد احنا مطامع يعني دايما احنا محل مطامع من اي حد فده نصدنا ده قدرنا واللي بدفع التمن غالي هو الشعب اللي احنا بنتمنى ان هو يفرح بفرح بقى بكورة بفرح مش عارف بايه المقم ما يفرح وخلاص فمتنفسه هي الكورة وهي احلى حاجة بيتفرحه ويا رب دايما نفرح جماهيرنا ونفرح كل مصر طيب نرجع تاني يا كابتن شريف بسرعة جدا اسألك سؤال الاستبعاد وليد ازارو من المنتخب المغربي جي قبل ماتش النجم الساحلي الاول ماتش الزهاد دلوقتي لما يسألوا المدير الفني للنجم الساحلي للمنتخب المغربي اسف استبعاد توريد ازارو ليه والله ده شيء يخص هو عالم الرؤية اللي شافع احنا كلنا شايفين ان ازارو هيروح ويجيب جوال ونصبر عليه ومعرفش هو الراجل بيروح على الجون في الماتش خمس ست مرات اللي ما يشوفش من جوله من غروح يبقى اعمى يعني والراجل ده بيروح على الجون كم مرات في الماتش الراجل ده بيترجم خطورة لو نمترجمش ده ماتش التراجي ده ماتش التراجي هات فرقة التراجي اول تلت ساعة في مصر هنا لو موفق اللعيد ده سمع كان خلص على فرقة التراجي كنا كسبنا ثلاثة لو فاكرين احنا وعنا كنا في الاستوديوات هنا بتتكلم حرام ان اهل ما كانش يكسبلو تلاتة اربعة وليه اتنين فنالتي بتحسبوش فدي مشكلة بقى وتقييم من المدربين اللي عاديين معايا دول فنيين إنما الحلم اللي احنا فيه النهاردة ده حلم كبير قوي استطيع يقول النادي الاعل النهاردة بوليد ازارو انه حطوا بقرة مش بقرة منتخب مغربي بس بقى ده بقى في البورسة دلوقتي والناس كلها بتتفرج على النادي الاعل النادي كبير جدا البي بي سي بيتكلم النهاردة على الهيفي سكور الهيفي سكور نصو بي بي سي والفيفا نصو وزارو بره بيعترفوا باللي بيجيب الجور الاسست بيتكلموا عنه كلام من ده إنما اللي بيخلصوا كورة حتى لو خبطة فيه ودخلة هم دايما عندهم احراض الهدف ده اهم شيء هو اللي بيترجم حاجة حلم اللي احنا فيه ده حلم كبير جدا زي حلم كاس العالم اللي احنا وصلنا له بإذن أنا يكمل على خير بفوزنا على المغرب بإذن الله تمام قبل بقى منسيب فاروق وضيفه الجميل وسيس خاد العاشر يعني احب اشكركم كابتن شريف عبد المال انا بس تعقبا مساريع على موضوع اذارو خلي بالك ممكن استبعاده من المنتخب المغربي يعمل له حافز احنا برضو مش عايزين نظلم رينارد لإنه برضو عنده عنده لعيبة محترفين في دول أوروبية وعنده منتخب قوي ممكن فترة انت مش موافق يبش جواب ممكن استبعاد ممكن يجي في صلح ممكن تلاقيه بعد المعسكر الجاي ضمه يعني دي تحفزه خلاص هي وجهات نظر لا هي وجهات نظر هي وجهات نظر أولا كابتن اسامة اختراما لللاعب اساسا ما ينفعش ان انا أهمده معنوياته في وقته بلعب اساسا فاق يعني بلعب بلعب أنا عايز أقولك كابتن ميدو حاجة انت بتختار منتخب دولة انت بتختار من كل الاندية المحترفة والباخلية ده لا يمنع وليد أصره العيب ممتاز والنهارده طبعا أثبت كده لكن أنا بقولك ان شاء الله يرجع للمنتخب المغربي وممكن ده يكون حافز لي وهتلاقيه فترة قريبة في المنتخب المغربي ان شاء الله كابتن شريف شكرا جدا بشكركم أرش مبروك بشكر تبات المعصر بشكر كفاروة بشكرك كابتن ميدو كابتن ربيع عسين شكرا جدا شكرا مبروك شكرا ومبروك يعني ده كانت لقاءنا معاك ووقتنا انتهى للأسف ان شاء الله أسفكم عم حمد فاروق سعد وضيفه الجميل أستاذ خالد العشري يعني ألف ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وألف مبروك لجماهير وهارض لك للنجم السحلي اللي احنا قلنا جيه في سمى مش بتاعته خالص سمى محجوزة لنجم واحد فقط هو النادي الأهلي شرفتوني ونورتوني أسفكم عم حمد فاروق سعد وضيفه الكريم شكرا لك كابتن ميدو هنا من طبعا استاذ ده برج العرب وعقب وقاء المتمر الصحفي معي في هذه اللحظات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي كابتن حسام يعني يعجز اللسان عن وصف الكلمات اللي تقال في هذه اللحظات إنجاز تاريخي لسه المباراة النهائية لكن في تاريخ النادي الأهلي أو في تاريخ القرى المصرية الأهلي عمل مباراتين على مستوى عالمي 2012 تحت قيادتك أمام الترجي والنهاردة سوداسية أمام النجم في 2017 إحساسك في اللحظات دي وشفت المباراتين دول أو المبارات تحديدا إزاي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وحضرتك طبعا في البداية أنا بنع شؤاداء الوطن طبعا في البداية وأكيد بحمد ربنا النهاردة أكيد فوز مهم جدا أولا تحياتي طبعا الناس في السوديو ميدو مش عارف بيم ديوفو يعني فأكيد فوز مهم جدا النهاردة والأهم إنه هو بيصل بنا إلى النهائي خطوة مهمة جدا وأنا بقول لحن نهاردة كنا باللعب فريد طبعا فريد نجبة فريد مميز ويمكن يعني المورال اللي فاتت أعتقد يعني كان فيه سوء توفيه وكان في بعض الأخطاء الحمد لله يمكن اللعيبة ورغبتها برغم فيه صعوبات كثيرة جدا في المورادي غيابات عندنا وفيه ناس بتلعب في مراكز مش مراكزها لكن رغبة اللعيبة وفي نفس الوقت تحضرنا للمباراة الحمد لله كان بشكل جيد أخدنا بكل الأسباب وكان عندي ثقة كبيرة جدا في الفوز لكن أكيد مش بالكم دوت أو مش بالعدد ده لكن كان عندي فئة ثقة كبيرة جدا في الله وفي اللعيبة نحن حفوز النهاردة لكن بحمد ربنا طبعا يمكن نتيجة إصرار اللعيبة وقبل ذا كله طبعا وجود جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي طبعا كان لها عامل كبير جدا النهاردة حضورها كان عامل إيجابي في صالحنا وأنا قلت إن في المؤتمر قلت حضور الجماهير حيبع عامل إيجابي لصالحنا بشكل كبير جدا لأنهما فيه هم فعلا الوقود بالنسبة لنا وشوفنا دوره من النهاردة كان إيجابي بالإضافة طبعا لرغبة اللعيبة وتحضرنا المباراة وتوفيق ربنا طبعا قبل الكلام ده كله فبحمد ربنا وخطوة كبيرة وحنبتدي نفكر في النهاية بقى إن شاء الله واضح إن كان فيه دوافع وعوامل نفسية كتير حركة اشتغلت عليها وحتى بعد مباراة الرجاء في الدوري ساعدنا حركة كتير على مباراة النجم وحرك قلتلي بتسأله كتير على المباراة ما تلاقوش لا إن شاء الله جاهزين وما تلاقوش ما تسألهش على الغيابات أنا لازم برضو أشكر اللعبين على رغبتهم وإهداءهم النهاردة وزي ما أنا بقول ده طبعا كله بمجهودهم إحنا طبعا هي بتبقى منظومة وكلنا بنكتهد مع بعض لكن رغبة اللعيبة طبعا والتزامه من النهاردة وممكن زي ما قلت في مؤتمر يعني أنا سعيد طبعا بالنتيجة لكن برضو مش مبسوط للهدفين الجم لإن في بعض الأحيان الأهداف دي ممكن تبقى الموضوع مختلف شوية فتبقى في صعوبة لأن بحب طبعا يبقى فيه التزام وفيه تركيز طول فاترة المباراة وده اللي حضرت بين الشوتين قلت لابد ما بقاش فيه تراخي هدف تاني حقيقة المباراة لكن الحمد لله برضو بتوجهتنا وإسرار العيبة شوفنا هدف وأكتر من هدف الحمد لله فبحمد ربنا على الفوز وصمنا النهاية نحن بتنفكر في نهاية تحية كبيرة الجماهير النادي الأهلي وأقول الحمد لله أن إحنا أسعدنا النهاردة المصريين بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة لأن إحنا كنا طبعا 48 ساعة اللي فاتدوا لك عندنا حالة حزن في الحمد لله أزارك قبط الحسين وليد أزاره أنا كلمت أكثر من مرة وفيه ناس كتير كانت مستعجلة وفيه ناس كانت بتنقض وفيه ناس بتقول أنت صبر عليه ليه فمش عاوز أقول بقى أنتوا صبروا علينا شوية ودونا فرصة أن نحن نشتغل لأنه مش معنى أنه أنا بقى مقتنع بحاجة وبنفذها ووقتها ما ستحصل حتى أنتقد الآخرين لا 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 يعني حتى في بعض الخنوات ناس يعني انتقدتنا كتير لكن أنا بدأ معندي إيمان بحاجة وعندي تأديل لحاجة معينة بحمد ربنا أن رأيي في الآخر بيطلع الصح وأكيد طبعا وأنا سعيد بوليد وسعيد بكل الموجودين وشوفنا النهاردة عماد وفي نفس الوقت كل العيبة بشكرهم لكن في بعض يعني رامل النهاردة بيلعب في غير مكان نور غيابات كبيرة جدا فبشكر للعيبة كلها وبحمد ربنا آخر سؤال المطش الوداد يعني الوقت دائق جدا حتى لاتحضر فيك زمانة في الآخر الأجندة بطوات الأفريقية غريبة طبعا يعني يعني الفرق ما بين السمي فانو والفانو طبعا يعني حاجة غريبة جدا لكن إن شاء الله بإذن الله هنستعد إن شاء الله ونحضر نفسنا وإن شاء الله بإذن الله نبقى موفقين بإذن الله والجماهير معانا بإذن الله وتبقى دافع تاني لنا بإذن الله صالح جمعة حسام عشور يعني كل ده بدر حسام عشور حسام عشور بعيد طبعا لكن كل التانين دول إن شاء الله وبيرجع لنا برضو وبيرجع لنا أحمد فاتحي مهم والحمد لله النتيجة سعادية النهاردة ما غامرش بعبد الله فعبد الله كان سليم 100% وعودة وليد فالحمد لله الأوراق موجودة إن شاء الله بس نبقى موفقين في اللي جاية مبروك كابتل حسام والطفية رب المبرادة نهاية إن شاء الله شكرا جزيلا إذن تقلق ده كان لقخانا مع كابتل حسام البدر وزي ما انت شفت لكل سعيد ومبسوط بالانتصار ده لكن هعودة من جديد للنستورجي وبعد فوز الأهلي على النجم السحلي بالسوداسية والتأهول إلى النهاية الأفريقي أمام الوداد المغربي